ماذا كنت هازيم؟ شو أحياتي يا أخي، كثماني؟ كثماني يا أبا، هازيم مرة صاحبي معك، لقد كثمها كده بفا آه هازيم، أوكي لحيث كانت مكتوبة بالعربية؟ نعم، 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 حيث هناك أسباب الفرنسي وصف آه، هيا خوخي هيا تهيجات ويلتحقوا بنا الإخوة الأخرين أحياتي؟ قد يميتها سد الكاميرا بيالله، شيتماشي العباد لا، لم سدودها، خليها كي سدوا لي، لا، أخذ الكاميرا داكو قد يجايفة، أبرة السبيل بابا يا مطلع سمح لي شافك الله وعفاك أخي بيالله، لا حد الباس دا باكين الريزيرفة بيالله يطلع عشان مسلم دا بيكون يوجد القتلي أرى الريزيرفة بيالله، أرى الريزيرفة بيالله، إذا كنت أعلم أذب الأمر، أقصروا، أرى الريزيرفة، أخرى، أتحركوا، أعلم أصبت بيالله، أضبت حفاء؟ ربو هكي قصره ابيالير خوخي كنت لعيدك كوكوط اللي فيها العنقرة والملش وطاطح لواء عرفتي ما نقول لي ما نقول لي ما نقول لي ماشي واحدة بغيت لك عرفتي عرفتي ينزف الى مرطة وفيش هذه غزة اراك ضيعت فين غلل قال العنقرة باس فل عندك الزار لا تجد فين مقه لا تقصد خطير ماذا كنت لديك يغني السلام عليكم السلام عليكم ماذا كنت لديك يغني ماذا كنت لديك يغني قلقلت هذا المسيس أبي قلقلت هذا خينا قلنا عندي سؤال اوه اوه يعني اين تقصد هزيم هزيم تشارك باقي داخل داخل الكلوب هاوس كتسمع الموسيقى داخل الكلوب هاوس انا لم نطلق اشهدنا امسيس مرحبا نعم ماذا ماشي امسيس ديالنا يعني سؤال بس يعني اين تقصد خطورة الاسلام مش فاهم السؤال واضح غيوع يعني ايه برضو اين تكمن خطورة الاسلام ايه الخطر في الاسلام برضو مش فاهم من وجهة نظرك يا هناك العديد من الاخطار في الاسلام صديقي ولا خطأ ولا خطورة اسمع نعم هناك خطورة في الاسلام اذا اردت افصل معك في الموضع ما رأيك تسمعوني وش صديقي وش تيارت وش كي وصلك الصوت لا تعالك تسينيالي تفضل اللي عندك موداخلة تفضل ما عندكش خلنا نمرو المايكل الاخمد تفضل الاخمد اياه اوامر حبا كيف صوتك؟ اوامر حبا اوامر حبا ليس كذلك ليس كذلك في الاسلام من الفسالي المواجل لا اعطا لا اعطا لا اعطا ما يشدروني في صحيحة بيدلوني ما يشدهك عندهم هم هم ولا ده بوحد تريب وحد خين اسميه شو تريب بولدك هذا داخل سمك داخل قلسان عند قلسانة هو سنعرفه هو أتيس لاحظة الله عارف سمك الأسادة الأسادة الأخوان هذا عارف قال لك لي نناقش خطرات الإسلام اسعد للمايك اسعد للجس خلي ما تطلعوا تشي واحد خلي باباي هو اللي يطلع يطلع اوكي 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 اخلي تنقل قلوب اللي بغى يطلع كي سايفت قاسش اللي بغى يطلع كي سايفت قاسش نا اعرفش كاحمد ما من اطلعش طلعش ما اخمج واحدين ما اطلعش ديك الوسادة ما لأ قد 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 قلوب اصحى في ديك عافك نقش شوية من ديك قلت يا على الأقل خمسات المرة لم تكملتش نقش شوية رمعانه الأخوان اوكي اوكي أعفاك أخي أعتذر أعتذر أعطي أعطي لا أعطي أعطي وأيضا الخطورة بدل تدبر في آية الله لا تكبر شو الأعربي لديك للأسف ولكن ولكن فراهم حين كين الصوت؟ كين الصوت؟ كين الصوت؟ كين الصوت؟ كين الصوت؟ قلت لك وحد خيانة أريد أن أقول لي محمد صالح وراء فارع أريد أن يكون في تك توك أريد أن تتحدثهم أريد أن أقوم بإمكانكم مناظر في الجامعة أريد أن أعطي أريد أن أعطي كين الصوت؟ أريد أن أعطي فقط أبقاء أعطي لك الكريم أبقاء ورأة أبقاء أبدوا لهم تحياتي الإخوان والأخوات الأحياء منكم والأموات أهلا الخوخي بيالير أخ بابايا تحياتي أخ بابايا من المعرفة مالفون دي لكم من الكلاب اوز أحمد هذه الرومات اللي دخلش اليوم اليوم هذوك ما تنقشوش الناس هذوك يطلعون الناس باش يسبوهم هذوك ما تتعشى عبروش دا تتعندهم الدماغ هذوك توقفوه معاك في العقيدة ديلك يعني الشاش تطلع يعني على أسس تخلقش ناقاش ولا تدخلوش موضوع هادوك يطلعوك يسبوك إن شارك يوقفو معك يوقفو معك في العقيد ينفوك يطلع ينفوك يسولك يقول لي شنو المعتاقات ديالك يوقفو معك تمام يدخلوش معك للإسلام و تبقى وسبوك إنه قراني كذا حمار و تنزلوك ما تخلوك الشاش مرة ها نطلعش مرة مش حال من مرة و هذا كان لي عدوك يدرشي شاش يوم الوبيان و هذا مال المطرع السيطاني هو مخي يوميه وفهمك كي مساكن يدلجون بأحد الأفكار ولا كنت تروا برعب سوف يوميه و لكنك في الكلوب هواسرة و لنكن معنا صحبي في الكلوب هواسرة كان معنا كنتم تصويرها طيبا منه يوميه و أخرج منه نظر ذلك بقى البروفيل طيبا منه يوميه و لنهي يوميه أقول عجب و انا بعد أقول الله يرادي عجبت فأذوك واحد الناس مراد فشكال يعني كنشوفهم في اللايفات ديالهم أراهنين مولحيدين يعني الاخوان من يطلعوا يطلع كاش عطي واحد الفوس حفيني فين يناقش فين عبر على باش تحاول الرؤية شو ضح هذوك رامك يخلوك شا ضرع صاحب شو بدي يسيبلك يسيبلك لماعك ويسيبلك تبغي تدخل معه في ناقش و تبقى معك في الوجود او السبب او تدخلوا في مواضيع و تنسوا المشكل الكبير اللي هو الاسلام يعني مؤسي في الامر دي يعني تفاديا نطلع لبلك ناقش 51 قلت يشوف الاخر اسميته احمد حرقان قلت يشوف حرقان قلت يشوف حرقان قلت يبعو فهذا رمضان اذا شد القرآن شير شمو ديك الداريجة المصرية ارى ارى شير شمو ايه راشيد دا ديك هذا شمو اه موصيبة يا صحبي راشقى يدير يجب علي الجميل هو ان الاسلام يتفضح 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 زي ما كان اللي خلّت الدين دي لو سخكيش فرع الناس ما كانش عدّى لي موايان دي تفكير مروي انتبال اشكل فين هو اشكل فين هو اشكل فين هو اولا واحد من الناس دابا تيقولوا لهم ما سبقاوش تسمعوا الشبوهات ساتقوا رأي الشبوهات ساتقوا رأي كده رب يخرجكم من الدين را كده را كده را كده اين فوانسا كتجي كتت عطر معاه كتبدا معدك شي كي تدير تدير اوف هو من دك ابي نور باعتك باستحيل من نكسب هادوك موليك تقولوا هات الاضراء عادي هاداك هاو اللي باعة انا تقول لك الكنيسة مروم هاداك تيقول لك الكنيسة تيقول لك المواقع وتنقول لي يا صاحبي ناقش معي غي حاجة وحدة اي وحدة ناقشة لا تيقول لك انا وتنقول لي ارى لي هادوك المواقع اعطيني الديني اعطيني لا تيبدأ عليكم انتما خدام الكنيسة البردعة لا هداك عاجل هقاه هداك هداك عرفش هداك عرفش اول كمي سشاخن هدروا لي هاداك انسان يعلم نشهمة هذاك هتح م promise هاذيهم اللي رجعوا ريف ولي هكيهه هكي بسباب الكنيسة رجعوا ريف ولي هداك رجع بشومات العرهاب هداك اللعالم هتح حوار هكيه واعع لديهم جهاز لهم يمحرزي لا يوجد الغلية ماذا أنا أطبال من هشام؟ ولكن لم يكن أطبال من هشام؟ لكن هناك تنظر من هشام اه لي كانوا مصير المناظرة اه كانوا نصروا عليه اه ما كانش منصف صراحة ما كانش محيط كان عينهم هم هما غير في هشام ورقة الشي المناظرة معلش حل ساعتين وما اعطاوه تداليل كانوا يطالبوهم بالتداليل معلش حالتهم ودعوه يسعرع واذا ما قلت لاو هم لي هدروا بزاف هم هدروا بزاف لاو بذلك هم ليizers كانوا تسعود هدروا سواء سميتهم غانت سعليهم ورا سيكونون لقيا عناس عناس كان وجوج وكان طالوت وكان هشام تاشفين وعناس بالمحمد تاشفين الله يرضى عليك تاشفين 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 نسخة السواء أخويا نحن نسلمين أخي مواهب كرة القدم لا أخويا قلنا الإسلام قلتي بأنه عمره ما كانت فيه شيخه وطوره طلع أخويا قلنا شيئ حاجة زوين في الإسلام إلا بغيت إلا تفضلتي وتواضعتي معه طلع أنتم ملاحدة أردو لا نفس المين أخويا أردو بل يشين شيخها بطبيعي بدك يخدم وبدأ الدماغ دي البنادم كيخدم أو حاليا بدو كين قاردو حتى ما بقاش عنده الدليل يعني الإنسان باش يعبر على الدين دياله الصحيح ما بقاش فهمشي لما أطلع شي سبكه بدينه أشك من شوما ان شوما ان شوما الملاحيد عن شوما النقرانيين ما عندو شي حاجة أخرى وحاليا بدينك نشوفه هذا الصدق هذا نرى النقران في الطور العطاء هذا شي مسلم يطلع يعبر على الدين دياله باباي واحد السلام عليكم باباي خوخي بير لير لناس اللي كينين كاملين رمكي نج جيم رمتي بنش لي بنادم تي دير جيم من قبيلة ويستبالي 34.3 ديرو جيمة لزامي و باباي حاول تشوفه حد أكتوبر سبعة ما رادك مكسور لا ما ليجم تيطلعوا ذهبها يوزر نيمتي او ما ليجم تيطلعوا هنا سنشوفهم لا تيطلعوا الله أعطاب أراهيل ش Hope��� pride اللي جيم ما تيتحركوش سرا كينين 47 Indonesia ما غنقول شنا 47 كاملين مى الي جيم متي بوجي وش ورا ال Parent ماشي كل شي كي دير جيم ورا ما تيخنش يا صين رمكي طبيسين عرف تين ههههههههههههههههههه او 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 مشاهدة Messi Hartz شكرا بابا يرى بلية واحد اكتوبر السبعة كيكتب في القومو طيرات بلية إلا قدرت يتطلعوا مساء الخير لو تكلمت باللغة العربية فسحة ممكن نكمل نقاشنا ولا صعب أنا ما أفهم ترى اللغة احنا غنفهموك أخي ولكن يشوف انت وش هتفهم التاريجة دياننا احنا ما عدنا نجمور شكيل مع أي ليجا اشكر ضوقك لكن أعتقد إذا الجميع سوف يفهم لغتي العربية الفسحة أتمنى أنه هكون عندي نقاش في الموضوع اللي تتكلمون فيه فلو ما فيه لمشكلة عنده يتقبلوا ذوقي أنه أتكلم بالنقاش اللي تتكلموا فيه احنا عندنا سؤال أين تكمن خطورة الإسلام في نظركم هل هذا السؤال صحيح بالبداية؟ ومدام كتبينه إلا وراء صحيح نعم أشكرك أنا لا أريد أن تكون فرق اللغة تشكل عدم وصول رسالتي أو أريد أن أتكلم به هل كلامي مفهوم؟ إذا ليس مفهوم فيمكن أنا لا أكون مناسب لا تفضل أعطينا أعطينا الصلب الفكرة الفكرة ديالك اللي جاي يطلع سيباش تقولها لنا تفضل أعطيها لنا أنا برأيي شخصي وليس أقول في العموما ولكن رأيي بتجربتي بالحياة بإني خلقت في مجتمع إسلامي بتوارد فكري إسلامي أنا برأيي الإسلام له خطورة للمجتمع جدا سيئة أكمل آخي أكمل آه كلامي واصل تمام أسبابك الآتي المايك ديالي مسدود المايك ديالي مسدود شوفوا شكل حل المايك ديالي أنا أفضل لو تخلمنا مع بعض باللغة العربية فسحة لما أنا ليس مهاري أخذش رشتوف لايب أخرين أخولي تريد دونو تماريسة دونو تماريسة أتخيل لنوم ركية واحتفي ركي لي French شي مشكلة أخوخي هات خيين أياك واش هو اللي عنده شي مشكلة هذا ولاشنو ورا قتلك ركي الذي واحتفى ركيا ينجمر سه motivates كي تخطعو Georgetown صوت صفوخي لاحقا شغل واحد يخصوه بس ها هو واحد اوكي دار شي لعبة اللايف ما كانش خاصوه يطلع خاصوه متأكدو من الباطن شكون يطلع عاد الميخي شكون تنظر ما كينوالو اخوخي بياللي كتسمعني انا دم امليك نهضر مزيان اكا نسمع كبرا مزيان ايوه صافي رأى العمر مزيانه صافي اللايف رأى غادي يطلعوا اللايف رأى في خمسة وخمسين صافي ما كينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلان مواهب اخويا وعليكم السلام تفضل ما عليش نبدأ نتكلم ايوه ما طلعوك الناس الا باشتبتات فضلا اه باعك طلعو فيك ايوه نبدأ اولا بالسؤال اين تكو من خوطانة الاسلام في نظريكم هذا هو السؤال تسمع فيها اسمح لي ايوه 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 سج благا ايوه 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 يعني لا تؤمنوا بأن هناك خالق لا لا هناك خالق نعتقد أن هناك خالق ليس لدينا لدليل ولكن من الصعب أن نعتقد أو نؤمن بأن خالق الخالق سيخاطب الإنسان يعني لا تؤمنوا بالكتاب لا نؤمنوا بالكتاب لا نؤمنوا بالكتاب ولا نؤمنوا بالرسول محمد ولا نؤمنوا بوجود جبريل وكل قاعد الحاجات بالنسبة لنا اختصار بالنسبة لنا الإسلام هو مجرد تقافة قريشية ناس يعيشون في الصحراء يعيشون في الخيام نعم يعني أنت قلت لي باللي نحن مسلمون كيف يعني حكمت أنك مسلم نحن مشي مسلمون يا أخي أنا عدت شرحت لك نحن لا نؤمن بمحمد ولا القرآن ولا لا نؤمن بأنه خالق الوجود لو كان هناك خالقا لهذا الوجود أنه خاطب الإنسان لا عن طريق الإسلام ولا عن طريق المسيحية ولا عن طريق اليهودية الديانات كلهم من صنع الإنسان طيب ما عليش طوال يعني كيفاش احنا اعتقدنا بأنه هناك خالق أكيد مش من وده ما شوف الأخ الأخ بليس هناك خالق هناك خالق هناك خالق مليار مرة مليار لكن المشكل المشكل هل هناك هل هناك إنسان خاطبه الخالق أنا عرفك أنت بغي تهرب الموضوع بغي تهرب الموضوع ديال الإلحاد الإلحاد إن شاء الله بكرة الساعة نفس الوقت قندروا الإلحاد اليوم عندنا الكفر الكفر والارتداد عن الدل الإسلامي هو هو الموضوع اليوم نعم يعني ده ما شو بغي تقول ده ما شو بغي تي يعني لا تؤمنون برسالة يعني لا تؤمنون برسالة كنت سوّلنا هذه كنت سوّلنا قرأت السؤال أين تكمن خطورة الإسلام في نظركم جاوبة صاحبية تدخنت هناك ولي تكديننا نستنطاق جاوب نعم 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 طيب نجاوب مش مشكلة الجواب لا توجد خطوة على الإسلام أوكي شكرا شكرا سافي جاوبتي ليس هناك خطر الإسلام يعني يعني نعم لأنك نعم أوكي ما هي خطورة الإسلام خطورة الإسلام خطورة الإسلام هو أنه هو إديولوجيا من صنع ناس كانوا يعيشون في الخيام في الصحراء فبطبع الحال سيكون خطير لماذا أولا مصدر الدين هو ثقافة جد متخلفة أوكي تانيا تانيا أسمع صاحبي تانيا لم تتغير أو تغيرت شيئا شيئا ما أوكي إذا لا بد أن يكون الإسلام هذه الإديولوجيا خطيرة بس إحنا بصفتنا مسلمين هذه الإديولوجيا التي تتكلم عليها خاطئة إحنا عندنا أن القرآن الكريم صالح لكل زماني ومكان صالح لكل زمان ومكان نعم أها ما الذي فيه صالح لكل زمان ومكان القرآن الكريم مثلا أعطيك مثال يعني المثال الأوضح أنه مثلا القرآن الكريم لم يتعارض مع العلم الحديث الذي نعلم فيه الآن القرآن الكريم أن تكون نزل في الصحراء على رغم المثال في الصحراء لكن كيف يمكن مثلا العجل في الصحراء أن يتكلم إعجاز العلمي يتكلم مثلا عن علم مثلا عن علم الفضاء وعلم المحيطات وعلم كذا أعطينا شيء مثال مثلا شيء إعجاز علمي في القرآن أمثلة هي بزاف أمثلة في الإعجاز العلمي أعطينا غير وحدة وحدة نهضروا عليهم بعد ندقلعنا وذلك الساعة أو لنقلعوكم بعد ندوزوا الثانية والثالثة والرابعة قال إعجاز تفضل يعني الإعجاز مطايم نتكلم مثلا على علم تكوين الجنين على علم تكوين الجنين مراجر بحرين تكوين الجنين نجد بقرأ الكريم على تكوين الجنين أنه يتكون من نطفة ثم مضغة ثم علاقة ثم كذا يعني ده دليل على نبوة محمد أدلة بزاف هي شوف شو بش توضحك يعني الصور معك يعني الموضحك الصور أكثر أنت مثل أنت مثلا في غرفة مثلا مغلاقة مغلاقة ما عندك فأولا شيء معاك هك معايا أنا معاك ولكن تكوين الجنين نرى الحضارات كلها أنتك تعرف تكوين الجنين ودوس التكوين الجنين دانس تكوين الجنين لك المؤخرا بس أنتك كيف مثلا هذه اللي نعتبر أنه تكوين الجنين في الإسلام صحيح وتكوين الجنين في الإسلام خطأ وخطأ فادح أسمح على واش خطأ على من وافق مثلا يقول فكسونا العظام لحما نعم نعم هل سبق لك أن واش شمرجا إجهاد واش عمرك ش شمرت أحملنا العظام أسقطت العظام لا لا ماسقطش العظام لأن اللحم ساهل الله عز وجل داخل الله ولكن القرآن تقول لك فكسونا العظام لحما هنا يعني كان هناك عظام وبعد العظام كسونا العظام لحما إذن في وقت من الأوقات كان الجنين كان عبارة عن عظام صحيح في مرحلة من المراحل يه كان الجنين عبارة عن عظام فكسونا العظام لحما هل هذا ما يقوله الإسلام القرآن يقول القرآن فكسونا العظام لحما نعم نعم كان عندنا العظام وبعد العظام جاء اللحم هذا خطأ هذا خطأ لماذا خطأ؟ لأن اللحم والعظم يكبراني تلقى تونسي أو لا؟ جزائري جزائري مرحبا بك غي باش ماشي يسولتك ما كيهمنيش انت منين خويا إلا الجزائري مرحبا بك غي باش نعرف واشي لا قلتلك شكل ما بالفرنسي غا تفهمني ولا ما غا ديش تفهمني ماشي ومشكل كي ما تهمك شكل ما زي ما رأى اللحم والعظم كيكونوا بجوج ولكن القرآن قال لك كسونا العظام لحما إذا هذه ما تحاوش تعقد الأمور الأخ تغي تغي كلاخ ما تحاوش تعقد راسك فكسونا العظام لحما الفاء دي الاسترخاء يعني كانوا العظام وبعد العظام جاءت مرحلة اللحم فوق العظام فوق العظام طيب السؤال يالي فالشمراء فالشمراء كيطح لها الولد حسنا تفضل دقيقة دقيقة قد دي الفاء توفي الدوش الاسترخاء لا تفضل الاسترخاء هي يعني الاسترخاء هي يعني كتخلق العظام وبعد العظام كتخلق كالدير اللحم لا أخطأ ما عليش إذا كنت شرح لك هذه المعلومة ما كوي وكم الواصل اسمح لي قاطعاتك في اللغات العربية أنا حرفين عندنا حرف الفاء وعندنا ثم الفاء وثم لاحظ معي جيدا عندنا نقولك دخل زيد فعمر يعني دخل زيد ثم فجأة يعني مدة قصيرة جدا دخل عمر وش نتقر قليل لما لكن لما نقولك لا دقيقة روك نكمل اسمح لي لكن لما نقولك دخل زيد ثم دخل عمر هنا تفيد الطراخ اللي هي الادات ثم لأنها من ادوات العطف من ادوات العطف في اللغة العربية الوا والفاء وثم واو معروفة ادوات العطف في اللغة العربية وكل الادات عندها ماذا تفيد الله عز وجل قال فكسونا العظام لحما يعني انهما متلزمين في الزمن فكسونا العظام لحما نعم فكسونا اسمع اسمع الاخ عندك العظام اسمع الاخ مواهب نعم لو قال الله عز وجل ثم كسونا العظام لحما تشبح الكلام تاعك صحيح مئة بالمئة ومنطقي مئة بالمئة لكن القرآن الكريم قال فكسونا فكسونا العظام لحما فهنا تغيرت نعم نعم فكسونا ماذا كسونا العظام يعني بحيث عندك العظام نعم أولا ومن بعدين حطيت عليها اللحم دبا هاد 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 دعاية هاد دعاية اول هاد المراوغة دي الإعجاز العلمي نعم أنا كان اعتقد هاد وليدة القرن العشرين نعم كان اعتقد في 1979 بدات في 1969 دوكي برمجوا لها المسألة دي الإعجاز العلمي نعم وهي فش طلع فش المينيكان طلعات أبولو أبولو دوز وعطتنا صورة بأن الأرض كروية الشكل وهنا بدأ الإعجاز العلمي تبا غدينجعوا اللور الأخ وغدينجعوا العهد الرسول صلى الله عليه وسلم عيسى صلى الله عليه وسلم أنا قلت لك أن القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان قلت لي كيف هو صالح في هذا الزمن قلت كأنه يتوافق مع العلم الحديث الذي نعيشه الآن وعطيتك هذا لي أبولو نجبدنا مثال هي أن القرآن الكريم تكلم عن علم المحيطات وعلم الفضاء وعلم الفلك وعلم الأجنة وعلم الحياة وكل ما يشبسها القرآن الكريم شتى العلوم التي تسمى الآن بالعلم الحديث درسها القرآن الكريم وجدنا أدلة وآيات كما سمتها إعجاز القرآن وهذا دليل على نبوة محمد لاحظة تحب دليل على نبوة تنبوة تنبوة نعود أن أجعل الموضوع من الأول حيث دي ما عندنا مشكل مع هذا مع الزغلول الزغلول النجار في خراف عقول المسلمين بالإعجاز العلمي وهذا الإعجاز العلمي هو آخر تخريجه ده بدنا جعل لورا أخي واحد 1400 سنة اللورا محمد بخل الخيمة وجد فيها أبو لهاب وعبد المطالب وأبو بكر وقال لهم أنا نبي الله خاطبني الإله ما هو دليل محمد ما هو دليل محمد يا لما قال لهم أنا أنا نبي الله خالق المجرات خاطبني عن طريق جبريل أشنا هو الدليل اللي أعطاههم نعم الله عز وجل بعث في كل لكل قوم نبي دبا نحاول نعود لك سؤال دبا محمد صلى الله عليه أسمع الأخذ تقولي يا الله الأديان هذا الشيء تغيث بلعفتك أنت لا بحال ندزتي مسلم فمع مكفكت في هذه المسائل هذه إسمح الإنساني نعم محمد لما تكلم محمد مع قريش وقال لهم أنا نبي الله ما كان دليله أنا داك هداك الوقت أشنا هو لعنه كدليل نعم نتفقوا على نقطة قبل نتفقوا خيحنا نتناقشوا نحنا ماش نجدل وش يكون في بالك أما اسمنا عليك ما حبابك ما عليك هداك من يفهمو عن نقطة في تكلم يعني ان خليك تكلم مسحشوكي نجاو وتخليني نجاو ما تقطع ليش الكلم ما نقطع ليش الكلم اتفقنا. اوكي. ودب انت كتفرض علينا الطريقة باش غاد ينهضر معاك. لا. لا مش قاعد نفع نطلع. مبابل هذه في ادب الطاحة وان خلاص. اوكي باش يكون حوازين. دب هذا والسؤالي لابن لك السؤال غامض. عاود تسولني باش تبقى معايا تجاوبني على السؤال. اوكي لابن لك غامض قولي يا عافك عاود تشرح لي باش تفهمني زيان. طيب. والمسؤالات غسامة. كانوا قريش مريحين في واحد القيطة. انا فهمتك. اه تبغيتي تجاوب. اوكي تفضل. اه الله عز وجل لما يبعث الانبياء الى اقوامهم كان كل قوم عنده كما نقول احنا اه حاجة قوة قوة في القوم هذيك. مثلا كان السحق بقوة في اهد موسى عليه السلام. لهذا لما الله عز وجل بعث اليهم موسى عليه السلام بعث بماذا حاجهم موسى عليه السلام? بالسحق. الاية معرفة هذه في القرآن الكريم. والعصا تحولت ايضا. اه وقصت موسى السلام مع السحرة. فلهذا الله عز وجل كان يبعث في كل قوم النبي. هذا كان النبي يحاجهم بقوة ذلك الزمن. فنجع الى هذا النبي سوى السلام لما قتلتها جاء ابو الاهبوها. بماذا حاجة النبي سوى السلام قومه? حاجهم بالقرآن الكريم لانهم كانوا قوم اهل اللغة. كانوا متمكنين في اللغة العربية. فلهذا لما نزل اه القرآن الكريم على النبي سوى السلام وكان يقولهم بالليينز الى جبير عليه السلام يقول لي هذه الكلام حتى قومه مقدروش يجدلو في هذا الباب لانهم قالوا ان هذا القرآن لان هذا الكلام مستحيل ان يقول له بشر وهم اهل يعني معروفين القريش بالشعارة ومعروفين باللغة العربية لكن قوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في بلاغة القرآن الكريم وفي موضوعية القرآن الكريم. واضح? بقى ما اسمعناش دالي لا مواهب. بقى ما كي لا داليل لو لو عودش ان لو حد القصاص دي الموسى عيساج جيش المحمد قلش نجاب لهم القرآن. اش بدلينا ان شمندك القرآن شهاجك الداعي انه نبي. تفضل. لا هو قللك البلاغة. البلاغة شلي بغي يقول لنا. اولا نوضح لك واحد القضية. هو انه المعجزة دي الموسى كتطلب انه يضرب القوانين دي المنطق في سفر. انه واحد العصات هو اللي. على الاقل عنده واحد الفونداسيو. نقطة اللي بغيت نوصل لك اللي مهمة دبال. محمد رسول الله هيك. نعم. اوكي يعني ان القرآن هو الرسالة دياله. اه اه القرآن والسنة. اوكي القرآن والسنة. اشن هو المهم في في الرسالة؟ توحيد لا ما هو المهم مثلا جاب لك فاكتور جاب لك واحد لا لتر ما هو المهم عندك في هاديك لا لتر الدفع المهم هو المضمون رسالة 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 المساج هو المضمون هذا هو المهم في المساج نعم لما تقدر تعطينا شيئا في القرآن من ناحية المضمون كتعبر بأن هذا المضمون هذا رهج من عند خالق خالق الوجود من ناحية المضمون تفضل خذ وقتك من ناحية المضمون ماذا يريد الخالق أن يقول لنا كإنسان كباشا كباشا وما خلقته قال الله عز وجل وما خلقته الجنة والإنسة إلا ليعبدون هي رسالة الله عز وجل يعني الله عز وجل بعثه كرسول للمسلمين للناس كافة من أجل توحيده مواهبات الله عز وجل يعني تقصد أن الله عز وجل لا يستحق لا يستحق مش لا يستحق كما نقوله تقصد أن الله عز وجل ما هوش محتاج للعبادة كأنه كأنه إله لا يحتاج إلى عبادة الناس له هكذا أول حاجة 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 نعم الله عز وجل لما خلق الإنسان الإنس والجن لم يخلقهم عابثا وما كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم الآية مش نتذكرها وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون هذا هو السؤال مباشر اسمع 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 السؤال اسمع السؤال السوع بالسؤال ما هي الغاية لماذا سنعبدوه هذا هو السؤال ماذا سوف يستفيد نعم لا سوف يستفيد من العبادة لكن الغاية منها من أجل الإبتلاء لينظم أول حاجة كان سمع 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 بالضبط سمع سمع السؤال اسمع السؤال السواب عبو مزيان كنه سافد كما خلقنا شوف كما خلقنا وخلقنا لذلك احسن ركا عندك المايك محلول علاش هو شنو غايستافد من العبادة ديانا كان علينا كان عليه ما يخلقناش علاش قلتي باش يبتالينا ما تخلقناش وما تبتاليناش ويبقى كل شي مرسوم فهمتيني السؤال تأكدو فيه مغالطة لا لا ما كاناش مغالطة كان مريح بوحده كان مغرب Pوتهم كيف تبقى الامور هانية يهم شنو غاي الربح هو من هاذ الخلق ديانا نحن شنو غايستافد هادا هو السؤال هلت على الانسان يح擬ه من الظهري لم يخلقن ليش بايا وجعلناه ساميع و生ه الالة شنو غايستافد رعرفنه غايبتالينا وغيشدنا ويبقى يحرق فينا الى ما لنهاية. شنو غيش السافد لحرق دينا. هي. دبا اول حاجة شوف شوف. قبل ما قبل ما نصلوا للحرق. شنو السافد هو من الخلق دينا. شنو غيش السافد. وش الفايدة اه وش الفايدة تعرف وش راح يستفد لله عز وجل منه. قلت لك السؤال راح واضح. هي وش الفايدة تاكي تعرف وش الغاية تاك. ما راح دبا هادا هو السؤال دبا هادا هو السؤال دبا راح لمشكل كامل في هذا الخلق. قبل ما تنقض هادا الروينة كاملة وهاد هاد الديانات وهاد الرسول والاربياء والكتوب هادة. غا هو شنو غير بحاد الاله من هاد الخلق دينا نحن. علاش اخويش بتينا هاد الوجود هادة. هادة هادة اه الله عز وجل. كل اه كلي العلم وكلي الحكمة وكلي القدم. هادة نزل تعلمهم. الله عز وجل كلي ما يدير. قال اجي نخلق عد البشر هادة وهاد الجن هادة وانه هو ذا الروينة هادة. دبا بغيت جواب اخي مال هاد الله كان قال اسمع ليه ما بين هاد خلق دا. شنو عندو شمن ربح عندو راح فاهمني. عطيني. الله عز وجل. الله عز وجل كلي الحكمة يعني ما يفعل شيء الا لحكمة. واقع. انا امشي معك بعيد. شن هي الحكمة من خلق الطفل معوق او مصاب بسرطان وغا يعيش واحد ثلاثين سنة وغا يموت وسالة الحفلة. يلا شنو سافد الاله؟ خين هي الحكمة. هاتة المغالطة اسمها مغالط. الشهن يعني الله. مساف مغالطة. شوف انا مثلا عندي ولدي. عندي ولدي مثلا معوق. معوق دابت نشفي وتنبكي عليه صباح وعشية. هاد الاله هادة. هدى الاله هادا علاش خلقتي هاد الولدها الطفل هذا. لماذا خلقته? لماذا؟ ما الرباح عنده؟ هذه مغالطة التي يذكرها الملاحظة. يعني ديما يذكرها هذه. الله عز وجل يعني تقصد لي ماذا الله عز وجل خلق مثلا الانسان هذاك معوق وهذاك خلقه سليم ولا الانسان خلقه فاقير جدا وهذاك خلقه غني جدا نكتبله وكذا وكذا. كن بعقلك خدم عقلك وكن انساني كن انساني واعطيه اعطيه جواب صاريه هاد الناس هادوليك اسمه وعطيه للراسك اولا. شوف خدم عقلك. علاج اتخلق لي واحد الانسان معوق وهي بقيت دبحياته كاملة وفي الاخر ما عرف شنو غدير ليه. ما زال بالما زال واش غدير شيشي اعرلشي اعرلشي حاجة. لاش هادك العدب. شنو غايستفد هادك الاله من العدب ديال هادك لولد الصغير اللي عايزش معوق. سمح لي يا براف الأخ مواهب الأخ مواهب دبا دبا واحد إله ابن جهنم دا الجنة ودا الجهنم وشنا هو الإشكالية هنا هو اللي أمن به غد يمشي الجنة ولما أمنش به غد يمشي الجهنم هذه الفورميلة ديال الوجود إذن أول حاجة قد قول قد قول الإيمان لهذا الإله مهم بزاف أن شي حاجة كبيرة عنده أن الحياة الوجود كله بناء لفكرة الإيمان به إذن أولا ما خصناش نقوله بأن الإله ما محتاش الإيمان ديالنا والعبادة ديالنا متفقين على هذه القضية أو لله يعني أنا كان أضاب معك بالمنطق يعني معك إلى واحد الإله بناء الوجود كله على فكرة الإيمان به إذن الإيمان به عنده قيمة كبيرة بزاف وربما هذه الحاجة الوحيدة على شخص خلقناها هي باش نأمنوا به السؤال اللي بغي يطرح لك الأخ برام اشنا هي الأهمية بالنسوة انت فاش كتفيق مثلا مع الصباح ولا مع الثناش ولا وكتبقى ديالش حركات وكتبقى داك الشي اللي قالوا لك هو أصلا اشنا هو القيمة دياله الشي عند الله أنا كنعرف بأن هذا الشي عنده قيمة عند الإنسان فهمتي ولكن ما كانش داك الفيس بيسا ما كانش واحد الغلاشيون غي شي بروك ميتويل ما بين الإله والإنسان وكي إذن هاد الفكرة هذي ممكنش ننسبها للإله ربما الإنسان كيحتاج العبادة ربما الإنسان كيحتاج الإيمان والشي كنعيشه كاملين الإنسان كيحتاج الإيمان كيحتاج العبادة حيث واحد الوجود دياله كيجي كيعيش هنا يا سبعين عام والوجود في 13 مليار سنة كيجي يعيش في واحد الكوكب سميته الأرض ومنه 400 مليار كوكب إذن الإيمان والعبادة الإله كب شي حاجة إنسانية احنا كنهضرون من الباسبكتيف ديال الخالق واش هذا الخالق عنده الإيمان به والعبادة عندها أهمية عنده إذن ما يمكنش غاديبني هو الجنة وجهنام وخالق الجبريل وصيفة الأنبياء وصيفة ما نعرف شي 2000 نبي وكل شي يبني على الفكرة أنه وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدوني إذن أي واحد يجي يقولك بأن العبادة ما مهم ماشي مهمة عند الإله بازيس على القرآن إذن إنسان كيكدب عليك بسألة طبيعية حيث إلا كانت واحد الحاجة ما مهم ما شعنده ما كيهمنيش مثلا إلا ما كانش مهمة عنده غيقولك أنا ما كيلاجنة لنا اللي بغي آمن يآمن اللي ما بغاش يآمن ما يآمن وهانياتهم قسمتني إذن إنت يا تقتيب الناس اللي قالوا لك بأن الإله ما محتاج للعبادة يك ولكن صح برأس أدلة كثيرة وكبيرة بأن هذا الإله يحتاج للعبادة يفتقر إلى العبادة درجة أنه بني جهنام ولا غير بالتفصل مشيتي ما توضيتيش أو لا ما صمتيش أو لا مدتيش شرك من أركاء الإسلام بني لك جهنام وغادي حرقك فيها أبدا تاريدا هالفكرة اللي دخلوا لك فراسك بأن الإله ما محتاج للعبادة إله محتاج للعبادة غير المشكيل هو أن هذا الإله اللي كان عرفه ده كبير بزاف ماشي هو ذاك الإله دي المحمد هذاك الإله دي المحمد خلق غير الشمش والقامار والنجوم والبحار وذاك شي ولكن هذا الإله اللي كان عرفه دبا عنده ميتين بس حيد أخويا كيتعود الصوت مواهي بها فك فهمتيني دبا خسنا نوصل خسكت وصل لك الفكرة بأدنى أولا خسكت وصل لك الفكرة أولا بأن هذا الإله محتاج للعبادة وهناك يبدأ المنطقة هناك تقول أوكي ما يمكنش هذا الإله غد يحتاج للعبادة دي المنحن السلام عليكم الأخوة أنا نقدر نقول السلام عليكم السلام عليكم الأخوة أنا نقدر نقول بأن الله محتاج تلك المنحن لك لنهار نحطها في جهنم النساء هم أكثر هطلتها في جهنم ولم منكم إلا واردها وتقول لك بأن وقود الناس الكفار وهذه وقود جهنم ولا أمن أنها من الجنة والإنسة المؤمنين ومحتاج للقفار حتى يتكمل الفيلم اسف امسا ستجد القضية سوف أضع الحكمة وقال سوف يتعلم جعلıyor فش قال الملائكة ان اجعلوا في الارض خليفة قلولو الملائكات جعلوا من يسفيكوا الدماء وفالتالي قالوا ان اعلموا ما لا تعلامون قالوا نسبحوا لك وهذا قال لهم ان اعلموا ما لا تعلامون رأيكينا شيء غاية من مورا الخلق دياننا دبا تقدر تشرح لنا دبا واش الإيمان تقدر تفيل مايك دبا واش الإيمان بيه والعبادة دياله واش مهمة عند الله ولماش مهمة واش هادي شي حاجة اللي تبنيع لها انت واش كتبال لك منطقية مثلا أنا خلقتي واحد الإنسان وفرطت عليه آمن بيك ومعندو حتى شي دليل عالوجود ديالك انت ومعندو حتى شي دليل عالنبودي المحمد نان ما عندنا حتى شي دليل ما عندناش دليل على وجود الإله وما عندناش دليل أجنايا علاش الله خلقنا باش نعبد أعطيني علاش خلقنا باش نعبد أعطينا أعطينا أشنا هي باش نصغروا السؤال ويكون سهل هي ما هي قيمة الإيمان والعبادة بالنسبة للخالق من منظور الخالق أشنا هي القيمة دياله تقدر جاوبنا على هذا السؤال أيوب ما نقدر جاوبك أخو لا مشيحة هذا سؤال حيث انتدت مسلم حيث انتدت مسلم ما شي انت لاختارة الإسلام الإسلام هو اللي اختارك كنت تستفشي واقع مسيحي ولا يهودي كنت تستفشي واقع مسيحي ولا يهودي تستفوا واقع مسلم إذا كنت أمن بهذا الشي حيث مع ما كسولت فيها أيوب إذا هذا سؤال خسن فكره فيه واش الإيمان وهذا رأى موضوع كبير حيث ما يمكنش واحد الإلهي بنجاه نام ويدخلك لها ويعطيك ش دليل ومعطاك ش دليل يعني كتخدم الوسيلة الوحيدة اللي عندك باش تأمن به هو تتخدم العقل ديالك وكتخدم العقل ديالك وما كتوصلش وسكين ولا ما كينش عاد كيجي بلك تاني تيقول لك أنا راه وتيجي واحد تيقول لك أنا راه رسول الله إذا لأقل ديالك ما عندك حتى شي دليل بأنه محمد نبي إذا هاد شي كله كناخدوه من البيئة ديالنا كنت ازتي في واحد البيئة كيعبدو الفيران كن رأة تنتكت عبد الفيران وكتدفع على المعتقد ديالك هذه الفكرة اللي كان بغوي نوصله للإخوان ولا عندك شا اعتراض الأخ أيوب تفضل ونسمعو لك ما عنديش اعتراض هيتش حنا الأغلبية فينا مسلمين غابل فترة هيتش لقيش والدينا إكزاكتوم إذن هنا كنفكرون بالعقل كنقولون واش هاد شي اللي جابوا لنا والدينا واش نيت فعلا جامن عند خالق الوجود ولا لو كان وصلوا للخاتمة بأنه هاد شي ما يمكنش يكون ما يمكنش واحد الخالق ستو الخالق ديال الوجود كيف ما كان عرفوه دابا ما بقاش عندنا واحد الإله خلق الشمس والقامرة عندنا واحد الإله اللي خلق مئتين مليار الشمس وربما تلتميات مليار قامرة وكي إذن هنا الفكرة ديالنا عند الإله كتعود صعيبة أنك تآمن بالفكرة بأن هاد الإله بغانا نعبدوه أو لا بغانا نآمنو به أوكي إذن هذي يلا مفيتاسيون اللي كان دور الإخوان أنه يفكروه في الدين بالمنطق ديالهم بالعقل ديالهم وذلك شي هذا ولي كان ما كان لا عداوة لا كفار قاعدك الجاغون وذلك شي ما كانش إذن إلا فكرة تغيف هذا الموضوع ديال العبادة حيث ممكنش أنتك أنت صغير مثلا ما تقدرش تقطع الشانطة بوحدك وتيجي تيقول لك أنت أورادي كتآمن بأن محمد نبي الله بأن الله ولي خلقناه وذلك شي إذن هنا يا أش كنديرو أش كنكبرو كنعود نسولوا نفس الأسئلة نشوفوا ذاك الشي اللي عرفنا من الطقاء في ديالنا واش عندو شي باز ولا غير حيت والدينا مسلمين نحن أخذيناها كمعتقد إذن هذي ستنا مفيتاسيون الإخوان اللي بغاو يمنطق الدين إلا كان الدين ما عندوش واحد المنطق إذن هذي حجة أمام الخالق إلا قال لك عليش كولي أنا دازن ميك سات أو علش ما آمنتيش بي أنا كين وانا استعملت حواص الإدراك ديالي واستعملت الإنتليجانس ديالي واستعملنا كوكب الأرض الإنسانية ديالي واستعملت وسيلة العلم باش توصل لوجود ديالك وموصلناش له هذا غيكون إله تافي إلا ما أعطكش لمويهم بحيلة شي وحدية دخلتي منتدتي لهم امتحان وانتما قريتيهم تشي درس ودخلتي بدتك تعطيهم المات والتاريخ والجغرافية والسيون وشي دك الشي كتبه لك لمنطقية بغيتيني ديال يمتحان خسك تعطيني الإله دبك يسهونك خسكت أمنوا بي وعطينا شي حاجة عطينا شي عقل ولا شي داليل إذن هدو ما الأسئلة اللي كنسولوا ما فيها لعادة ولا غد ينسيني عليك ولا نصد ليك الروم ولا نصد ليك الواليدة ديالاك ممتيني كيفاش قلتين الله موجود؟ إذا شوف أخيه باش نقولك واحد القضية أوكي أوكي دبا باش من هربوش من الموضوع اغتغن ديق موضوع الإلحاد اليوم غادي نضرو على نبوة محمد سمع سمعين نقولك أخويا انا عدتنا ماشي لحت حيتاش أنا قاري بزعف لا أنا لحت علاقة بالضرف تمو حيث علاقة بالضرف كان أطرع ليشي ستون مثل وليدها مثل وليد كيفاش فهم مثل يوم مثل جوش خوتي مثل وليدها فهمت هذا الشي دا كنعود لك موقيتش كنشوف شعر اسمية العدلة الإلهية دماغي لم يكن يتقبل شيئا يعني بأن الله خلقني راحوم وهذا وعليش بتعلاني أنا بوحدي وهذا صاف يبدأ شوانا نقنع راسي لا ما كان يحيط الله كون كان قد نقول اسميتو ونقولوا را ماكاين را ما غاديش يدير فييات الشي هذا بقيت على هذا الحلاشة نعود لك الأخوة دراقه في 2014 و بقيت صافي أنا كان مشلو واحد لكوان تنقلس كنت تسمى بوحدي 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 مالجور وهذا بعد نفسي يترى لي واحد و تتعالي أخوة ديقارة و بقيت صاحبا وأنا برعبخة و ما تسمح لي إلا كدبت علي والله الإخوة دريك انتز من سروالي انتز من سروالي و تتخبط بوحدي قال بوحدي كانت تهز من سروالي تنتز و تتخبط هذي خلاتني برا نعرف برا كان اشي حاجة خلق الهد الكون هذي يقول الاله هو اللي يزك من السروان واتا اشكوه اعرف اخوبي انا بعد ذلك مني كتشوف الفيزيك كتشوف الفيزيك التقوبات ما بقاش لمنطق وادا اداء 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 صدونا مايك ايو براك يرجع لها وهذي ما تكونش الناس هيكون اه اليش رب بيغي ايبغي اهزك من السروان ما فامت ش وشنو الدليل على وجود الرب ال الى هذي تهزك من السروالك تقدر تكون انت اخيلتها تقدر تكون مهر تشنو نعستي شويه وحسيتي براسك تنفطتي ولكن باش تقول رب اذنى مش روالي هذا دليل على وجود الله لم أفهمت إذا أسمحتك كنت ناس كنت ناس كنت تهزيس كنت تكبولي كنت ترفعت واحد لما سافة العالية وانا قلت وانا قلت وانت خبط كنت قلت كنت قلت وانت خبط إذا أسمحتك لي غير واحد تدخل الإخوان من الصباح كنت صنت الأخ أيوب أنا كنت أفهمك وبغيرت أن أشرح لك واحد مسألة بالتدخل للأخ بأن له كيف يقول لك هذا الإله خائب وهذا ليس كيف يتجهد مع الإله هو كيف يقول لك بالله هو هذا الإله الذي تقول لك لا يمكن أن يكون حيث هو خائب حيث هو الإله سيكون عادل لم يجد في المنطقة إنه إله يهضر مع الناس وكل عيوب يأتي النصائح هذا ما يقصد ما يقصد أن أنا كنت تجهد مع الإله حيث كثيرا المؤمنين يقولون هذا هذا جانب لا أعرف الجانب الأخر هذا ما يقول لك أنه أخي أحد صاحب يقول لك أنه أخي أنه الدماغ لكي يكون كئب يقول لكي يشوف يدوه بعض المرة تضربه صورة أخي القرن القتيمة الخمس عشر ثالث عشر كانت تضرب ويقولون جنون الجنة هذا هذا يجب أن يزال في العالم وأن يقليل يجب أن يكون خلل في الدماغ لكي تضربك تصور ويجب أن تصرف لكي تصرف يعني سمعني كما قالت لأختها عدلي يعني أن الله كين تشوف يعني كين أمور ما فهمناهم لكن عدلي يعني أن أنا أنا أعتقد في الدماغ أنه ممكن كان إله أنا ملحد مئة في المئة ولكن أغنوستيك قريب ربو بشوية ولكن نقول لكم على المسألة أن الدين تبين أنه مكدوم أنه بشري سهل السؤال السؤال لا نقول هذه المسألة ثلاثة يعني السؤال إله ما كنت لأي من الأمر صعيب وخاعد لله هنا يقول لك ولكن لن يكون عادل المهم ولكن سؤال هو أديان بشرية أم لا سهل أن كتبين أنها بشرية نعطيك مسألة السي ايوب قال القصص اللي ذكر باسلام منقولة من حضارة قديمة المسيحية واليهودية نقلاتها من عند البابليين والسمرين مثلا معراج كان ربعا لأنبياء قبل الرسول محمد ذكروا أنهم طاروا السماء على ظهر دابة مثلا قصة موسى نقلاتها من قصة سرجون الأكادي واحد أخر سيقول لك هذا شيء غير كذوب وهذا شيء منقوش في الحجر في ممتع القصص قاعد القرآن رأيها لم تقرأتها غير أسباب النزول لا تلقى هلاش كل آية نزلت هتلقى باللي محمد ولي كيف يدركش انت أشوف أنا ما نقنعكش ما تيقنيش سير انت أبحث على أسباب النزول ما تعلن هتلقى باللي فشسو له اليهود على الروح يمشى 15 يوم ولا شهر ما جاوبه مش فاش عايشة شكفيها انها زنات مع صفوان ما مشاش هر حتى عارفة انها انها جا ضمن الحيض عد نزل الآية ولكن فاش مشاول الغزوة أوطاس وحونين شدو الغنائم عيالات وديك سعاف الغزوة يعني الناس كيخرجوا شهور عام ما كيشوفوش عيالتهم وحشموهما رجالهم شوحدين ماتوا شوحدين رجالهم في الأسر قالوا لي يا رسول الله شوحدين اما هذه العيالات اللي شدينها رجالهم في الأسر حشموه قال لي وحشموهما 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 يقول اللغد لي نزل الآية فاش كيبغي هو الآية تنزل الآية تنزل الآية تنزل الآية وش الشيء اللي كنقول لك كذوب ولا لا يعني باش تبين أخويا باش ما نكترش نخلي الإخوان الأخرين تدخلوا وش بغيت بيين أن وش الأديان كلهم ماشي غير الإسلام أن وش بشرية ولا لا رأى سهل ولكن السؤال دي الإله ما نخلطوش مع الأديان كما قلبي يليغ السؤال دي اليوم هو وش الإسلام وش محمد نبي يعني هضر مع الله ولا لا هذا رأى سهل تبين أنه رأى غير صدقات لها رأى شحال من نبي يخرج رأى إلا يومين هذلك اسمع الأنبياء أوكي نعم مرحبا شكرا شكرا غير باش إلا أبغيت وقعت الدوات القادية دي الإله أنا كنت أنا كنت شخصية ما كنت كنقول آه ممكن يكون إله دي الكون ولكن يستحيل أن يكون إله دي اله دي الديان أوكي وهذا شي يلا دراد بلي قريبا كل شي بقى عنده بينقوصين ولكن أنا باش نفيت وهان سأحط لكم ثلاثة دي النقط وقلوا ليا الرأي دي لكم فيها باش أنه تبت بأن يستحيل يعني شنو بعد إله شنو كنت قصد بالإله يعني هو الخالق دي لها دي كامل يك هو هذا يك مصافحين بها يستحيل يستحيل يكون خالق لهذا الشي هذا اللي كنشوف لهذا الوجود هذا علش هاللولة هي معضيلة الشر وهي اللي اعطيت بها مئتين قويلة دي المثال الأطفال اللي كيتزادوا معواقين ولي كيتزادوا ملاصقين أو إنسان كيتزادوا آلاف الملايين كيموتوا بصرطانات وهذه وما دير اللي يديهم لبرجليهم وهذه قيدوا هذه النقطة هذه معضيلة الشر الثانية هي العشوائية العشوائية وخير ذليل الفياضانات الزلازين الباراكين هي الطبيعة قلتها كتدير فينا مبغات وكتدير فلاصة مبغات قيدوا والثالثة والدرس هذه اللولة العباء دي التخرب هذا اللي ما منطمش الكون ما منطمش معضيلة الشر والثالثة هي العدالة 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 صديقيها كتنفي ما كتنفيش الخالق كتنفي الإله الإبراهيمي رمح يقدر يكون خالق لا 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 اسمح لي خالق خالق يعني من اللي تتخلق أنا نقول لك أنا نقول لك هذا دورتها في دماغ هل تقول لي أنا أضوات في دماغ ممكن نقوله ممكن نقوله ممكن نقوله ودك السعادة اللي غديري انتهك كما تقول معضيلة الشر والعشوائية والعباتية والعدالة ما زال كتنفيه إله الإسلام يقدر يكون اللي يخلق هذا شيء ما عاد كيتعلم يخلق كي يخرب كي يجرب هنا وهنا يقدر يكون شرير يقدر يكون غير عادل إلا أنت ما نفيت الخالق بمرة أخرى بصيفة نهائية نفيت الخالق بالصيفة ديال نحن 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 أوكي ما كان مشكي مقبولة مهم تلزد نقاطع أنه ما يمكن خالق ما خالق اللي هو حيث أنت فاش بديتي يقول كل شي يقول بإن يقدر يكون إله ولكن لي الإسلام ولكن أنا يعني نفيت يكون خالق بصفة عامة ومن اللي أعطيتي الأسباب هذو أسباب يطعنون في الإله هذ الإسلام خالق هذا اللي سيتعلم ما تسمع خالق دابع دابع في نظرك هذا شي واحد دار شي هذا كامل هذ شي عادي تعلم نحن ما نتشف هذا اللي خلق كدير وش نبغى كين احتمل أنه يكون بزاف تشاركو في الخلق كين احتمل تكون أن أنت اللي خلق كين احتمل يكون هذا خلق ومات كين احتمل يكون عاد كيكمل الخلق ما زال ما كم مش كين بزاف ديال احتمال هذا غير هو اكبر غلطة هو هذ كلمة صديقي اكبر غلطة هو هذ كلمة ديال الخلق شن هذ خلق وي صنع ورع العلم وانت شهد تليفون ده بتصدر معي كل كل وكل وفقنت وتنهض رؤى هذ شي هدم آمن بهذا علم وتنجي تقول يا خلق شن يا خلق زماج جاء وحطنا آدم والطين والغيص وكذا وكذا شن هذ لا إلا بغينا نرجع العلمية نرجع البيك باند والضر وهذ الشي وهذ المسبب الأول يقدر يكون شي واحد قدر يكون إنسان دكام لغيش شوية غيش عشرا في المياه حسن من النار يقدر يدير شوية هذا مش هو الموضوع حيث الناس فينا تعطي بس دوات القوصة لأنه مش هذا هو الموضوع أنا أعطيت موحطة بغيت نرجع لأييوب على القضية اللي اللي هي فاش كتوقع شي حاجة خارقة ديما كنسبوها للإله حيث الغلط اللي كنديرو وجود الإله كنديروه كمعطة كنطلقه منه مش نتيجة كنوصلو لها كوكن أيوب معمرو ما عرف شي حاجة اسميتها إله وخي تزمسر ولو ويطح ما يقول الإله دارها ما غيقلب لش سبب آخر ولكن تكبرتي مغمص في أن وقعوا بزاف ديال الحواج ودرنا تجارب تكتشفنا الإله مش كبرنا كنعبدو الإله وكنعرفو الإله وكننسبو له كل شي هذا هو الغلط اللي كنوقع في داب أنت أي حاجة توقع أتنسب الإله أوطماتيك مما حيث ما عندك شي حاجة أخر إله لها هذك شي اللي تعلمت ومع الأسف ماش هذا صحح الإله اللي جات به الديانة كلها لحد الآن ذاك المواصفة اللي أعطونا عليه اللي كتب تحل الكتاب أو تقرى السيرة أو تسمع لهذا اللي يدعي أن نحضر مع الإله كتب آية ركيكة في القرآن ومواضيع بس لك يحضر كتب وي واش الإله اللي مصعوب المجرات وكتب يقول عبد الناس اللي خمسة اللي ربعة ما يمكن ش اللي يدخل معك في الحوار فهنا كن في وإذك الإله اللي جاب إبراهيم وجاب محمد وإذك اللي مور عك نحيد ولكن ما زال بغيت زيد تقلب شكو نخلق نكمل هذا اللي وقفنا عنده غلط غير زيد تكمل قلب على شي إله إله هنا في الغرفة والأصديقة اللي كن نعرف بعضياتنا مش يدو الموضوع اللي كن حيث ما ما غنزيد وما نقص إله عرف إله هكين ولا ما كن حنا كبرنا في واحد الإكريولوجية في واحد الاعتقاد كي تداعي أن نعيش بوحد ثقافة عاش بها عدنا سدي 1400 عام خصنا نعيش بها حنا عام 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 فكرة فاسدة هاد شي اللي كن نقشوه هاد اخوة متفق معك انا متفق معك انا متفق معك انا متفق معك نقوله قحنا ولا ان تنزل علينا ولا ان والله انساله هدو كباش هدو كباش وما عارفين ما عارفين هدو كباش ما تنزل عليهم راسول وما هذا هدو كباش حتى هدو كباش 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 محلين ايوه طلعنا لا اخ ما اشكلمش تفضل ام ما ديرش اسمي مرحبا 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 انا بغتش نعطي غير إذا عمل إيش باجع الوجود الإله وش ممكن أعطيه ولا لا لا غضب لا خليه نسمعه خليه عن سمعه تقدر تختصر في وجود الإله بجملة واحدة واخا واخا أنا غا نقول لك وش قدر الإنسان البشري خلق لنا أو يصنع لنا إنسان البشري بحلو بحالنا بالدماغ بالليد بقلب كل شي جاوبني أنا كنت حدى أن الإله يصنع عدو بابا أنا كنت حدى الإله اللي هو خلق هذا الكون هذا كامل يخلق عدو بابا عدو بابا يخلق لا لا باش عرف شيرا هو اللي خلقها كيفش باش عرف شيرا بين أنا دا باتنت حدى يخلق لي يدبانا ولنا موسى أصغر كائد مخلوق على هذا الوجود هذا هذا الإله صحب يا وكا عند الحال دا بك أنت حدى يعود لنا يخلق لنا غنى موسى يلا أصغر كائد مخلوق على هذا الوجود هذا أول جاوب لا أصغر كائد مخلوق على هذا الوجود لا أصغر كائد مخلوق على هذا الوجود لا أصغر كائد مخلوق على هذا الوجود هنا يمكن أن نطرحوا السؤال تقولوا ما يمكنش هذا شيء ماشي منطقي واحد الإله أشنا هو سبي النساء سبي النساء شر أشنا هو الغزو الغزو شر أشنا هو الغتينام الغتينام شر ما يمكنش واحد الإله يديه الشر إلى واحد الإله غادي يفجبنا واحد الدين هذا الدين خصي يفصل ما بين الشر والخير دكشان لش كنجي الأديان ولكن فش كنجي للإله ديال الإسلام كنلقوا بأن هذا الإله تقول لنا والمغيرات سبحان أجمع للناس صباحة بكري إذن هنا كنقول وخا عندنا إعجاز علمي وخا عندنا أدلة البلاغة ديال الرسول وخا عندنا أن أبو لهب وخا عندنا جميع الأدلة كي يبقوش يحويش خرين لكي يقولون نتاني العكس را ما يمكنش هدي يكون نبي الله دبا ما تلوموش واحد الإنسان اللي عنده هذا المنطق حيث هذا المنطق مقبول مقبول عند كافة الناس أنه واحد الإلهي زي يقتل الإنسان السبب من الأسباب ما كي همناش اشنا والسبب ولكن تقتل الإنسان إذن إلا قتلت الإنسان هذا فشل ما قدرتش توصل لي الرسالة ودليل على أنك فشلت وهد المنطقة داكي خاجنا السؤال واش ممكن الإله إهز صيف على الإنسان عن طريق محمد أو لا عن طريق موسى أو لا عيسى واش خالق ميتين مليار مجرة غادي تجرأ وهز صيف على واحد الإنسان يعني فش كنقلبوا الدين كنلقوا فيه شي حويش تتقولوا كنحاولوا المنطقهم وتنقولوا بأنه وكين واحد الله ولعطانا العينين ولسانا والشفتين ودك الشي وجبنا الإعجاز العلمي ولكن دلوت خكوتي كنلقوا بأن هذا الإله دا شي حويش لأكغوية يعمل أوكي احتى من ناحية فش كان هدروع الغانيمة كان هدروع الغانيمة واحد الإله يغتنم كيف ما دون نفسه ما الإفريقيا إله يغتنم أشنا يغتنم كيدخل على شي ناس وكيسرق لهم المتاع ديالهم ربما كان عندك وحد الإله خالق الشمش القمار ولكن الإله لك داب وعندنا مئتين مليار مجر والليلة عندكم إله خاص بكم في الأرض ديالكم خاص بالأرض والقمار وذلك شي اوكي إذن هنا معضلة مش المشكلة خوية لو بوان ما عارش عاش كدهو بوان ليش ما تسميش رأسك بوش عيب مثلا علاش بوان كدتعقدو بنادم ها صاحبي اوكي بغيتي تفلسف ما تفلسفش على هذك لو بوان ديالنا بوان بغيتي تفلسف هو أقول يا كيفاش واحد الإله غادي يجيس بين النساء كيفاش واحد الإله تيقول الراجل يضرب المرأة كيفاش واحد الإله تيسب الإنسان كيعيره كيفاش واحد الإله كيسمعه داخل حياة ديال الرسول عسمعها دي والله يسمع تحاورك يعني كين مزاف ديالحويش في الإسلام لدليل قاطع مثلا انتم كتقولو كين أدلة قاطعة على نبوة محمد احنا كنلقا أدلة كتيرة وأكتر قطعية من الأدلة اللي جاب لنا وشي حاجة لي ما عندهاش واحد الجواب شي حاجة لي كتبقى بوش باي ما كتقداش تجاوب عليها مثلا المسألة ديال العبودية ما عندهاش شي دريعة شي تخريج شي تزقيرة ما عندهاش والو ما يمكنش واحد الإله استعبد الإنسان أدل قيب في فاقشنا والهدف دياله للواقع ديالهم أنا دا كله كانت حرب ولما كانتش حرب أنا ما كتدخلش ليهان الفكرة ديال واحد الإله يستعبد الإنسان كيكون واحد الإنسان حر كجميع الكائنات ما كيش شي كائن حي تقرب ليه ما يبغي شي يعلق حي النباتات جميع الحيوانات الطيور لزان سيكت شني ولا الدبان أي واحد كتهدد لي الحياة دياله كيعلق وقد جيت الإنسان وبغيت تتحرمه هذا خالق الوجود وبغيت تتحرمه من الحرية دياله هذا أنا كيقل وخجب لي الجانين بالصح سيونتي فيكما وخجب لي هالتيك توك مكتوبة في القرآن شي لقري التيك توك مكتوبة في القرآن وبأن الشنا وهم اللي غدي صوبوا وبأن مع 98 و3 دقيقة غدي يكون مريح في تيك توك غلوري وهيشام وبرمم مكتوبة الشي في القرآن 1700 سنة دي ما خدي بقى عندي السؤال علاش غدي انتت هالصيف على الإنسان علاش هالصيف على الإنسان وفاش كتسولك يقول لك العبادة ديالك ما عندها حتى شي قيمة كتقول لي وانت ثبيتي ودخلتي علي وهجمتي علي وكتقول لي العبادة ما عنداش قيمة اذا كانت العبادة عندها قيمة انا اعتقد هذا اللي العبادة عنده قيمة ره ما شي هو خالق الوجود فاش تقرر القرآن كيبلك بان كين وحد وحد الربح كبير من هذا اللي كيهضر كين ممكنش نطبقه على الإله ممكنش نقوله بان الإيمان والعبادة ديال الإله فيها وحد المصلحة انك خوية وحد المصلحة ان ان ما تقدرش تفكر فيها ان وحد الإله بني الجنة وبني جهنة معلاش غير الحاجة وحدة هي باش يشوف شكون يغادي آمن بيه وكيجي المسلم ويقول لك الإيمان ديالك والعبادة ديالك ما كتسواتها شي حاجة إلا ما كتسواتها حاجة إذا ما عندك ش منطيق انت عندك الدماغ ما كين ش البلاسة عندك خاوية القلق أن الإله مش مهم عنده الإيمان مش مهم نعم مهم مهم بزاف روصلت لدرجة أن كليتي كتقتل وكتسبي وكتاخد لي الأخيرات دياله وكتاخد لي الأرض دياله وكتشرد يعني كتضوق دك الألم دك هذا ما يمكن ش يكون إله أم بوسيبل وهذا ولك نهضر عليه وهذا وعيش كنقول أين تكمن خطورة الإسلام في نظر كم عفت علاش حيث وصلنا نحن already وصلنا الخاتمة بأن الإسلام مجرد وأعادها صلى الله وقالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات مجرد 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 تقاف قريش هذا هو الإسلام إذن إلى الإسلام مجرد تقاف قريشية وهالتقاف القريشية كالتعامل بها دابا إذن أوتوماتيك ما ستكون خطيرة عليك ستشكل لك واحد الخطورة رأى مجرد تقاف سكن في القياطن أوكي ما وصلوش للرومان ولا البيزنطيين ولا اليونان ولا البابليون ولا الفراعين ولا الفينقيون ولا القطاجنيون ولا الفارسيون ولا الصين ولا الهند تقاف جد 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 متخلفة تقاف بداية بداية بمعنى الكلمة واتشاك نجعل التاريخ إلى قرية التاريخ للإسلام كيبلك بأن الناس كانوا مساكن مكملين علاش مكملين حيث ما عندهم مش الماء أوكي إلى شديتها التقافة وتبنيتها كتقافة هذا شدينا تقافة قريشية هذا والإسلام الإخوان شدينا ما هي التقافة القريشية التقافة القريشية هي واحد البيئة صحراوية فرضات على شناس يعيشوا بواحد طريقة معينة البيئة أوكي يعني أن الدين نسبي عنده علاقة بواحد نسق معين هذا هو الدين الإسلامي شناس كانوا يعيشوا في الصحراء البيئة قلت ليهم هكيف هش غادي تعيشوا هاش غادي تأكلوا هكيف غادي تشابوا ها بين غادي تسكنوا هكيف غادي تجوجوا هكيف غادي تطلقوا هالقيمة دي المرأة قاعدك شلي عنده علاقة بحياة الإنسان البيئة هي اللي ملات ها عليهم ده بتخيل بأنك شديتي رك ممشيتيش عند اليونان ممشيتيش عند الرومان ممشيتيش عند البيزنطيين ممشيتيش عند البابليون ممشيتيش عند الأزدك المايا الإنكا قاعدوا كالحضارات ممشيتيش عندهم عند من ممشيتي مشيتي عند شي ناس بؤساء مشيتي عند شي ناس لمقهورين ناس الله كي حاولوا يعيشو را ما يمكنش تكون جعان وعدشان وغادي تبني حيط را ما غاديش تبني حيط خسك تتأكل وتشرب عاد غادي تكون عندك لين يجيب تبني حيط هذا هو المستوى دي التخلف دي الناس دي القريش فاش كنقول قريش يعني الرسول الصحابة وقاعد المجتمع اللي كنعرفوه لاش ديتيها التقافة وتبنيتيها وحاضرة معاك دابا وكينا في الدستور ديالك دابا وكينا في المعاملات ديالك كينا في المجتمع ديالك كينا في الأسرة ديالك إذن هنا يخص نحن نتسألو نحن نحن نبدأو نحن نقول أوكي عندنا واحد القضية المهمة عندنا وحد تقافة قريش يدست عليها 1400 سنة لا علاقة لها بالبيئة ديالك واتسو ايفر نحن نعيش في شمال إفريقيا عندنا على الأقل 5 ديالك كبار سؤال أخي سؤال تسنى عندك تتم الكلام ديالك 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 خليني نستسلو دابا عندنا واحد من الساعة قبل ما غير يسين يعني واد دابا التقافة دي أولا سنعرف مع من كانت تعامله أولا كانت تعامله مع التقافة أوكي أنا أعطي له ديالك واحد سنسل ربما كانت تعامله مع التقافة أشن هي التقافة هي لك تخلي الإنسان إنسان هي لك ترجع الإنسان إنسان إلا عندك جوج ديال الخوت ديجيمو تزادو خوت ويميين إلا واحد فيهم عاش في المدينة والأخو عاش في الغابة إلا دا 16 عام غدي نمشي عند هد أكل في الغابة غدي يلقاه وحش غدي يلقاه كيعرف يتعامل مع الكلاب ولكن ما غدي يفهم الإنسان ولمش نعند ذا الإنسان اللي تزاد في مجتمع ديال الإنسان غدي يلقاه إنسان إذن أش ناول الفرق بين هذا الجوز هو التقافة دابا سنعفو مع من كانت عاملو فاش كنهضرو على قريش فاش كنقولو حيط السيلين يعني السقف ديال ديال كش لنقدون هدرو عليه هو نسميهم ناس بدائيين ولا سميناهم ناس بدائيين إحنا راه كبرنا به أش هو واحد الإنسان بدائي واحد الإنسان بدائي هو واحد الإنسان مثلا اللي كيعيش في الغابة الاستوائية فاش كاتمشي للغابة الاستوائية في أكتر من ميات قبيلة بدائية أشنهاي قبيلة بدائية ما كيعرفش هو الحكومة ما كيعرفش هو المدرسة ما كيعرفش هو الدولة ما كيعرفش هو طنوبيل ما كيعرفش شي حاجة لولث نس ما عندهم شو ما عندهم مش خريطة ما عندهم مش باسبور شي ناس عايشين فری هاد modeling هادو كنسميهم بدائيين ولكن عندهم الماء عندهم البهي عندهم الحيوانات عندهم الطيور عندهم الحشرات عندهم الحيتان عندهم عامرة الدنيا بالماكلة هاد الناس احنا كنسميهم بدائيين را قلت لك يا صاحبي انت اخسك تنزل هكا تطلع كتبو زبني يا صاحبي هادو كنسميهم ناس بدائيين اشنا هو واحد الانسان بدائي واحد الانسان بدائي هو واحد الانسان اللي ما يمكنش تستفد منه علاش حيت بدائي علاش سمتي بدائي حيت انت افنسي عليه اذا انت مكتحتاج من عنده تشي حاجة هادا هو واحد الانسان بدائي هاداك الانسان اللي كيعيش في غابة الامازون هاداك الانسان هاداك انسان بدائي اشغل نسميه شناس اللي كيعيشوا في الصحراء بنفس الكنديسيون ولكن ما عندهم لا طيور لا اشجار لا خضرة لا نباتات لا فواكه لا حشارات لا حيوانات لا حيتان لا شيء اشغل نسميهم واش دبا عفتو ما من كانت تعاملون هنايا على اش كانت حضروا دبا هذا التقافة يعني الطريقة اللي كانو كيتجوجوا بها طريقة اللي كانو كيربيو بها ولادهم طريقة اللي كانو كيتعاملوا مع الجيران ديالهم مع أخوتهم مع النساء ديالهم كيفاش كانو كيبيعو وشريو كيفاش كانو كيفكرو كيفاش كانو كيحسو هذه الطريقة والتي عندنا مقدسة هي أعظم حاجة في هذا الوجود وهذا شيء نعرفه نحن كم غاربة بأنه أعظم حاجة ندينوها فهذا الوجود هي نحاوله ما أمكن نكونه بحال محمد محمد هو عشر على عشر نحن عندنا الدين دينا كيقول لنا بأن محمد عشر على عشر حاوله تكونه بحاله هذه تسمى السنة النبوية وش عفت ذو بفين كينا الجرافيتة دي المشكيل هنا يا أنك شديتي واحد تقافة أقل ما يمكن أن يقال عليها هو أنها تقافة بدائية وش رحنا قلنا بأن نره ما يمكنك أن نعطيه هذا الكونوتاسيو دي البدائية حيث كينا الناس بدائيين لعندهم موارد العيش موجودة لحقاش موارد العيش هي اللي كتعطيك لدغري دي الإنسان يلي فيك انت حيث الإنسان يا دي دي دغري يعني دي نيفو لافوز أوكي إذن البيئة ديالهم صنعات منهم واحد تقافة قدوا نقولوا وصلة تل وحشية را كنسمعو مثلا وحشية بمعنى الكلمة را كنسمعو هند بنت عتبك لك الكبدة دي الحمزة إلا هذا الشي ما كيعبشنا كيعبرنا على هذه التقافة كيف نوقع في الجزيرة العربية الجزيرة العربية كانت في أكثر من 800 قبيلة أغير باش نحطوه مع من كانت تعاملو هذا الشي كان نبقى ونعودو هاد نفس الخطاب مرة كنطلو عليه منه مرة من الجيال أخرى كنعرفو مع من كانت تعاملو را كانت تعاملو مع التقافة التقافة هي أساس الإنسان إنسان بدون تقافك يعود إنسان حيوان حسنا نعطو لهذا الموضوع أهمية حسنا نعرفو أشن التقافة دينا اللي إحنا كانت تعاملو بها دابا كين في هاشي حويش بغينا نعرفو منين جاو عرفنا بأن أطر علينا الغرب عرفنا بأن إحنا أمازيغ عندنا التقافة الأمازيغية دينا اللي عندها علاقة بالوديان وبالأنهار وبالجبال وبالسؤول وبالفلاحة وبالزيت العود وبالأرجان أوكي ولكن كان واحد العنصو في التقافة دينا اللي مهم في التقافة دينا وبغينا نعرفوه وبغينا نعرفو مناش مصوبة هاد واحد البورسون في التقافة دينا وانتو ما تحكمو أشنا هو البورسونتاج ديال هادتقافة في التقافة دينا المغربية مثلا ولا الزيرية ولا التوانسو اشنا هي التقافة عندك الجزيرة العربية الجزيرة العربية كانت فيها كتابة من 800 قبيلة اوكي حاولت تتوعب اوكي حاولت تتوعب الجزيرة العربية الجزيرة العربية اشنا هو هي واحد الأرض قاحلة كلها صحراء تخيل بأنه كانوا قبائل كيعيشوا تمات 800 اش غادي تدي غادي تحييض موارد العيش ديك علاقة الإنسان بالأرض كتضرب دين مفزيره ما كعاوس شواء غادي مشي نحرت هاد الكلمة ديال غادي مشي نحرت ما كيعرف هاش ما عندو ما يدير بها حيث ما يمكنشي حرت حيث ما عندوش المي لا ما عندوش الماء ما عندوش الأرض خصبة ما عندوش الأرض خصبة ما يمكنشي حرات إلا ما يمكنشي حرات إذا ما يمكنشي سقي إلا ما يمكنشي سقي إذا ما يمكنشي إزراع إلا ما يمكنشي زراع إذا ما يمكنشي جني أشنو هذا عطتنا واحد لمجتمع فقية جدا الأرض ما كتعطيك تاشي حاجة دابا الأرض ما كتعطيك تاشي حاجة منين غادي تعيش إلى الأرض ما كتعطيك والو قد دور في خوك الإنسان أوكي قد تمشي عند الإنسان قد تسناه تشوف أش عنده إلا زرع شي أرض قد تمشي تسرق ليه ذاك الشي اللي كي يجني هو إلا هو عنده واحد الواحة ودير فيها شوية ديال قد هجمع ليه قد ديليه ذاك الشي اللي عنده أو لكي يكون ديس واحد القافلة غادي بالعائلة دياله والعمام الخوال كلهم جمعين وغادي من واحد الواحة وحخرق رحلة الشتاء والصيف لإلا في قريش أوكي ده بعدنا 800 قبيلة في الجزيرة العربية ولكن الأرض بخيلة ما عندها ما تعطيك إذن أشغد يوقع تقافة ديال الصرقة تقافة ديال القتل تقافة ديال السبي أوكي يعني كتبني تقافة حربية علاش حيث المسألة عنده علاقة بحب البقاء أنا وبعدي الطوفان أنا خسن نعيش ودك شلي كانو كيديرو كانو كيهجمو على شي قبيلة كيلقى بنادم ما عنده والو علاش حيث الأرض شحيحة ضانينة باخيلة ما كتعطيك والو بنادم ميت كتهجم عليه ما كتلقى عنده والو كتقول لي بغيت نسرقك ولكن ما عندك والو ولكن عندك ثلاثة البنات أنا خسنين نعيش رامي ممكن شراء ثلثيام أدونا كانت سننا فيكم الدوزو دابرة خسنين أخذ لك البنات ديالك نبيعهم باش نشري شي حاجة ناكلها وهذا هو المنطق لكي بيينهج الشي اللي يوقع في الجزائر العربية اللي عنده علاقة بالسبي مثلا فاش كي يقول لك اطعام ستين مسكينا أو عتق رقابة اش كتعني هادي كتعني لكي فالانس اطعام ستين مسكين أو لا عتق رقابة أو بيين يعني كينا ستين مسكين كتدير ايقال ولا كتدير ايقا ايكيفالون كتدير حشاطة وفوق واحد الموجة ايكيفالون اطعام ستين مسكين دابعي لك تي كتوكل كل مسكين كتوكلو مثلا كتشيلي قرعة ديال كانطة ديال المناطا وكوحدة ديال سيفيانا ونص محراجه نقولو كيطلعوا عليك بعشرة عشرة درهم أوكي دابعي اطعام ستين مسكين هي عشرة دربة في ستين هي ستمية درهم ايك اذا الاش دي تستمية درهم ومشي تلصق اني خاسر غادي تلقى امويا العيالات كيتباعوا بستمية درهم واش فهمتوني يا الاخوان ولا ستين ستين درهم يا ما عالش حال واش فهمتوني المرأة اصبحت عملة انت في المغرب كتباع الزيتون تيقولك اعطيني قربة ديال الزيتون او لا اعطيني شواري ديال الزيتون او لا قربة ديال السردين تم في الجزيرة العربية ولا ت كونسي يعني امويا ديشانج علاج حيث كانت ثمانمائة قبيلة والارض ما كتعطيهم موالو باش يعيشوا اش داروا بدو كيبيعو كيشريو في الباشار عفنا هش داروا تقافات خرين اوكي ولكن ما كانش نمط عيش ديالهم اخسكم الاخوان ديروا في دماغكم باش كنقولوا ستمية ثمانمائة قبيلة اخسكم تحطوا الفكرة في دماغ كتحط قيطون ولا جوج ديال قيط مجموعين وقدرب واحد عشاء كيلومتر وكيبان لك شي وقدرب خمسة كيلومتر على ليصر كيبان الناس هدا وهد شي لولا خدام ولا تقافة حربية تقافة همجية راه مايمكنش يكون نمط العيش ديالك هو الغزو راه مايمكنش يكون نمط ديال العيش ديالك هو الغزو يعني مورد العيش ديالك هو الغزو مايمكنش كإنسان مايمكنش حيث غادي تحول من إنسان غادي تولي وحش وكي وهد الشي اللي وقع في الجزيرة العربية أن هدوك ناس ولا وحوش وكي أش كندير دابة كنحاول نشوف أش هو معامل كانت تعاملوا هنا باش فاش نقول أوكي هدوك عندنا دابة في الثقافة ديالنا عندك ساعة غادي يقول أوه هدوك كان في الجزيرة العربية وش حاجة بصراحة كلها شرور يعني تش حاجة فيها ممزي أنا إذا تعيش في واحد البيئة أن الأرض ما تعطيك ولو الدليل على ذلك فاش كان قرأ السيرة النبوية مع ما نسمع كلمة المنجل أو كلمة المحرات أو كان يحروت أو كان يسقي أو كان يزرع أو كان يحصد أو كان يجني يحصد يحصد السيرة النبوية السيرة النبوية في واحد العنص هو ساكري هو محمد أش داره ما قالوا ببقى أن هذا محمد إليه ساكري إذا يحصد نكتب الحياة دياله وحياة ديال الصحبة دياله وفعلا هذا ما داره في السيرة النبوية العاطرة كتبونا كل شيء عن ديطاي من نقلب ندوك لديطاي ما القيناش فيهم كلمة الفلاحة ما القيناش فيهم كلمة الزراعة ما القيناش فيهم كلمة السقي ما القيناش فيهم كلمة المحرات ما ما نسمعنا الرسوم شي خدم شي حرة الأرض ولكن بن عدم مجوز تسعود ديال العيالات أبو بكر مجوز شي خمستاش والعشرين عالية عندو شي ربعين عتمان عندو شي مليون أنا معاف سعد بن أبي وقاس عندو معاف شهال زبير بن العوام عندو معاف شهال بوش عايب المعطي كل شي مجوز كل شي نكتو كتعيش عشر سنين عودتو لنا كل شي أنضي طي عشر سنين كيف مشكنتو كتعيشو إذا أنتو ما كتو كتعيشو على حاجة وحدة هي الغزو كتعيشو على الغزو بطبيعة الحال غدي تعيشو على الغزو حيث كتعيش في واحد الأرض قاحلة قاحلة إذا ما يمكن ش غدي تعيش من غير الأرض الأرض هي المصد دي لك الواحد ولا عندك ألترناتيف ألترناتيف وحدة هي أنك تمشي تسرق الآخر ها التقافة هذي هي اللي عندنا دابة في المجتمع ديالنا في المجتمعات ديالنا هذي رح مسألة خطيرة هذي ما يمكن ش تكون عندك في المجتمع ديالك وتقول لي مخسنش نبحث نقلب على الأضرار ديال ها التقافة غتقول لي نو 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 تقلب على الأضرار ديال ها التقافة علاش حي تنمط هذي الفكر هو وليد البيئة الفكر في حد داته وليد البيئة هذي البيئة ممكن ش خاطئ تتعطينا فكر علاش حي تنقص ها ل نفسي سي المونتخ بش تعطينا شي حاجة اللي نقضي وحنا نستفد منها هذي شي كانوا يعيشوا قريش ربما كانوا تعيشوا الإنسانية وربما ما عمر عشتوا الإنسانية أنا ما كان اعتقد شي إنسان غادي اختار مش يعيش في الصهراء لماذا عندك 70% من لوكوغ ديالك مصوب من الماء الماء is everywhere فيما كدركت القلمة إذن ما يمكن انت اختياريا غادي تمشي تعيش في الصهراء إذن في الثقافة تجيبون من عند شي ناس كانوا يعيش 800 قبيلة في الجزيرة العربية هدو هما الناس اللي جبنا من عندهم الثقافة ديالنا هدو هدو هما الفونداسيون ديال الثقافة ديالنا هما شي ناس يعيشون على القتل والدبح ناس متخلفين ناس همجيين ناس بدائيين وصلوا حتى المستوى الوحشية أوكي وبطبيعة الحال أعطونا واحد الإله اللي يشبه لبيئة ديال أعطونا واحد الإله اللي يشتم الإنسان ويتحلف على الإنسان ولي في المستوى ديالإنسان بحيلا الإنسان وزن الريشا والإله تهو ولت ووزن الريشا يعني نزل هذا المستوى بدك يتعير مع الإنسان وتقولي أنا وعر عليك في البلاغة واحد خالق هذا الوجود تقول الإنسان أنا وعر عليك في اللغة أنا عندي البلاغة واحد الإله اللي خالق واحد جهنم ويحلف حتى يعمرها بالباشر هذا إله مريض الإخوان مريض مريض إله تيخلق لك جهنم ويقول أستاذك جهنم أنا حالف حتى غدين عمرها إذا نتوش قتلق شي لده في العذاب دي الإنسان طب الحال ستتلقى في اللده حيث تنتج من واحد الواقع اللي تلد بقتل الإنسان والسبي دي الإنسان حتى أصبح السبي والعبودية وضرب المرأة وقع هذا مقدس حيث البيئة اللي فردت هالك أنا ما كان عاش أنا واحد الإله قريشي أنا أنا ما كان عاش واحد الإله صحراوي أنا كان واحد الإله اللي كيسب النساء كان رفض ها كان رفض واحد الإله يكون بهالطريقة هذي هذا إله سادي كون كان عندنا إله أمازيخي ربما ما غدش تلقى فيه هذ هذ الوحش يلي في هذ الإله للإسلام أوكي إذن رب ممكنش نعيش في الواقع اللي كنعيش فيه دابا أوكي ممكنش نعيش فيه وحنا جبنا الأسس ديال التقافة ديالنا جايبينهم من عندش ناس يعيشون على قتل الإنسان والسبيل الإنسان وبعيه في الأسواق أوكي راه هذا هو هذا هي المعضلة راه ممكنش يكون عندك هذي بحال شي بحال جبتي شي حاجة شي سراطان وحطتي في التقافة ديالك عليش حجبتي واحد التقافة ليش رحنا أقبي لك أنها التقافة ماشي بدائية التقافة هذي وحشية وفين ضراتنا جاتنا المجتمع جاتنا النوات الكنه ديال التقافة ديالنا فاش نشوف المعاملات ديال بو الوليد والواليدة ديالي فاش نشوف العلاقة بناتهم تنقول لاشي تكت ديال العلاقة ديال الوليد ديال مع الواليدة ديالي لاشي تكت ديال هو محمد هنا يكن نقول أوكي سمئن اس برونك كين واحد الخطأ كبير في هذا الشي هذا ميمكنش نجيبوش ناس كانوك يعيشو في الصحراء التقافة ديالهم عدقاح لا جافاش شحيحة ضانينة بخيلة ما كتعطي والو أنا ميمكنش نجيب هذاك الفكر ونعيش به إذن لاش تبي عندي جوج ديال يا إما ما غادي شي أتر علي يا إما ما غادي أتر علي نيغاتيف ما باش غادي يعطيك شي حاجة بوزيتيف نساها يا إما غادي خلي يعني غادي خلي المسألة كما هي ما غادي شي درك أو لا غادي درك نيغاتيف حيث ما يمكنش غادي يعطيك شي حاجة بوزيتيف شي ناس كانوا كيقتلوا باش يأكلوا ويشربوا الهدف دياله هو يأكلوا ويشرب وباش يأكلوا ويشرب خصو يقتلوا واحد الإنسان هذا أنا كنحكم عليه بأن ما غاديش نقلب واش جاب لي شي حاجة بوزيتيف غادي نكون سيغني أنني نقلب واش جاب لي واش ما درني تفشي حاجة أو لا درني نيغاتيف إذن هنا المنطق كيخدم أوتوماتيكم غادي نقول أنا ما يمكنش ما يمكنش هذا الإنسان الوليد ديالي كيعمل الوليدة ديالي شيئا ما بالطريقة اللي كان كيعمل بها محمد الأزواج دياله إذن أوتوماتيكم أهفتو أسوم جدو أسومي أن هاد الاله هاد 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 تقاف ديالي غادي نيغاتيف أنا جدو أخسن ديالي يلا باز أن أخس غادي نيغاتيف مو أخس جدو أولا جايا من عند قريش أشنا هي أرض لا تموت للإنسانية بسلا باش كنها دروع الجزيرة العربية الجزيرة العربية لا تموت للإنسانية بسلا باش تكون عندك الإنسانية عندك دي كونديشيون تكون عندك دي كونديشيون دي في فا غابل عاد كدخلك للإنسانية انت كتبقى إمتى ولا الإنسان إنسان هي فاش بعد على دك 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 شبح ديال الموت هي فاش ولا الإنسان إنسان الإنسان فاش كيكون قريب للموت ما كتخج منك الإنسانية أنا نحط حداك مك ونحط تغرق والوقت اللي غتغرق غتشد في الوالدة ديالك بل هل يطر هيليك وغتي تغرق هيا باش تبقى أنت يعيش أو لبنتك أو لأي واحد علاش حيث الإنسان آناني بطبعه أنه وخص يعيش ما كيهم واش يعيش ولله علاش حيث عندنا غريزة حب البقاء فهمتي تقدر تعيش دابة 80 عام ويجي يقول لك غدي تموت سيما نجاية ولكن إلا عطيتي حياة كلها نزيدك شهر تعيش وتعطيها علاش بس تعيش شهر هذا هو قيمة الحياة عند الإنسان أوكي أوكي إذن بغينا نفهم هذا شير كي حاولوا وقع الإخوان يشرحوا لنا وكي حاولوا يشرحوا لكن ما كيقدروش يدخلوا للعمق فاش كنسمعوا العاصيد عاصيد كيهدر ولكن ما كيقدرش يدخل لك لهذا البيئة هاد البيئة معروفة وجميع المفكرين اللي فكروا في الدين وكتشفوا بأن الدين خرافة وبأنه مجرد ثقافة ما قدرونش يدخلوا يهضروا لكم على محمد وهذا شي اللي كان يهضروا عليه الثقافة دي المحمد وين عطوا point two محمد يعني تقول محمد ماشي تقول ليا الأئمة وذلك إذن سنعرفوا بأن الثقافة دينا واحد العنصر كبير منها فاش كتقول ليا أن منظومة الزواج يعني الزواج بمعنى التناسل ماشي ماشي بمعنى هل تطيق الوطن بمعنى التناسل أوكي فاش كنقلبوا منظومة الجواج كنقلبوا بأن it's been hijacked يعني تسرقات hijacked يعني تسرقات يعني أن الثقافة القريشية هيمنات على منظومة الزواج فاش كان كدي زواج اللي كيهدر على الزواج كيهدر على العائلة كيهدر على الأسرة كيهدر على المجتمع ككل هاد المنظومة دي الزواج داخل فيها الإسلام إذن إلا داخل فيها الإسلام إذن خصنعفو أشنا هو الإسلام وهذا هو الإسلام الإسلام تقاف قريش هي محضة قاعد كش عنده علاقة بالفقر عنده علاقة بالحاجة انه واحد الانسان يعاني واحد الانسان عنده فقر في موارد العيش قاعدك شي كلك يعبر وباش كنعرفوه كنشوفو هادو كل ناش كنشوفوهوم كنشوفو اشنا هم الاماني ديالهم كنشوفوه فاش كتعطيهم الفوصة باش يخلقوا واحد باش يخلقوا واحد السيناريو اللي واعر كنشوفو فاش كيف فكرو كيف فكرو خصو يمشي بقين كح انه غادي تمشي في شغل فاكي هون انك غادي تمشي غا تبقى تفرقع غا تبقى تتقب في العيالات ان ان ديفينيتيف ما ان فينيمو غا تبقى تتقب في العيالات غادي تمشي تم ما غادي تلقى الشراب غادي تبقى دي مسكران بحيولة تم ما غادي تخوز من الواقع دي الجنة ما بقاش عاجبك انت والتي بغي تتسكر باش تخرج من الواقع دي الجنة غادي تلقى فيها العسل غادي تلقى فيها الماء تجري من تحتها الأنهار ها غادي تلقى فيها الضلال انك فيها الضل الجنة فيها الضل ما فيها الشمش ان الجنة فيها فاكهة دانية قطافها حنتي انك مريح مدلي عليك العناب ولا الخوخ ولا الليمون ولا عنا فيها عيناننا ضاختان ومريح بنادم على سرور موزونة متكئين عنها متقابلين فاكهة هذا يعبر على واحد الانسان محروم واحد الانسان محروم واحد الانسان محروم واحد الانسان اصلا خارج على بيئة الانسانية دك شعليش كل شي يغوت دك شعليش احنا شعوب سنبقى ديما متخلفين ديما شعوب متخلفة راه تكون فيك الاسلام وكتعرف اشنا هو الاسلام وكتفهم اشنا هو الاسلام يكون عندك في التقافة ديالك الاسلام وغادي تزيد القدام راه غي نساء نساء مع امرك غادي تصل الحاجة علاش عندك شي حاجة تكسيك في التقافة ديالك هاد الشي اللي يضع في المجتمعات ديالنا هاد المعاملات اللي عندنا المرأة سواء بنتك سواء اختك مين جنة هاد الوسخ انا كنفهم واحد الوسخ ولكن على الاقل هادك الوسخ كيتغير اللاف الوسخ الانسانية كلها كانت تطهد المرأة ومشي كنا هدروع المرأة وحنا جبنا المرأة حيث انا مشي كنا هدروع المرأة كنستعملها كأوتي نو المرأة هذا خسنا هدروع المرأة حيث المجتمع كيتكون من الرجال والنساء والنساء هم اللي كيعطيوا وجود للرجال اوكي اذا فاش كنهدروع المرأة مشي كنستعملوها بحال شي قية باش نضربوا الاسلام نو كنستعملو المرأة حيث المرأة بجدارة واستحقاق كتستاهل اننا نهدروع لها فاش كن بحثو في موضوع المرأة كنلقوه بأنه ملوت بالفكر الاسلامي الدكوري عند نظر بنات المخ هكتسمع شي حويش انك خويابل انك خويابل كتسمعهم بحالة شي لذاتنا الاخت بيرفورما نفس الدعاء اللي كتدير فاش كتبغيت تشري الباهيمة فاش كتبغيت شي شي حمار ولا شي بغل ولا شي حولي ولا شي معزا نفس الدعاء كتستعملو باش تجوش هادي فكرة كتعبال لنا على كيفاش البركسبسيون ديالهم للمرأة اشنا هي المرأة بالنسبة لهم بالنسبة لهم المرأة مجرد بضاعة تباعه وتشتره اذا الى استعملتها في المجتمع ديالك واستعملت ذوك التشريعات لعلمرأة اذا انت محكوم عليك بالفاشة محكوم عليك انك تكون دولة متخلفة مخصيش نقلبك ولا مش نقلب المجتمع ديالك ولا نسوي لك نقول لك فين وصلت انت ايه اشنا هو الرنك ديالك انت مع هاد الدول هادو ما غديش نسوي لك ام قنا اسوم بحال فاش كتشوف شي واحد سعودي ما ما قتقول واه تريح ده في الطيارة تقول هادره غديكون عنده دكتورة في الفيزيك كلاش حاجة غيه كتشوف وكتقول اوكي وهدا غديكون اصعامة بالخرة ديالكوريش يعني بحال هاد الناس هادو فاش كتقول يا انا التقافة ديالي فيها هاد النوعية ديال الفكر وفاش كنحلل منين جا هاد الفكر وكان فهم الواقع لي جا منه هاد الفكر اوتوماتيك مو غدي احكم عليك بانك غدي تكون واحد انسان فاشل اوكي فاشل لماذا لان المصدر يعني المادة الخام باش مبنيها التقافة خروانية الناس يعيشون على السبي والغزو والقتل والدبع والكذب والاحتيال والتآمر والخداع والخيانة جعلوا الشرور هذا هو الاسلام ثانيا ما كيتغيرش كيبقه وهو انا كمشي نقلب الدستور المغربي كنجبت جملة كنلقها بالحرف جاية من عند قرحش بالحرف دست عليها 1400 سنة كل شي تغير صخرة كتحت صخرة الى دست عليها 1400 سنة غدي تلقاها ما بقاش كي كانت صخرة 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 مصوبة من القرانيت الى حطيتها وحطيتها في العوامل تعريه غدي تلقاها تغيرات 1400 سنة لا بداش حاجة ما تتغير فيها كتجي التقافة الاسلام تقول لك هذي مخصاش تغير كتجي التغير ما تتغير ما تتغير ما تتغير ما تتغير ما تتغير يعني نغمال من كل شخص يتغير ما تتغير 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 لدرجة ان هذا الانسان اللي كان عفو دابا ربما ما غادش يبقى قاع اوكي نخيج دراسك من القوقعه ديالتين اذا هذا والمشكل وهذا الشي علاش النخبة المفكرين نساولي اذاك الفيزازي وذلك الخرايا وذلك القحاب هذو كل هم وذلك القحاب هذو الشيوخ والائمة والفقهاء وقعدوا الناس اللي عندهم علاقة بالدين وكي حاولوا اترو ذلك الدعوة وذلك الخرادي الهم الاسلام وذلك هذو كله هذو كل القحاب ما بغوش الانسان الخير كي قلبوا غير المصالح دياله كي يبقى في الحال كي يبقى في الحال بان هذو الناس عايشين مفرش خين علاش غيتلقاوا الناس جاهلين لقاوا الشعب جاهل هذو الشيوخ يجبو ان يحارب خصويت حارب كون حاربوه جدود نحنا ما كناش غادي نكون هنا أنا ما كش غنعرفش كونه هو غلوري ولاميل وباباي وغالي أنا متأكد بأن هم غادي يكونوا عايشين ش حياة خراو عندهم اماني خراو عندهم امال خراو عندهم اه؟ إذا هذو الشيوخ يتغير را ما كنجيوش هنا يا را ما كنعيشوش لبغيزون را ما كنعيشوش لبغيزون را ما كنعيشوش أهم حاجه هي لفوتير لبغيزون را كيوالي باسي إذا هذو الشيو ما داروش جدودنا ما مكنش للأمو والدينا علاش ما اللأمو همش حتا دية طبيعة التقافة كتزاد في واحد البيئة كتختارف من هذيك البيئة اوكي هكذا كتورة التقافة اوكي وملمو همش حيت الناس ما كانش عندهم التليفون ما كانش عندهم الانفورماسيوم احنا عشنا الوقت مثلا اللي خستك تمشي تاخد طبيس وتمشي المكتابة وتاخد الكتاب وخستك تضيلي فوتوكوبي فهمتي وتزاع وخستك تقراه وفين غتلقى الانفورماسيوم احنا كنختلفوا على والدينا و جدودنا وانتوما بالنسبة لكم لا زوجتي جدودكم احنا عندنا الانفورماسيوم اشنا هو العدو دي الجهل العدو دي الجهل هو العلم هو المعرفة هو العدو دي الجهل احنا ولات عندنا العلم والمعرفة ولات عندنا تقدر اي حاجة بغيتيها دا تخدم عليها الا الانفورماسيوم الانفورماسيوم التي هي اي حاجة بغيتيها الاو قد طلب منك واحد الجهد كتجي اختلا الانفورماسيوم ولا الانفورماسيوم هي ارخص حاجة في هذا الوجود وهذا هي العدو دي الجهل إذن والدينا ما كانش عنده مذلوموية إحنا عندنا أنا على الأقل عشر حتشفته إذن ما يمكنش أن نفكره بحال والدينا ما يمكنش خسن ديه واحد القاطعة مع التقافة ديه الوالدينا أوكي أي واحد زاد في عهد الاستعمار ما عندك ما تدير بيه أصلا أوكي وهذا هو المشكل دينا ذاك الشلي كان في التقافة ديالهم غادي دوزوه لنا بغينا ولا ما بغيناش وما ما قالوش إننا نكونوا مسلمين أنا شخصيا معمال والدي ديالي فرض علي أنصلي أو لا فرض على أي واحد من الخوتيز ولكن كلنا مسلمين أشكت عني بأن ذاك الشلي كان في البيئة كان أخدوه أوكي إذا خسن غيروا هات الشي باش غادي نغيروا هات الشي خسن غيروا الناس كيفاش كيشوفوا الحويش كيفاش كيفهموا الدين حقاشي لا غادي نهضروه لا أشنو المشكل ديالنا مشكل ديالنا مشكل تقافي مشي مشكل تقافي تقافة في حد ذاتها هي المشكل هذيرا صعيبة هذي مشي عندك واحد سوزونسونبل ولا بعض من الكل هو لمشكل وعندك الكل هو لمشكل تقافة في حد ذاتها تقافة خروانية ربما يمكنش تمشي عندش ناس كانوا عايشين في القياطن عايشين في القياطن قاتلهم الجوع لدرجة أنه مقدوش يحوتوا الأرض أشدروه تبنى وتقافة ديال القتل والدبح والسبي والصرقة والنهب والسطو والاغتينام راح بيمكنش غادي تبنى هذ الفكر في المجتمع ديالك وليدينا ما كانش عنده مدلوم موين دافو غماسيو أنا الوليد ديالي قارنتي ما كيعرفت تشي حاجة من هذ الشي ناتين لكيعرفت كل شي كيعرف بأن الإسلام حلوه وأصلا ماشيش غلوق انت يا مسلم ولا انت ماشي مسلم ولا أشكي يقول الإسلام ولا هو بغير تصير الإسلام هنأوني عوب ليجين خدموا الدماغ ديالنا مع الإسلام علاش حيث عندنا لانفوغماسيو عندنا أمويين باش نقلبوا لانفوغماسيو أنا بصراحة ما عندي من دي نقلب في الإسلام إلى الإسلام دياله اختل مكان دياله في حياة الإنسان وفي المجتمع علاش غدين بحثنا في الإسلام ولكن الإسلام مرات تقافى دخل لنفوغماسيوه أشكي يقع بينك وبين المرات ديالك إذا نعم يمكنش غد إحنا لنتعاملوا معاه على أساس أنه دين الدين هو علاقة الإنسان بالخالق period إلا انتكت العصم على المرات ماشي شغل الله انت العلاقة ديالك انت والخالق ديالك وهي العلاقة ديالها بالخالق ديالها يعني علاقة عامودية وانوي ماشي كنتمشي وطلعتها هو مرياح وبغي يقول لك دين ليها هذه وصوب ليها هذه وجوع ليها دابها وانكح بحالكها وتجوج بحالكها وسبيب حالكها وفرق الورث ديالك تاب الله ديالكم ما شنا هو هذا المستوى هذا يعني انت الله شي حاجة ما كان عارفه عليها شي حاجة يعني عندك الحرية الكاملة أنك تخلق أي سيناريو بغيتي ما قدرت يجيب أن انت سيناريو ديال القريش شي إله قال لك هكيف اش غتجوج تجوج بربعة وهدو هميلك اليمين والعبد الذي الآبق لا تقبله شي هادرات ديال ديال بدان هاد الشرع عندنا في تقفة ديالنا هاد الشرع عندنا في شعور ديالنا حسنا هذه هي السنة النبوية العقيرة والقرآن يعني هاد الناس عاشوا بوحد طريقة خسنا نكون ما أمكان نعيشوا بحالهم را هاد الشي اللي كنجيو نديرو فهد الوجود حنا فلسفة الوجود عندنا هي هادي هي ما هي الوجود عندنا احنا هي كنجيو الكرة العاضية وكلقاوشي ناس كيعيشوا في الصحرة في قريش وما هي الوجود عندنا هي انه الهدف ديالنا من هاد الوجود والطريقة باش غدنا نعيشوا في هاد الوجود هي خسن شو عند هادوك الناس نشوفوا كيفاش عاشوا ونعيشوا بحالهم بالضبط وهدي هي احسن طريقة هدي هي الفلسفة ديال الإنسان المسلم دابا هادك الإنسان القريشي را كان مقودة على ديالهم راه كان ميتم دق دق اوكي خدوا خدوا المايك قولت شي ساعة هناك نظر مش حال هناك نظر شي ساعة خدوا المايك خدوا الاخويا باباي ولا ميل تفضلوا تفضلوا غير واحد السيد هنا بيطلع شكرا بيليغ واحد السيد قال لك عنده ما يقول إذا قدر طلعوه شكون ليه أغضمين واحد السيد عنده اسميتو أدك بآئ ما عنده ما يقول الزد زد زد ز Advanced ما عنده ما يقول إذا قدروا باباي نهضر اهيه era وأبان أي ما عنده ما يقول إذا يقلوا ب brp اما في كيوس عن للفروب اما إذا حقيقته الى هناك رؤية اكيد اكيد رائ msy ما أعرفت بيكل نه اديلة ماه بدخ conviction أحد ، م panelists الحال BAR نSeبي Lewis انت عارف وانا عارف باني را ما كيلا دالين اول امان اتنذوش الليوم يسمعوا المحاول ديالو مشاو المسلمين كاملين نعطاهم بي هاللي لقاء صح بتقدروا اش يسمعوا را ما تيزعنوش رعبس اكمبياش يبقوا مطولين يسمعوا الشي نظرك اللاحب اللي كيدخلوا يبقى كي سمع كتلقاي عندو شكوكو بغى يتعلم يضرب معانا واحد سيمانا سيمانا نصي قولك او ديراني ما ما بقيتش منتصوق لان الخراف اما دك اللي باعي شدوه ده ما تسمحلوش يدخل كي يسمع كي راكبي اللي سيدرب في العظم تيهربو بسه كين واحد اخر سمي تشو ساعد ساعد شي حاجة ساعد ساعد يدو بل في إلا بغي يطلع المهم اللي بغي يطلع يغضر إلا يكونوا إخوان اللي زادمين يطلعو يعطينا لأدينة مهم انا غير واحد مسألة إلا سمحتوا على إخوان غير ما يطلع لا يبقى شي يهضر من داخل الصندوق يهضر من برا سمع ليها ممكن شعنا بودين نقش معه ويقول لي يراه في كتاب بودة راقين واحد الحاجة سمع ليها هضر لي من برا الصندوق ويقول لي يراه دين دراس هلاش 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 كين بقيت هضر من داخل الصندوق وبثاف ديال المؤمنين يشوفوا هذه النقاشات لا نبقى نعود نفس الديسكور يعني كيرقوا مثلا بيانيغ ولا باباي ولا حفصة يعني كيبقوا ينوعوا في الديسكور وما يمكنش نبقى نهضر في نفس الحجاج اللي كان قول ديما فش كيجيهم هم يطلع أول مرة يهضر كيشوف نك النقش الاله وذلك الصفة اللي اعطوها المسلمين الاله يعني اعطوا واحد الصفة خيبة للمسلمين لليهود للمسيحيين كي الاله كيوصفوه باوصف بلا ما يعيقوا اوصف خيبين الشي اللي بيقول يعني بانيغ فش كيجي الاله كيهضر مع واحد القوم صغير في شبه الجزيرة ويطرحوا غير أسئلة صغيرة لماذا الانبياء جاءوا كلهم الشيخ طلعوا وساط وعليش جهنم سخونة وعليش فيها النار لماذا يكونش فيها البرد احنا كنا عارفوا باللي البرد صعيب والسخونية صعيبة الصاد صعيب والبرد صعيب وعليش في جهنم صاد يعني العافية هي اللي كانت برافو عليك وليلة ماضية هذه معمري ما فكرت فيها حيث هو دل رسو دل رسو السمارة يبقى يحرق الجلدة ويخلقوا أحد آخر ويحرقها وكندر غير البرد صعيب يبقى يدل الجلدة الأول بالصح هذا شي أخوية غنوري ما شانا اللي قلتوا يعني قالوا الناس اللي انتبوا لها شي منتحال هذي أن الناس ديالشي بالجزيرة عندهم الصاد وصاد منسبة ليهم شعجر كتلقى العرب يقولوا أتلج تصدري أتلج تصدري شي حاجة زوين عندهم ولكن الفرنسي مثلا يقول لك سامافف يعني شي حاجة خلعتوا يعني درت له البرد في ظهره يعني بالنسبة لي الفرنسي والأوروبي البرد شي حاجة خيبة ويقول لك البرد مني جتنا عندك كل إنسان برد جنسيان وهذا جتنا ملغب يعني يعني ذك الصاد أن شي حاجة جهنم سخونة يعني في الجزيرة يقول لك في الجنة كان ضل كان لأرائي كان نهر من لابان من الخام كما قال لا أعلم كان يقال بالله مسألة الخمر شربه في الدنيا وفي الأخيرة مسألة وقت وصافي يعني إذا كان الخمر خيب في الدنيا ويقول لك وقال حل تاني كان لك خبر مجموح ويقول لك جهنم لا يتذكر ويقول لك لغي المان وصفهم جوش مرة في القرآن باللؤلؤ المنتور عفوان يعني يعني يوصف لك دراني زوينين يعني لغي المان لك لا يدفع لبنو ولكن هذا الشيء كان في بزفد الحضارة يعني أنت كي شهرك في واحد الحاجة يعني صبر معايا صير حرب معايا باش حتى لم ترى بحل لك تلحشاشين حتى لم ترى فلا تلقى في الأخيرة ما انت ما خسرش يعني حتى لم ترى في الدنيا في الأخيرة تلقى الخمر تلقى النبان تلقى الضل تلقى الحور تلقى الغلمان إلى آخره وما أمرك تموت وتبرع أو تلقى قصر من دحاب إلى آخره هذا هو المشكل المسلمين أنا الحجاج أنا الحاجة اللي خلتني أنا نخرج من الدين هو أنه القصص اللي قال الإسلام يعني الأساطير كيف نتجاوزوا إحنا قاعد يقلب يعني بالصحراء أنه يعود لهم القصص محمد يعني باش ندير واحد يعني يعني في الجزيرة جلق الأحناف اللي هم تابع إبراهيم بجمعهم قال لهم رأى هذه الكعبة رأى إبراهيم والابناء ذوك باش يكسبهم جلقى النصارة ماشي المسيحيين النصارة اللي مكي لهوش المسيح قال لهم رأى المسيح رأى عيسى رأى تنبع من مجيء ديالي رأى عيسى قال لهم خاتم الأنبياء قال الأنبياء الأخوة اللي كانوا قبل قالوا باللي نحن خاتم الأنبياء زرادشت قالها عيسى قالها موسى قالها باش أهل المسلمين اللي كيقول لك رأى فالإنجيل كين كين يعني تنبعنا المحمد غادي جي هذه كتبها الإنجيل أصلا إنجيل عند المسيحيين ماشي كتاب يعني كتاب غير كتبوه لأتباع ديالا عيسى وحنا في المسلمين كيقول لك منزلة من عند الله يعني تتناقض كبلا ما نهضرو في تناقض أخرين يعني مسألة أخرى ديالا 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 قصاص مثلا ديال نوح وش ممكن نوحيش مع جميع الكائنات في بطوج زوجين من كل الكائنات ما نعرفين الكوكب الكورة أرضية من كيف كانت ما عرفين ما عرفين ما أصلا أنها كورة يعني في صوم هي كون حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسوان ما عرفين ما عرفين ما نعرفين في السلوند في ما يكون فيه تقريبا 23 ساعة أو 20 ساعة يعني يعني كل المسلمين الذين يسلمون يتكرفسوا عن المسلمين الذين يسلمون يعني تغرب الشمس تصور كي يصلين المغرب مرة العشاء يمشي للجامعة كي يصلين المغرب مرة العشاء مرة للصبح يعني ساعة المكانة كي يصلي فيها ثلاثة السلاوات وكيفطر فيها وكيتسحر فيها بشي يسلموا ثلاثة عشرين ساعة ومن بعد القول يوم حلي باللي يا أخويا هيت جيتي في الإسلام وتسلموا مع السعودية أمام الفرنس صارة كي يسلموا مع السعودية فرنسا هذه اللي ما كنا شفوا نيو زيلاندا نفس الشي يعني هذا الشي الإسلام ما كانش عارفوه وصير أخويا شوف باللي المعراج للسماء ركينين ربعاد الأنبياء ربعا منهم زرادشت قبل محمد قالوا أنهم طعوا السماء يعني فوق دابة نجنة قصة موسى قالها سيرجون الأكاديم قصة شق البحر دي الموسى ركينة عند الفراعينة يعني واش الله كي بقي أعود نفس القصة قصة أصحاب الكهف ماشي قصة عند المسيحيين قصة غير عبرة ماشي حقيقية عندهم أنا قالوا ها لذلك المؤمنين اللي تبعوا المسيحية تبعوا تبعوا إيسا وكانوا مطهاضين ودخلوا الكهف كانوا بقلوهم يعني هذه قصة يعني أنا 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 كان عاتب على المؤمن أنا 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 كنت مؤمن كنت مسلم وكنت كندفع الإسلام ولكن أنا كنت عقلاني تجيب لي الدليل السلام عليكم أنا فاش مشيت رقيت بالليل أساطير دي الإسلام من قولة من عند اليهود وليهود نقلوها من عند البابلين والسومرين السلام عليكم ما 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 تجهدش نهائيا ولو تانية مشيت تعود بحث 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 ولقي دك شسخي ما عني يا أنا اللي كان تعجب لي هو مسلم اللي كانت تقول لي ودي هذه الأساطير من قولين من أدية من أقوام قبل يعني قبل الإسلام كيت جاهل معك ومن بين الأسباب اللي كانت تعجب لي هم هو إيران كيفاش إيران سلمات وعندهم زرادشتين عنهم زرادشت ومن قشف الحاجار لأنه ركب فوق دبار عند الجناع ووسلموا وتابعين علي والتخير بيقمامة ما باشي يدخل لي يا رصب يعني المسلمين يجي 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 يقول لي إسلام ودين وحق أخوي أنا قولك ما ما تذكرشني الأخلاق إذا هذا الشيء يضر فيه موسطي يقدر فيه بياليغ أكثر يعني يمشي وغير يبحثوا يشوفوا بلي الأخلاق ما بكنش في الإسلام يجي يجي يقول لي مش ألي في السوق خاصة وكم ما أخذ لكم الكبير اننا ننشي غير نبحث أنا لم أعبد كنت أسمع ب أسباب النزول وأي لم أعبد فأسباب النزول ومشي فأسباب النزول يعني أن المسلم يكفر بهذا الدين هذا أنه دين بشاري يعني أخي ليس كريدياً نهائياً والكريستيانيزم يتطوره كريستيانيزم والجدايزم كل شيء يتطوره الجدايزم سترى ما يستطيعه يعني لماذا أعطيه المسألة ترجع الدين المسلمين يقول لك لا تبقى سلطة المستشريقين لماذا هذا المستشريق عاليم يبحث في الأديان المسلم يسمى العاليم هو ذاك اللي يبحث غير في جرح والتعديل طباء الحاديث تخرب يخلوا الطب ديال بالصح المستشريقين يبحثوا الأديان كلهم تقدر نسميهم علماء ولكن واحد أنت تقدر نسمي يهودي يبحث في التورة تسميه العاليم ما يمكنش أنا ماتماتي اسميه ملحيد أنا ماشي ملحيد أنا ربوبه كان أمن بخالق كينف هذا الكون ولكن هذا الخالق ما يمكنش يكون أنت ذاك الإله اللي كتوصفه أنت تخرب يقنه كي يقول لي يا صير شريم رأى فسوقني خاصة وانما تجوجه بربعه دعية لأتومى ملكة أيمانك سير بحث على الرسول ديالك أنه هصباء سبا صفية بنته حويية قتلب رجلها وقتلبها وقتلبها وقتل عمها ونعزمها في نفس النهار الشيء الذي يقول للناس العدة ديالك لتسنى لا يعرفها وش حامل ولا المحل سير بحث على الجيه يعني ما تجيش أنت متأكدة أن الدين ديالك صحيحة ماشي مشكيل وعلاش نطلب منك سير بحث سير بحث شوف أجدك أرى الأساطير علشنا موجزات ما كين يجده بقى علش سالو علش ما يبقوش الموجزات كش الله علش القرآن مجلش بعد طبعة القرآن لبدو ما كانوش كيكتبوا كيما كيقول البيانير لبدو في شيبة الجزيرة مشكلة نضحك عليهم هذه البيئة صعيبة وسمحوا له يا الإخوان اللي بغي تدخل يتدخل ماشي مشكلة ماشي مشكلة البيئة الصحراوية صعيمة رأي ما كانش عندهم الميداد ما كانش عندهم التوب شوف غير تصور ديال مية عمادي ستين عمادي رأيت لقوا مسخين عريانين كلب سوئر واحد توب هذا كيغطيوا بالعورة ديرهم ما كانش عندهم الميداد كانوا كيجيبوا ذاك شي من الشام ذاك شي علاش الحديث ما تكتبش تال البخاري البخاري اللي ماشي هو عربي تيرميدي ابن ماجا نسائي اه شكون اخر مسلم هادو كلهم ما كانوش عرب ما كانوش كيكتبوا ما ما كانوش العرب كيكتبوا كان لسان الحديث ما تكتبت تعلموا اللي غير عرب اللي كانوا في العراق قبل الحاضرة شي وحدي نسلموا ولو كيكتبوا الحديث كانش عربي كتب الحديث قبل البخاري قبل مسلم قبل ابن ماجا قبل الترميدي ما سمح لي يا الله والبخاري براس الكتاب دياله ما كانش ما كانت تصفح التورقة ديال البخاري ما كانش كتاب البخاري ما كانت تورقة دياله لناد شي راكينين شي حواج باقي من فهمينش كيتهموا ان العباسيين هم اللي دروتش يعني البدو كان عندهم مليسان عندك شعلاش كدباء العربية باش كيف تاخروا الناس دباء تلتميات اسم ديال الجامل وديال مهارة الاسد لماذا؟ هيت كل قابلة اسم ديال السبع كاسم اسم فشكل يعني هذا المسألة الانسان غير يمشي يبحث يلقابل لشبل الجزيرة يعني الشرق أوسط النينجا والأنبياء بحالة الله اختار غير ذيك المنطقة ما يجب منها الانبياء ما اختارش كانادا ما اختارش امريكا ما اختارش افريقيا واختارش اسيا الشرق اسيا اختار غير ذيك المنطقة بالجزيرة وجاب لك جهنم هي اللي فيها العافية ما قال لك البرد جاب لك غير العافية قال لك الان حرقك بقلب لك الجلد ديالك يعني الانسان يمشي 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 هذا كل العالم اللي يقول لك الاطار البعير تدل على المسير يعني ماش كيجي واحد كيقول لك باو البعير راشيفاء واش فراس كسير اخوي ابحث باللي كان تلقى منظمة الصحة العالمية في 2012 قبل هذا كورونا كان واحد البخيك يخسر ديال الفيروس ديال كورونا يعني جد بحلقتي جد هذا الفيروس الكورونا اللي كان اعرفو احنا كان تكتشف في امريكا في كوريا الجنوبية الدواء السواحدة علاش تخارجين علاش كيشتربوا باب البعير شدوهم في المطار دووهم كانوا يجبوا واحد فيروس من باو البعير من قتل الربعمائة واحد قلبوا على هذا الشي تلقى في سيت ديال دووال في اش او منظمة الصحة العالمية انه باو البعير كان تسبب في واحد فيروس ديال كورونا اللي قبل هاد كورونا هاد كورونا تسمى بلا كورون بحل بحل الخاتم هو عنده واحد شكل دائري بحل الخاتم كورونا ويكتشفون شدوهم في المطار ولو يدير لهم دي فاكسن باش ميدخلوش ذاك الفيروس لكوريا وقتل ربعمائة وصرف ديال الناس بسبب ذاكبه والبعير لانه كيشربوه حيث سميته وكيكلو لحم الضب وذاك شئي قالها الرسول يعني مسألات ديال الدين وش صحيح ولا ماشي صحيح رأس ساهلت بين ان الادين كلها ماشي صحيح شي كي نقل منش ولا قرية التاريخ المؤرقين رأس رأس 1876 رأس 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 تحدي قال رأس راس رأس رأس نوح راجل من اوتنابشا من السومرين والمن خطاء كانوا قبل فراعينة يعني يعني يشوفوا هذه القصصات تلقوهم وحتى الحجاب الحجاب اخوتي يعني كان عند اليهود وكان قبل عند البابليين حيث القصة للحجاب منينجات متالا لا تقلب على الحجاب لماذا تدرد الحجاب اللي عينت؟ يعني كانوا البابليين يعتقدوا ان ذلك الاساطير ان الالهة بعض الالهة بحال الشكل ديال اليونان كانوا واحد الاله كبير وكان الالهة تحت منه بحال الالهة تحت منه يعني ذلك الالهة الكبير شافوا بنات عند الناس وعجبهم بالزين ديالهم وعبطوا ونعسوا معهم اشو ولدوا ولدوا لعاماليقا اه تمامني ذلك القصة ديال الاسلام ديال العملاق اللي عاون نوح فبناء السفينة ذلك شلمون ذلك لعاماليقا اشو ولو كيكلوا ولو كيكلوا اللي دي يعني اش كتسمى ذلك المحصول ديال الناس ذلك الزراع فاش كمال الزراع دازل الكباش دازل ولو كيكلوا الناس الالهة الكبير فشاف بلي ذلك لعاماليقا كيكلوا الناس قال لهذا الشيء نعود كما كان نقول هنا نعود دوت الضميسة نضمصه القاضية يعني نجيب واحد الفيضان ونعود هاد النس يموتوا ونعود نخلق ناس خرين واحد من الآله الصغار دوز الفكرة اللي اسمته الأوتانا بشام اللي هو نوح في ذاك القصة القديمة قال ليه بنيسة في نارة ليلة الكبيرة غد يغرق الدنيا انتك ساعة الناس ما عارفينش في بابي لانه دنيا كبيرة ما يحكي حسب لهم وجد دنيا محدودة دوك فعلان اليلة غرق ديك ولقاو لزاخ كيولوغ لقاو فيه لان كان فيضان كبير في الاهرق واحد الإيبوك ديك ساعة فشفوا الناس ذاك الفيضان كبير هما اعتقدوا هكذا وهذا كان نوعز عماء وطنب شام قدر انه يصوفي العائلة دياله بعض من العائلة دياله شي كائنات الكائنات وذك شي ما يمكن ما من جد ديك الصغار ولا نوح فاش بناتو كبروا قال ليهم ديروا الحجاب باش لاليها ما يبقاوش يشوفوش هيا اسمحوا لي او هالي مسألة على شاب طول الاليها ونعسوا مع البنات فاش تزعطوا في الشعر ديالهم الشعر ديالهم فاش تزعطوا دوك فاش تزعطوا في الشعر ديالهم فاش نوح يعني صوفالناس صوفالكائنات ولا قال لبناتو لبسوا الحجاب الشعر ديركم مخصوش يبقى يبقى وتما اليهود كانوا عايشين عند البابليين السابي البابلي فاش رجعوا لبلادهم ولو كيدروا الحجاب را الحجاب يسبق عند اليهود را بقي ليومنا هذا في اسرائيل قلبوا على ديك اختي را حرام عندهم تلفازة بحال سوادها في سبعينة را كانت عندهم تلفازة حرام را شش هذا كليك يقول لك واسلامة والاسلام هو دين الحق شتي يا خويا كون كانت بقوا الاسلامي ليلومنا هذا الاسلام الحقيقي القديم را كون كانت تلفازة بقي حرام أخويا كنت بقى تصور الله لاتصورتي عند الفوتوغراف ولا قدرت يلا كارت ولا تقدرت البنكة را را المسلمين را بعض المسلمين را مكلخين يمشوا يقلبوا الاسلام العقية القديم العلمانية اللي كانت كريتيكة وهي لي بدلت هي لي بدلت لكم تسعين في مئة للأفكار ديركم كون بقيتوا في الأفكار ديركم كون بقيت لفزة حرام تمتيل حرام تصور حرام أنا هادي عامين هادي واحد صاحبي باي رحل رحلي واحد مول هنضا دير الحياة رحم لي رحل لي جميع هادي عامين هادي تقول لي انا را باقي واحد الشعبة في السلفين كيعتبروا ان التلفاز حرام الغيناء حرامي اكزاكتو مو ناميسا حرامي لجل انشوفوا حرام اخويا ولي ولي شأننا المسلمين مكلخين كحسب ليهم مش الاسلام وشا وشا غيرها جيو تبقوا على الاسلام والله ونجي نضبقوا الاسلام را عندك حسب ليك راسبكوش عايش في دولة اسلامية رحنا تقريبا شي سبعين في المياه اليمانيين هنا في المغرب بشميع الدول احنا اليمانيين التنسيون وخلقه ضع في شي حويش ديال الاسلام والنظام كي هلا في ميصر كي يبقوا يخدموا بالازهار وحتى احنا ديك وزارة الاوقاف خدام ما قد عموا هذه والزاوية وذك را شوف را سبعين في المياه مينموم سبعين في المياه احنا علمانيين الشي لما قلت لك التالت سعين في المياه احنا علمانيين الشي الاسلامي لا جنان طبقه والله القاتل والله القاسم والله نحلم انا كان نقول الله حيث منتقافة الاسلامية ولكن كان نحلم كان نحلف بالخالق يعني اه والله لقلت الشي الخير اي المسلم اللي جاي كانت تحداه شوف بينه وبين راسه بلما يجيوا بني يمشي يقاس معا راسه ويفكر واش يعيش في دولة مسلمة مياه في المياه اولا علمانية غادي يختار علمانية غادي الضمن له السكن والضمن له السحة والضمن له التعليم والدولة الاسلامية هو وزهروا مع من تلقى واش 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 الشيعة والله تقتلك والتلقى مع السنة السنة في سوريا والله تشتتك والله تقتلك هاي يجي يوقفك ويقول لك واش حافظ القرآن ولا لا ولا يجي يقول لك هادي هادي تختار فيما عفشها هاي يتيري فيك غز لك راش نكوه يبقى يسول فيك سير شوف الفيديوهات اش اش قديروا في سوريا السنة مع السنة خلينا متشيعة نقول لك انا تقول لي انا لا اسلام ما لا اسلام والله لاتحكمتي في لا اسلام الاسلام 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 راه غير الهضرة حاطينا غير بالشيعة عارض كما قال عصي لدوك النساء الاسلاميات اللي في الجديه قالوا انتم ما كدفوا الاسلام مرة ارا شوفوا انتي انتي برلعمانية بفضل العلمانية كل ماشي العلمانية والله انا دخلت لبرلعمان واشوف راسكو سيروا شوفوا شوفوا الورق ديال تصويت ديال السلفيين في مصر في يامة قبل ما يطلع السيسي شوفوا تصوير هذا المرة والله لا بنت يديروا بلستها ورده كي يديروا في ديال الورقة ديال استفتاء كي يديروا تصوير ديال دواشة الحياة وذلك ديال الطبع في الجبهة وذلك شي دوك دوك الشوبينيون في الجبهة وبلست المرأة كي يديروا زعمان واردة زعمان المرأة كنعتبرها ورده واتصورت كل الهبنت واجي واحد كيدفعل لي الاسلام كي يقول لك الاسلام بس اربوه كل شي يكفر انت انو والله اخوه يو يطبقوا الاسلام اه شوف انت اللي كتقول العلمية طريق الجهنم راه ما فهمش انت العلمانية عاد شنه العلمانية هي كل واحد يعبد اللي يبغى وكل واحد يحترم الاخر هذا هي العلمانية راه ما هي العلمانية هي الكفر اللي كتقول انتما اشتي العلمانية ما يخليش دول والعلمانية اللي خليكن راه كل دولة وكيفاش راه ما هي ما كاناش علمانية واحدة ولكن مشتاركين العلمانية في امور انك تصور العلمانية كتخليك انت من حقك اه هي اكزاكتوم اخويا ابن ورشد تحمل واحد كي حسب لي واش ابن ورشد ابن سينا واش مسلمين كنوا واحد يقولوا ما نمش نشرب الخامر خلوا اني مع الافكار التخربيق ديالكم ايه الخواري زمي كل هم هادوكرا ما كانوا شكا ما انوش كاس الليو وكانوا كيشتربوا يعني الخامر وكانوا متفتحين ماشي بحال الدواج ما كانوا شكاس الله اه عدو بالله شوف اخويا هشام سير شوف شوف الاعلمانية تعرفي الاعلمانية كتخول لك أنك تكون عنصري في الأفكار ديالك أعلى ما تعلن ضد الكحليم ضد العرب في الأوروب كتخول لك أنك الدرجة معي عنصري تصور ولكن تمشي تسبب مسلم تسبب إثريقي تمكت تسببه ولا تضربه تشد يعني كان صعبي في الأوروب كان صعبي عنده بسري بسري يجي عنده نصراني يدربط في الأفكار ديال العنصرية بانصوار بانصوار ما يتصعبش معاك ما يضحكش معاك كي يقولك بانصوار المينوم كيمشي كيتقددك شي يخلص كيمشي في حاله فعنصري كأفشيها ونخليها الدولة ولكن تسبب المسلم ولا تسبب يهودي ولا تسبب كحل إيش تدوك؟ ولا تضربه؟ ها هي الإلمانية ها هي السيناغو ها هي الإجليز ها هي الموسكي لا تصلي صلي ولكن كمسلم لا تقبل هذا لا تقبل أنه مسلمي أو مسيحي لا تقبل أنه الكنائسي تزاد في البلاد المسلمين هذا ما تقبله لا تقبله حانيا تبدو بشكل مزيد لا تقبل هاشة لا تقبلها لماذا تأتي لقد تدوك لماذا لا ترون بغلاطة عائرة؟ وكذلك تؤمن أن فيل تتحرك في الصهراء فيل لا يتعرض يخص يومي 100 كيلو العشب وخصو الغيس يتمر مرد حيث لا يتعرض وخصو الماء وماء لم يتبقى البحر يتمر مرد فيه يتبقى التغسيل بالماء ويتمر مرد في الغيس تقول لي لأن الفيل ضرب مارش 500 كيلو متر أو 1000 كيلو متر في الصحراء سيبقى واحد يهدم الكعبة سيرق على قصة الفيل هتلقى باللي عند البيزنطين بينه وبين الروم ما تخلص لي بين الروم والرومان الروم راب بوحدهم والرومان بوحدهم سيرقلب على ذلك شيء سيرشوف الأحاديد ديالما في كورونا يقول لك الأرض المحرمة أنها ما غادش يموت بالتشيدة يكسدوها في كورونا يكسدو مكة يكسدو الحج ها ونقول لك واحد المسألة أخرى حضرت على هذه المسألة ديال الهيلال سيرقلب على هذه المسألة هاد رمضان اللي فات سيرقلب واش ممكن قلب غيره على واحد المسألة واش حنا اللي كيخصنا نبقلون سبقوه السعودية ولا السعوديات سبقنا بالفيزياء احنا خصنا نسبقوه السعودية برؤية الهيلال قبل من السعودية احنا في الغرب احنا كانت تعطلوا الهيلال كيطلع كيبان عندنا أكثر منهم هم السعودية كتبية تسبق بالهيلال لماذا؟ ديما تتلفزها تسمع السعودية هي اللي سبقات صمت وهي اللي سبقات عيدات رأى خرج رأى نشوف الناس ديزاستروفيزيسيا ديزاسترونوم مسلمين عاقب اللي السعودية كتب في الهيلال رأى هاد العام خصوصا هاد العام رأى هاد العام مالك عبدالله أعطى الفدية حيث قالوا العيق قالوا اللي رأى عقبين الناس وعطى الفدية رأى هاد العام الهيلال كان تحت الأفق ما يمكنش تشوفوه ما باش تعرف بالليل الهيلال بعض المرات كيكون مع الشمس بعض المرات كيكون تحت الأفق تصور في الوقت فاش كيشوفوه كيكون تحت الأفق ما يمكنش تشوفوه ولاو بالتيلوسكوب كان المركز فضاء الدولي أنا كان أعطيكم أديله سير قلب على مركز فضاء أخويا من بعد المهم واحد نكمل مركز الفضاء الدولي ديال الإمارات صورات الزهرة صورات عطارد وقاتلهم لا أطار للهيلال والسعودية قاتلهم تم اكتشاف رؤية الهيلال السلام عليكم ونهارتني المغرب كيدير المراقبة فهمتي ومغرب كيخدم على أسكر الله أسكر كيراقبوا عندهم التيلسكوب صغر السعودية ما عندهم مش لأسكر عندهم ديك تقاتل الأئمة تقاتل شيء واحدين محلافين هم اللي يشوفوا المهم أشنو خصنا نديره أخويا ما فهمش سؤال ديالك شوف أه ما حدك كاتب حتى وانتك تشعر برافات الصورة أخويا شوف وانيس متفق معك أنا هذا الشي ما اكتشفته تل 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 ربعين عام تقريبان ولا كدو ربعين عام يعني هاتكتشفتها تخربة قاعدة وكنت من اه اني كنت كادا في الدين انا هاتشي كما كانوا كحسب انه هو الدين في الأخلاق شوف راه راه الدين ما فشل شوشها من دولة مسلمة ودولة دينية فشلو في الأخلاق مرحبا أخويا شكونا بيت الدخل مرحبا غير نكمل هالجملة انه هو شوف الجابان راه شوف راه نجي اي واحد في العالم قولوا شو تضرب شو واحد وش خيبة ولا زوين ما كان شو واحد يقولك تضرب زوين ما كان شو واحد يقولك شفرة زوينة واخا هو شفار جيت قلسمعات جيت حطوه يقولي شوف قولي شفرة زوين ولا خيبة حيدي هوا كي يتبقى كي يشوف راسو نكش اللي ما بغاش الراسو اه اخويا ما عفت بنت لك داوي خاوي اعطيتك قولوا اسمالة قولوا اسمالة وما جاءت عنها لم يحل المشكلة قولوا اييدي القصة مثلا قبل اسلام في صورة داوي خاوي قلوا اسمالة وما سوف اعطيتك قولوا اسمالة قولوا بشكل اعطينا اديلة انا اعطيتك اديلة اعطيتك ان اصحاب الكافت قالت عن المسيحيين قبل اعطيتك باللي قصة الفيلت قالت عند بيزنطين اعطيتك باللي اسراء والمعراج المعراج قالت عند زرادشت اعطيتك مثلا دي كسولة عظامة الاحمان ودك شوية دك المراحل دي الجنين قلت قالوا عند اليونانيين قل ليا كتب سيا ولا ما تقلتش عنه وشا دليه هو انت بعد دراسك داخلي قلت لي ليست موجودة بنيةها ليست موجودة انا قللتك باللي وصير قلب اليه لفا بلد دوبابل قل لي اذا كدو اخويا لا سهل ت watching هديه كما كان قوله انا كتنكح لغضرة كانت تقول اه انتك افكار خاوية. انا سهل. راح تاني انا سهل نقولك ان انا كانت افكار خاوية. ولكن فاش كنجي نقلب في الكتوب ديالك انتذبه واش كده اضرع اليهودي. كتقول لي الكتوب ديالهم راح احرفوه مرة كده كده. سهل عليك انك تلوح الباطل على الناس. وانتها في الكتوب ديالك يبينه ان محمد سباسة فيها بنته حياء يقتلبها وعمها وزوج ديالها ودخل بها في نفس النهار. صافية بنته حياء يقولوا مسلمين ايش يقولوا لا ارى سلمت. ها ديالها لوسا ديالة بصح. واسمعني ايها ومسألة اخرى. ديال ان محمد تصير شوف في قصة هايشة مع صفوان. واش نعود لك على قصة صفوان اش وقع مع هايشة? ها نعود لك اش وقع? علش ما ينزل الوحي يبرقها في نفس النهار? علش قلص الشهر? علش فاسولوا لي هودة اش نهي الروح? بدك يهرب عليهم. كتر من 15 يوم ما جاوبوا مش. فالاخراش قال لهم ان الروح من عمر ربي. تعطيهمش يجواب. فالسولوا على اصحاب الكاف. جاوبهم. قال لش حال ان همها عدد اصحاب الكاف. ها شئ قلت لاتعش يربع ها شئ خمسة. الله اعلموا بعدديين. سهل. ها دياله لالبوح صح اخوية. ها اوا سهل. ها سهل تقدر. ها تقدر. قد خربق هون خربق. ونفسوان لكن ما غش نخربق عليك. ولكن. في اوطا صوايا نحصلين هل سمعة يدعون مو خاه انظام الى شيء يعني يقول لحتمال قالوا لا نرى شي يقول الوحي قالوا لماذا نزل هذه الآية؟ قالوا امرأة الله قال لكم نهزوا معهم يا شاكير هذا هو الحمد أنا أعتقد أحد الحاجة وفي الأخير صداقتين تلك تلوز في قصة عائشة المسلمين يقولون صفوان يقوم بالجمل وعائشة ركب في فوق الجمل لذلك تقلم طبقاته المسعد كانت ركبا مع صفوان في الجمل هذا هو الحمد وعائشة بكاته ومشت عند اباها وقال لها اباها الليلة ذرتي وكتهمها اباها بالزينا إلى أخير وشو وقاها فجوا جوجة حيالات من ميصر شو جوجة حيالات من ميصر شو جوجة حيالات من ميصر شكونا هم هالجوجة حيالات جات مرية القبطية وسيرين جو كادول الرسول دي لكم الرسول اختار ذكزوينة فيهم هي مرية القبطية وشدر ومشا عطاء سيرين لمن حسان ابن تابيت لماذا عطاء الحسان ابن تابيت حسان ابن تابيت حسان ابن تابيت تشوف أخي شاكر حسان ابن تابيت اللي كسميه شاعر الرسول كان يضحك على الرسول وشكون وششف ديال أوسل الخاص رجمات اللي شاكرت اللي هم كانوا في المدينة نعم أخويا غير نكمل هذا الاستوار أخويا حزين نكملها ونخليك كده حكو عليه ربعاء ديال الرجال منهم أوسل الخاص رجمات اللي شاكرت حيث محتاجوا محمد في الحظم يعني أجدر محمد كعا ما بقاش كقلت مع التو علي إلا مع علي وعلي هاش قال لي علي وهذا هو السبب علاش هايشة حاربات عالي في مهركة الجمل هايشة ما كتحملش علي وكتحملش عثمان هاش ما كتحملش علي عالي قال الرسول محمد قال لي إلى إذنات توقع قال لي شكيت فيها توقع وهني رسك ما كي قلس مع التوعد ما كي خرج أجدر محمد باش يتفك فاش درس الشهر ما حملتش قال صافيخ السنيحي ذات شي نزل الآية طاق راها براء الله أجدر جوه جوج ديال ملك اليمين من مصر أختار فيهم زجوين مريق قبطية صافيخ فاش نزلت الآية بين قوسين ما براءتها هايشة مشا صافوان مشا ضرب مشا ضرب يد حسان بن ثابت ضرب ليه يدو قطعة حسان بن ثابت ما رضاش كان كيدر الشعر ضد الرسول هذا اللي كي اسمه شاعر الرسول اللي در الشعر مع الرسول من بعد ولا كيدر ضد شعر ضد الرسول وكان كيدر ضحك عليه انه مرتزنت عليه فاشت ضربت ليه يدو قطعات بقى فيه الحال جاوب اخويا شاكير لاش ما اسكت قطعت لي ديالوه بقاتل عليه الدم ولا كي غوة المهم ولا ده ليهم بهالشكل اللي كي يصير اضراب ولا طال عليه الدم ولا كي يضرب على الناس الرسول ديكتاد هذا ماشي نبي فاشت جوجه عيلة الرسول اخدا سيرين عطاها الحسان بن ثابت ارشاه عطار شو قليس سكتبها القاضي احسان بن ثابت قال لي صافي غير ضمص القاضي وماريا القبط اخلاها ماريا القبط يرى ماشي زوجها اللي كي يقوله مسلمين هران ميلك اليامين وهي اللي نحاسمعها ففراش ديال صافي ففراش ديال حافصة بنت عمر بن الخطب يعني هو ورعت جوج بنات صحابه بنات عمر بن الخطب بنات ابو بكل صغارات وبنته فاطمة مباشي جوجها هي صغيرة كما تجوج بنت صحابه سير اخويا بحث شوية منخليكم الاخوان سير اخويا بحث اخويا شكير سير بحث قبل ما تجي بقاتها انظر بحث واجي انا والله ما عندير الجهور اللي عندك فاش كنت انا مسلم طلعت وكان نقش مع الناس كان سوول باش نستفيد كانت ش كان عندير هذا الجهور اللي عندك انت شكرا للاخوان ايه الشام انا المرغي قنعنا الفضل السيش yellow بلاسي بلاسي مبليك ما اعطل قولي يسيرو خلينا نعبره شوية عطونك حر يديك قبل هو انا شهر اللي انظر انظر نساه لانه الحاجر اخوان وساهل المساجات اخوان مصاجات قبل ما هيش التنوب وانا ما الذي ايرده لك اخي كان عوده اتخذ التفاصيل الكثير طول اشكال الى الناس الذين افتالق وهذه العوام هم عندهم احد البرمجة احد البرمجة اسميتها الدين التسامح زوين الرسول كان ذلك اليهود يتلزب الحضاد الضار نهار اللي مردم شازارو وما ارسلنك الا رحمة للعالم وما عارفنش ذلك الشديد الصحيح والضاعف ما عارفنش انه يجوز في الاسلام انك تجيب الرواية الضايفة باش تكون فرمي بنادم الايمان ويبقى في الدين ثم كدك الشيدك اذهبوا فانسهم الطلقة رواية ضاعفة قاعد الرواية اللي فيهم السماحة وكده وانا برأسي فاش كسم السلام كان سمعتش فيه ولك الاعراب اللي كان جاء عند الرسول تحت الشجرة ما يمنعك مني وطحلي السيف والرسول قال لي وانت ما يمنعك مني وصفح عليه وكدت تغرى ورق عينك بالدوم وكدت تقول الله على سيدنا رسول الله وكده وكده يصرف فيهم غير خير انا كنت ضحية هذا الشي انا بنينا واحد اللي ماش على الاسلام اللي فيك فاش كي يجي واحد بحال هاد الاخ هاد اللي يفتعان اخ كيشو فكس قول هاد الانتراع اراه نور مالغ يدير هاد ردة الفعل حيث هو عنده في دماغه الاسلام ما عارفش العبودية ما عارفش هاد الامور دبان دبك تترشيلي هاد العبات صفوان ما عارفش هاد الامور هو ما عارفهاش ما عارفش ما عارفش ما عارفش قد يأسكم بالدابح ما عارفش حكم الردة وقامرته ان اقصد للناس حتى يشهدوا الا الى 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 هاد الامور دبه هو ما عارفهاش اللي وخه تقولها اللي وخه تبغي تقولها له هو سدودنا لان ما بغيش يتشوكه دبه هو وخه جاعد سي تكون حسيمالي يلي يقول انه تقدر تكون ما غيسمعلكش لانه غالي تزعزالي هذا كالطمأنينة اللي بدهها سانوات هو بالنسبة ليها راح مرتاح دير واحد الدائرة دراحة خالق الراسو واحد العالم زوين ان الاسلام زوين وغيمشي لجنا يكلف وكاويت طبابا ودجين تا اخي ميل تقول له هات الشي وكتا اعتاقت ادنا زعما غالي يجي ويقول لكوا عندك الحق غالي مشين بحدث لانه اصلا اغلب المغاربة فينا بعدها واحد المغاربة فينا نقود اللي هو فش نجي واخصنا نجي تريد تلك ما فهم انتها العباء يكن نشوفه شو واحد طبع يقول شي حاجة كان بغيون نبانوها وزيد عليها هات الدائرة صراحة اللي حدرت لك عليها لانه قليل بزاف بنادم اللي يسمع ويتمع عنه ويقول لنا نسمع لهذه الهضرة وانه غالي نقلب عليها واش فرق كيف ماذا ندرنا احنا نهار اللي سمعنا الاخوان كيف ممكن يتعقدوا هاد الامر وكنناش عارفينه مشينا بحدنا نوقات الشي اللي كان الاخوان ورعا المسلم يدفع بالعاطفة هاد حاجة طبيعيه وهاد الاخ هاله اللي كيهدر يجي تلقاه معه كي سل الله كي سل الله يمكن غير مرة في العام وتلقى عايش حياته طولا عنده بردوش وكيتفرج في البارسا وكيكمش جوانات وينصب علامه الحانوت ويلقى بصدام فيه الفلوس ولا كارتنصونا المير الدهاش فمسيني ما عنده لها أخلاق لسال عباي تحميها بنارما في خلاق هو وياها يغصاص بها وكي يجي وكي يبدع لك الله هالراس ونحنا عارفين المغربة كيهدرين مهم خود لما يكا خيش كل كان بغيدوه هي شام شام تفضله تفضله شكرا ابعداغير تماما. يعني احتنا رأى كنت كاكشو يا كنت ما كان بيش نسمع. كان وحد صاحبي يجي يقول لي يقول لي الله رأى ابو بكر وعمر كانوا يهربوا من الحروق. وكان يقول لي لا الله راجب ناس اللي هو توقاته. يعني فاش جاب نبي رأى. أنا من سبالي فاش كي يجيب الله. نبي يعني كي يجيب معه رجال اللي عونوه وذلك شيء ما يمكنش. هذا شيء اللي تقول لي ابو بكر يهرب من المعركة همزي ها تبارك الله لما يمكنش. عمار. يعني اذا كوش فلتينكين اللي كي يقوله دك يعني احنا كنحاولون نفكره بواحد ايجابية في الحاجة اللي يبغيناها. هل يجلسوا واحد مثلا نقال لك ابو بكره ارخيب. صوروا واحد الانسان جيتي قلت لك ابو بك خيب. انت انت من صورك وانت كتشوف ابو كزوين في الدار وهذا يقدر ابو بكر الله يعلم. خيب. صوروا علي اخوانا هذه المسألة نترا حقيقية. ان احنا في الدول شمال افريقيا والشرق الاوساط الدول الاسلامية والنغتقة بالعربية يعني احنا عندنا واحد تمسك بالام والاب والاخ الكبير ما عارضنا عندنا هاد البيئة هاد التقافة يعني هذا الموطة لتريجاتنا ان انا كان ذاك الاب ما كنت تقبلش انه يكون خيب ولا انه يكون عندي بتفوت. اي حمو عندها هاد احضر معا قولي اي اقول لي. انا انا كان جدي كن وار انا كان جدي كن مقاوم. اي 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 قدر يكون جدي كن مقاوم صفري. اي انا 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 مكانش كدري بشكو فامات يقدر عنده ديفواتي. يقدر عنده شي حويش خيبي. قدر انا ما كان شي واحد. هادشي باش انا كيبان ليمن بنلحواش باش فيتنا الغرب. انا ما كان نقل لهوش الاشخاص. الغرب ما كي ليش الاشخاص. مات انشتاين السلام عليكم. مات. مات تسلا السلام عليكم. الرؤسة ديال دول. الرئيس احنا خصدك الرئيسة. هو الطب ذاك المالكة. هو اللي اعطال الله خصيب قديمة. وانا انا كان ترتفط عليه الظروف ماشي بحال بحال. ولكن شوفوا دا اردوغان. تردوغان او شوف المغرب. اه شي واحدين. اه بن كيران. اه بن كيران. اه بن كيران. دارف ال. جايب من المغرب. اه عنو. يعني كان تحلمه ديم. دي ما كان حلمه ابن نصره هدد. ايوبا. ولا غدي يخلصه. خلصنا من ما عارتنا. ايجي. ولا غدي يجي. المهدي المنتظر. يجريه اللي يهد من الشرق الأوسط باش يجري عليهم السيف والناس شوف الصواريخ اللي عندهم شوف دابل شوف 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 هاد لانتيلور نغتيفيسيال شوف لانستخيمونتاسيون شوف هاد لدرون دابل اللي كينين يعني احنا ديما كانت النوم انا بقي كانت تفكر دك فاشا بان اردوغان كي يصف طولي شوهدي فيسبوك فاشا بقي كان دخل فيسبوك راضينا بك اماما للمسلمين يعني اردوغان صافي اردوغان يقدر اخدم بلاده وماشا انا مكان دكرش انا ماشي انا مكان دعمش الاخوان الولادة الواتنمية ولا لان استيد اخدم بلاده واني هادا لا يعني انه مدرش حواج خيبين يعني اي واحد راي عنده الكوطة بوزيتيف الكوطة نيغاتيف انه ديما لهو الانسان انهو نبقى امش دو واحد الشخص هذا مشكل ان احنا واحد الشيخ في الدين رباه فينا اننا الخنوع ديك شوفوا ده بغير فالشيوخ كيقولك هذا الشيخ راتيلميت دير واحد الشيخ شوفوا فرق بالغرب كيقولوا بالعراق المأمون هو لده الاول لابوراتوار في التاريخ يعني كانوا علماء ولكن ما كانوا جدي لابوراتوار يعني لابوراتوار المأمون هو ولده هارون الراشيد هو اول واحد جمع العلماء قالوا متجمعوا في واحد البلاسة بقوا نقشوا العلوم يعني ولكن شوفوا الشيخ باقي نعمروا متجمعوا كينا هيئات باتحاد العالمي العلماء المسلمين في قطر ولكن ما ماشيش الاتحاد دسمع انتاب حال لابوراتوار ما تلقاش خمسة العلماء باين القوسين خمسة الشويخ يخرجوا كتاب يقولوا ها الرعي دينا ما كايما شادي العلوم اللام العلوم كانت لابوراتوار في بحيثين شوفوا دابا سيرن كان ديزار تكل دو فيزيك ديال سير صور هارتكل سيونتفيك يعني ورقة علمية فيها كتر من المياه باحث. وريني شي بحت. احد العلم اللي كي اسميه. الاسمان الاسلامي فيه مية شخص. ولا غير خمسة ادلاء اشخاص. تفقوا له واحد الهاجة وخرجوا بواحد الرأي. هذا قال واحد الهاجة. هذا قال واحد الهاجة. غير الشافيهي. لحن بالي. شي كي شرق شي كي اغرر. هادو اللي كي ضبروا انها دكرة كانوا واعنين. يعني يعني يا اخويا ما 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 كي بانوا للمسلمين ما بغاوش فيقوا من واحد الناحية. اننا اه كي ما كيقول لهم ما شو ما عرر مع قلش واش عاصي دولش كون يقل هادو الانطراب اللي ان اليهودي عنده تخربق ديالو. عنده اليهودية ديالو عنده ذك. عنده بدا هو ذك الوضو ديالو عنده الصيام ديالو عندك التخربق. ولكن ذك شي مخليه بعدو. راكين ان اليهود رايصوا تخي بخاتيكون. ما كيسو قوش نارس بدا كله سابات ما كيش عالوش العافية ولكن. في اللابوراتوار في جيد علوم ما كيجيبش الدين ديالو ما كيجيبش لا كيب بكي ما كيقول اللابوراتوار. و المسيحين ما كيجيبش دك دك اول dir. دك كى لكanishн 같습니다 لا. ما كيجيش في لابوراتوار يقول لي كريم المسيح رايقالي واحد الجزة. في العلم ما كيجيش كي قوك writesنا راينا راينا ملا راينا مسنوع من زجاج راينا راينا في. فالانجيل. سيدنا عصارة قال لي نرى النملاك تشفنا مصنوعة من جوجج دكشيل اشغال اكثر انكم سليمان وجيجون لا ولكن المسلم لا المسلم كيدخلوا في الارضار كيدخلوا على السجادة وكيدخلوا على السبحة وكيدخلوا كيشوف شي حاجة وكيقلب على المشاركين اشلقوا اه القواحد الهاجة اه انا نتكورها في الاسلام اه القواحد الهاجة الاسلام والكفار اهدو كنيتهم خيبة اهدو الحرب هذا البحث ديرينه باش يخرجوا باش يضربوا في الاسلام وانا لقوا شي حاجة قريبة الاسلام كما كيقول زغلو النجار فاش اكتشفوا اكتشفت الناسة واحدة 11 كوكب اه اسميته ياقوب رابا بات يوسف حلم ب11 كوكب شو اكتشفوا 12 شو اكتشفوا 13 في الارضن شو عنده يجوبنا اما بقى قليل دار واحدة الكونفيرنس وفي الاخر عقبيهم كيتسنوه دوك المتتبعين كيتسنوه باش يسرسوا له في الاخر فاش سالة الكونفيرنس قليهم الاسئلة ما كينش سمحولينا دوك دوك الاتباع دوك النمل الشغال ديال زغلو النجار اللي عايش في واحد القصر في قاطر ما ساكن فيه حتى حاكيم اذا بل كيش جعوا المغربرة ما ساكنش ممكن في دوك القصر اللي ساكن فيه زغلو النجار مجمع زغلو النجار الذي لا يوضع إلى الاخره 1989 هذا ما هو نحوbar الأسئلة هل يريد أن يرى ابرياد شاكر يريد الحق و ايضاك القذب و لديه مشكلة يريد أن يريد ان يريد أن يقفانك أخوه يا شاكر بيتنا يريد أن يتدخل مرحبا لم يتدخل لأجل السبب مكان اترسل مكان لتحدث بارك الله بارك الله وفيك أخويا باباي شكرا إلا بيتدخلش واحد النظر أخويا شاكير بحالة مش حالة شي كاملة أنا كان حاول حيث حالة دي ما تدخلش أنا متأكد أنا بحال أخ شاكير الشي نهار إقتانه أنا قناعه ماشي ماشي أنا كان هذا باك نحاول نقنعه كان نقشه غادي يكون غادي يكتشف بزاف غادي يلقى راسوب اللي يقدر يكون شارس كتر مني يعني وكتر من هادو نوستيك وبياني مرحبا مرحبا دبا دبا وليدينا والناس القدام قدروا نعطيهم مغضر يعني كان كان ضعف في المعلومة الناس المعلومة ضعيفة عندها صحيح يعني شنو المبرير لغادي يعطيه هذا الناس يعني في الفين وعبا وعشرين والمعلومة يعني متوفرة للجميع يعني ورخيصة يعني كل شي حاليا يعني مفرع للمعلومة يعني في مادر شي شد لها المعلومة والانسان بقى يمتشبش به افكار دي لالف واربعمائة سانة يعني كما كنشوفوا هاد الاشياء اللي في الدين يعني ما كنتحش اشوها الدكاء يعني شنو اللي خلى الناس يعني معشان قاعد الدين وشد فيه دي لالصح يعني لا اهدر شي معا مشي اشاقدوا ان حقيقة الدين حقيقة مطلقة ما كنش نقاش فيها ما كنش يعني وش الانسان ما ما مطلعش هال المعلومة ولا بخيل على المعلومة وش المسلمين لا الدرجة مش يمشي وش يقرؤوا الدين دي لهم يعني ابنه دمكش هادر ما كدلقاه عارف والو الى الدين هو مسلم ولكن ما كيعرف شنا هو الاسلام لاش حيش تلقعنا ذاك شي من عنده وليدي وش يجيش يطلعش يقول لك لا ارى الدين دي للي والصحح ويبقي يخرج في عينيه بلا بلا ما يعرف شنا هو الدين بلا ما يعرف شاريخ دي الدين وشاريخ دي الاديان بلا ما يعرف شاشي حاجة كيطلع كيدافع شنو بلغي يخلي الانسان يوصل ليدني في هذا وش فعلا الانسان المسلم ذاكي موش الاسلام بحداش ومعراد يعني خلى الانسان يتخلى على الدماغ دي وش تلاحظ انه مكتناقش مع الناس تيقول لك لا لا هذا شي مش من الخشيصاص دي هادر من الخشيصاص العلماء شكونا من معد علماء واحد لم يخياش مربي الحياة صافي ولا عالم شو يوخوا له علماء معاه يعني الانسان كيستعن دماغ دي للشيخ وكيسك الدماغ دياله يقدر تششقاش هادر معاه نار يعني الانسان يدخل من ودن وكيسخرج من الاخر ولكن هادر معاه الشيخ يشيق الانسان يعني فيه الدماغ ديال المسلم فيه المنطق يعني فيه الوعية لكيسك الدماغ ديال يصلي لها دنيا هادر معاه هادر معاه الدماغ ديال البنادم حبس للدراجة هادر او هادر معاه هادر معاه بنادم بقى كي امن بالجنون والشياطين والملايكة او هادر معاه هادر معاه بنادم للدراجة ما عرفش بعض المره هادر معاه نفكر هادر معاه هادر معاه هادر معاه هادر معاه غريط لي جاء بالدينا الدين شاشي واحد ما بغى يستوي ذا بنادم ش يظل يخرع عليه الفقايا فالجامع شاشي واحد ما يقدر يحلل شاشي واحد ما يقدر يمنطق الامور ول يبحث ول يتساءل ول يقول كيفاش ول علاش حتا تساؤل ول عندهم فيه الشرك و مخصكش تسول والسؤال حرام ولا بديش يتسول بديش يك ادخل في الشرك بالله هادر معاه هادر معاه بنادم الدماغ ديالو حبس راه 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 فرايمو راه وصلنا الواحد لمرحلة اللي السلام عليكم أخوت السباح خاصة مرحبا 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 أخي باباي هذا القضية هذه كيف سأقول لك يعني من البدوك تبدأ والتخوف الترهيب والتخوف تهولها بواحد دور كبير لبنا الأخت مي كان بدا نهضر معها مي كان نتخل معها في التفاصيل كان نصلوا واحد درازة قد تقول لك وصافي خليني هيدا وصافي عرى أنا شني كين مر الموت فهمتي وما عارفينش مهم خليني على هذا الدرق والمشكلة في حالي قلت اغلبية المسلمين عرى ما عارفينش الدين ديار ما قارينش الدين ديار ما شايفينش الأخطاء صافي يقول لك أنا مسلم أنا أخلاق سلوالدي ديالاخط ديالاخط فهمتي صافي خليني هيدا نموتو هيدا على هاد الدين هل هاش؟ هيتش خايفين خايفين نفوفوا مهمتري؟ كيبقوا هيدا غرقانين وما عارفين وقالوا على الدين ما مهم إما شين نستعلم وما بالنسبة لهم وما في العين ديالهم الدين هو ديك ديك العناوين يعني الدين زويل الدين خسك توضع خسك تصليخ خسك تعمل زيان ولكن ما قرين شي شي نمور ديك الشي ما متعمقين شي في الحاجة الضرورية فهمتي؟ وما كيشوفوا عيدي ديك الأسماء كيقلوا معاقلوا مصافي دبا وده ده وده نقولوا بالنسبة من الكوارث والأخطاء العلمية حدث ولا حارس في العلم العلم ما كي إذا قريتي واحد النبو يعني وعرفتش انه هو العلم را كتشو بي ان ديك الشي كان اللي كان في القرآن كتضربه في الزيرو زيرو فاصله زيرو 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 يعني ما عنده اتشي علاقة نعمسين شكرا 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 تفضل الله أصبر ينبرك الله وفيك انه الله العظيم والإثار انتباهي هذه العنوان أين تكمن خطورة الإسلام في نظريكم انا قريته بشكل آخر قرأت ماذا استفاد المgrيبة من الإسلام القريتيцион بهذه Sports يتكلم على أين تكمن خطورة الإسلام وأنا في مقابل كم أنا أقول ماذا استفاد المغاربة من هذا الدين أما أقول لك استفاد المغاربة من هذه الدين أنّ كانت لهم دولة وكانت لهم إمارة المؤمنين هي قائمة إلى يومنا هذا وبشكل مستمر ومتواصل في الزمان والمكان إلى يومنا هذا الشيء الذي لا ينطبق على باقي الدول العربية وعلى أكثر من 80% من الدول الحالية الموجودة حاليا في العالم بمعنى أنا متعفق معك إذا قلت أعيدكم وطورك إسلام عجيب منطق عجيب ق露ناك لا yard ضرورة من أجل какие أين أخافها أنا كنت أ embaكرة من التوكس تركتنا بالنسبة لي كنت؟ أنت؟ لا، لا، أنا لا لا أفهم حiros الحندول الله والله الحمد لازمنا على نعمة الإسلام والحمد لله او كمل كمل اذا اذا نكمل كلامه شكرا على السيد اللي قال ينكمل كلامه الناس كيتكلموا كيف ما هو واضح في العنوان الله يخلكم في عجالة نقول الفكرة ديلة وغد ينزل تكلموا لأين تكمل خطورة الإسلام أنا كنقول لكم ماذا استفادت السلطة المركزية في المغرب من الإسلام وماذا ستستفيد أنا لا أتكلم في الماضي فقط بمعنى عندما نرى الزاوية على سبيل المثال الزاوية البنتيشية التي لها فروع في الجزائر وفي مالي وفي موريتان وفي عديد من الدول الشمال غرب إفريقيا بالله عليكم لنسلم جدلا أن كلامكم صحيح وانتقاداتكم من الدين صحيحة لنسلم جدلا كيف من في المغاربة يسيطر عن هذه المنطقة اللي هي الشمال غرب إفريقيا بدون دين وإحنا كاملين نعرفه أن هناك مراكز لتكوين الأئمة الأفارقة واللي كيمشيه كينشروه المذهب الإسلامي المخزني كيمشروه في الدول الإفريقية بالله عليك هاتيني بإديولوجية وحدة ممكن لي نحن كمغربة نستفدو منها بنفس الطريقة باش نستفدو بمعناه هاد الأراضي اللي هي في الأصل المغربية ولكنها حاليا تابعة إلى الجزائر أولا أولا أخي أصبر الإسلام مفيش استفادة الإسلام في ضرر ممكنش استفادة في الإسلام من اعتقادك أنت يا وديها تصمت بي إذا كانت استفادة أعطينا فادي فادي تستفادش طريقة باباي 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 خلي خلي يكمل طريقة طريقة باش كيفكروا الأفراد ياسي باباي ماشي هي نفس طريقة باش كيفكروا الصورات المركزية نحن كأفراد نقدرون تناقشوا ويكون لنا أخذ ورد في كل ما هو سياسي وديني وما إلى ذلك ولكن الدولة أو السلطة المركزية بالله هي عليك حتى وإن كان محمد الساديس أو الملوك العلويين أو يصبقوهم الساديين أو الوطاسيين أو المالينيين حتى وإن كانوا ملاحظة ولا دينيين نفتعدوا على الفراضيات ولكنهم استغلوا هذا التوجه سواء كان ديني إيديولوجي منختلفوش عن الاسم دير المهم أن كينا واحد الإيديولوجية هات الإيديولوجية كتمكننا من السيطرة على الشعوب سواء كان الشعب المغربي أو شعوب أخرى اللي هي في المنطقة بمعنى الجزائر وتونس ومصر هل لهم أئمة وناس دعاة كيخدمون مصالح دي للدول في حين أنه المغرب أو السلطة المركزية المسمات بالمخزن عندها وعندها مراكز لتقوي الأئمة يعني إحنا حتى وإن كان في الإسلام شوائب ومسائل غير أخلاقية وما إلى ذلك هذا لا ينفي أنه إحنا كمغربة وكسلطة مركزية أو بين قلصين كأمارة مؤمنين استفدنا من هذا الدين إلا أنتم ما عندكم بديل اللي نقدروا نستغلوا به الشعوب محبا إلا عندكم إديولوجيا نقدروا نستغلوا به هالشعوب كيفما نستغلوا الإسلام باش نخضعوا لنا بعض الشعوب هاتونا بهذه الإديولوجيا والسلام عليكم فهم شو الأخوان شي شي مضمون من هذا الكلام هذا بدأي شكرا خير بحث العجم نعم قوي حازم برحمة هذا الأخ كي خلط حنا ما كان نهضروا إلا إسلام الدولة أو الموقف الدولة ودين نحن نرى نهضروا على الدين من نصف تماما تماما نساب شي سيدين الإسلام ديال الدولة تخلس نافل المالكية وإمارة المؤمنين هل ما فهم نرى نفرق بين الإسلام الحقيقي اللي كنا في الكتب والمصادر ما عنداش الاسلام الحقيقي الدولة اصلا ما كتخدمش بالشاريع كتخدم بالقواني الوضعية الاسلام في المغرب هو واحد اللعيبة جاية من واحد الارتقديم كيف مما قلت انت باش تكون ترولي الشعب وقد زيابيه وهذه رغها واحد الحاجة اللي زي ما اذا كنت انت فرحان بان الدولة تكون تروليك بالدين سمحلي اذا نقول لك رك حمار وما تاخداش زي ما ما عندي معيورة ولكن زي ما في الفهم اذا انت فرحان بان الدولة شدك بالدين خليني ينكمل خليني ينكمل ما كان اصبكش زي ما اعصدر زي ما يلاج رحاس كده كما نقول كذا ما في الكنسبت لك رك حمار مش عايات كذا ما رك غابي زي ما لا ولكن هذا لا ينفيه لمجتمعات حمير المجتمعات هم عبارة عن حمير ويا ودي خليني ينكمل خليني ينكمل خليني ينكمل هرا فاش كان بغيونا نبني واحد المشي شامع ساليم رخصنا حتى واحد الاسس واحد الركائز اللي ساليمة حاليا ما كان شي منهاج في العالم افضل من العلمانية العلمانية هي فصل الدين عن الدولة اي انك تسرق الدينة في المساجد والكنائس وكتخدم بقوانين وضعية وفقا للدساسير اللي جايم حقوق الانسان واللي متشفق عليها العالم كامل من المواثيق الدولية نعمل هذا الشيء الذي يترسل المغرب انا نقول نجيك ملا نقوم لأخير ارا المغرب غير داير الخاطر ارا المغرب غير دولة اسلامية ارا هاد الجعبه دي اللي خلاها مدونة الاسرة فيال زواج غير باش يخلي وداك الطابع الاسلامي كهويه ديال الدولة وزيار حول بهام كيف قلت انت اما الدولة ارا ما سوقها اشه في الدين ارا ما سوقها اشه بالدين دولة ارا ما علابها بجد الدولة تأخد هادك الدين كواحد الورقة لكي قمت بإعطاء القوانين اللي هي فضفاضة بحل الفاسد قانون للفاسد باش النهار ليس بغيت تدير نتاشين قلاب وليس بغيت غووس وليس بغيت الناخر يشدوك بدك القانون انت وصاحة بسك طلع ماشيني السكر العالاني طلع دونك هي القوانين اللي مخليها هم الافطار العالاني طلع دونك هاد اللعبات هادو ديرهم كواحد الاسلحة فيديها باش النهار ليس بغيب نادمي فنفن غاليش بدولو دك سلاح ويدربوه فقط هتشير لكي الاسلحة تفيد فضله اللي كان بغيته مال وقيله اخي يحيار عندك سبعه يحيار يصدل المايك ديالك تفضل عملك كيف تقول شي هذا؟ تم رأيك في 생각이 ساعات للسرحة صاحوا انا كبي wires كان ذلك لكن يسميعني لا يمكنك فترة صوت نعم من الأجwiek من الأجوج لم أعرف كيف يصدقون أم لا لا أعرف بالنسبة لأننا نتعرف نعم لم أعرف كيف قال الأخ هذا السيد أسمته أصبر 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 دخل دخل أصبر وكتب أقرب وكتب حدا ماروك وقرب وقرب وخمر أخويا ومسفهم معك وش ساكن حولي وخصفك وصكريسك حصل الله صاحبيرا ما يهمونش الألقام كمل كمل أصبري لك أنتك تهنيشها واللي بدك يعيب على الاسم ديالي واللي بدك يعيب على الاسم ديالي هذا الاشف انا ما عيبش انا اخويا كنت أخبر من الاسم انا اخويا كنت أخبر من الاسم عندي هذا عين تكمل خطورة الإسلام مغطية الاسمية ديالي ما شي ما ما عرفش نقرها انا استسمح انا شوف التليفون ديالي ما كان كتبش اسمية للإنسان كما كانت كان قولك كتب اسمي احتراما للشخص كان كتب اسميته كما هي ممالي نجح قلت لك أخويا سبر بنسبل المسألة ديالي يعني استفادة ديالنا من ديالنا نشدونا رقعة جغرافية كبيرة وهاتش كما كان اخويا حازم انما مش هذا هو الهدف انا بالنسبة لي الهدف هو الانسان يكون عايش مزيان يكون عايش بواحد الحقوق يكون عايش بواحد تفاهم انا لماذا كان عامل بالعلمانية تكون بلاد صغيرة ولا كبيرة شوف سويسرا كداش شوف بريطانيا براسا نجليز انغلاطيرا كداش رأس صغيرة يعني كان دول صغيرة من نحنا هدب ليبيا شو كداش شوف الجنزائر كداش ولكن 90% لارد رخاوية ما فيها حتى حاجة يعني انا بالنسبة لي لا يوجد الرقعة الجغرافية لا يوجد التاريخ المتافق معك حاجة مهمة ولكن لا يمكن انا اسمح لي عامل اخويا هيشام لا تصلي لك لا تصلي لك لا تصلي لك لا تصلي لك هيشام اخويا لا تصلي لك لا تصلي لك المسلمين المسلمين المواقع العلمانيين المواقع сделали بالتسأل كان عاتبها على المسلمين أن كل شي يسميه ملحيد. نحن الملحيد والربوبيرا لا يتجهدون. حيث هذا يعتقد أن الإله كيف؟ الأخر يعتقد أن الإله لا يتجهدون. ولكن واحد السؤال يأخذ عليك. يسمى لي أصبر واحد تقرأة. وأنه يقول لك لماذا تهجم الإسلام؟ أخويا شوف. إحنا الإسلام كيف نعيقه؟ بالنسبة لنا نقول أننا نضالين. ما حقك؟ وكان لقبل الإسلام دار لنا مشكل. بسبب الإسلام يقعوا لي مشاكل. بسبب الإسلام يقعوا لي مشاكل مع عائلتي. وقعوا لي مشاكل في حياتي. فعقيت بهذا الإسلام. ليس الله. بالدين. أنا لا ديني. كان أعتقد أن لدينا بشريا. فعقيت رحتي أكثر. لقيت حرية أكثر. فعقيت حرية أمك أو أختك أو تشرب أو تكمي. فعقيت الكثير من الناس. فعقيت الحرية لا علاقة لها بذلك شي. فعقيت الكثير من الناس المسلمين. ăn الكثير من المسلمين. لكن يحتوي أنه غير يخرج من دين. قبل القومية. علاقة إليك المقطع ويشرب. ولم نعرف لك الحموين. فعقيت ذلك مرة أخرى. ماذا تدخل؟ أنا في مثال أنا وعنا لم يكن أدرا مع الأسجاب. ففي السماكن لدينا أشرب الشراب. أنا لا ديني يا اخي. لا لم يكن أدراك. بقي لحد الآن لم يدرس بالشراب لا تقشي حساب لكم صاحبيرا واحد الذين يحوي الموت واندوش أخلاف أنا عمرك ميسة مريش سكرسة مريد رتسالة حد الآن لا يمكن الله أن يدوانه ومع ذلك مريش سكرسة مريش تربص أي غير ما تقول لي حل يحياه يحياه حل إلى بيت تدخل ولكن غير لما يدخل لما يدخل لما يدخل الميكرو يحياه حل الميكرو يحياه حل الميكرو أخي أركزنا مرحبا صداح تبريك للسائل يخدم في القرى يتطلع غير مسألة أنا أريد غير السي أصبر السي أصبر والسي هشام يجعبوني على واحد السؤال ديال أن وش أنت متى ما تعتقدين هذه المسألة أسمحوا لي كثرت كثرت فيها بزاف ديال أنت القصص اللي يعود لك الإسلام إذا كتشفت أنهم تقلوا قبل الإسلام وتقلوا بطريقة مختلفة أنها تنقلت ثلاثار بعض المرات أش أش تصور غير جوبني نفترض جدلا أن قلقتي باللي قصة الأبابيل وهذا ما بقعتش في الجزيرة بقعت في جية الفور بين العرق وإيران مثلا أنا بتي جوبني مثلا هشام ولا أصبر مثلا أكتشفت أن قصة موسى لحتموا في اليم نفس قصة رجل الأكاديين الأشوريين عندهم قصص اليونانيين السوريين البابليين السومريين نفس القصير أخويا غير واحد المسألة نسألك بعد أول سؤالة هو ما تقريتي على هذه الحضارة هدي حاجة الأول أقول لك أخويا نعم غير نكمل وها المسألة في 1876 الزرخيولوج المؤرقين وذلك الزرخيولوج هم المساعدات وهذه المهم هو القول بالطبرة البابل الأزرخيولوج القول البابل القول لن نقول هنا المساعدة القول البابل فيهم اليهود اليهود والذي كانوا عندهم الأنبياء إبراهيم موسى يعقبي يوسف السيدر قالوا لهم المؤرخين المؤرخين داروا في اليهود قالوا لهم أنتوا أكبر شعب لنقال في العالم أنتوا في العراق ونقلتوا الأساطير بابلوسومار الذي يضحكوا اليهود واش دار الإسلام نقلهم من عند اليهود الذي نقلهم من عند يعني تصور أنا قريتها في 2010 وقيل وقيل لقيت باللي فشمات صدام هي تصدامت في 2003 2004 لقاوا شي حوائيش أخرين كان بهم صدام تعدم في 2006 صدام تعدم في 2007 2007 ما أقلش أخوي ما أقلش أخوي ما أقلش أنا الحرب اللي كانت في 2003 ولكن ما أقلش تعدم لكن صدامت في 2007 2006 داكور فشمات صدام اكتشفوا شي حوائيش أخرين ويزا كيولوج بحالة قلت أعطاك هؤدو كل أمور اللي كان مخبيهم صدام وخرج واحد لخيولوج قرأ هاد شي تقدروا تتلقاه في الإنترنت قال لي هؤديرا كان بحثوا شي حوائيش بحال ذو كلي طابلة اللي كانوا اكتشفوا قال لي ما كنا عمرناع كنا عارفين كانوا مخبيين في العراق وداروا فيه وداروا في هذا قال لي لماذا خرجت وهضرتي فهذا الهضرة قال لي ما زالنا ما بحثنا بحالة يعني بحالة يكتشفوا في أمور خبايا ديالشي أساطير يعني يعني هذا الشيء اللي أريد نقول المسلمين أنه أنت أخويا أنا لا أرى الحق يعلو ولا يعلو عليه يعني إذا كان واحد كاذيب يجب أن أقوله كاذيب أنا الرسول أرى كنت أسمع السب للرسول يخرجون دموع من عيني ولكن أخو أنا لم أكن أسمع شيء واحد يكذب سمحني هذه الحقيقة الكونية يكتشفوا 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 لا يمكن أن أخويا يكتشفوا 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 أنا لم أكن أقنعك سير أخويا وقلب ولكن كانت تخطى تخطى غير وعلى كما وقالية ها قلب ولكن أخويا كما قلت كانوا مسلمين غير وعلى وعلى أخويا ربا فيهم الإسلام وعلى الحاجة أن الإسلام ما تقلش معه ولا قل السمار أنت منهم هذا هو الحاجز الذي يتخطى المسلم أنه ليس يتخطى هذا الحاجز ويكون معايا لا يتخطى الحاجز يتخطى الحاجز يتخطى ما يتخطى الحاجز ويكون لا يتخطى الحاجز ممكن نجمع هناك هجلة في هجلة تفضل تفضل هناك خلاف حتى بين الملحدين والدينيين أنفسهم هما بنفسهم بينهم خلاف قبل أن يكون لهم خلاف مع الأديان ما أريد أن أقول لك نقول لك نحن نقول في المغرب ما تقول لنا في المغرب يقول لنا حاكم تتبرك به تخيل معايا دول من الأفريق السود تتبرك بالملك أعطيني إديولوجيا أو دين واحد يتخطى الحاكم أو الرئيس إيه دولة أربية إسلامية بما فيها السعودية خادم الحرامين الشريفين لا تتبركو به بالعكس يدبوه بينما أمير المؤمنين دي المغرب تتبركو به الناس ويأخذوا من عنده البركة بالأكثر من هذا يأخذوا البركة من عند المرسول دي الملك تصمت لها أعطيني إديولوجيا واحدة أو دين أو بديل لهذه الشريعة الإسلامية الذي ستعطي هذا الانتياز للملك دينا أو من هو أعلى من هو على رأس حرام السلطة في المرسول نفترض وحيدنا هذا الدين ودرنا رئيس وبعدنا من الدين كامل دولة إلمانية بانتياز ما قال لك نحن نحيض ونحن نحيض لذلك من فهم او دي سد الملك أنهم دمشت تضربوا طيب الملك تسبرك وقد ستبرك وقد ستبرك ضد الدين وقد ستعرض وقد ستعرض يا ودي خلي نغير يجو بكسي على الموضوع ولكن الواقع هكذا يقول يا ودي ما تحبش اللي يقول لك الحقيقة هادمك يا ودي غيري يحدا بنسا تخلسين في واحد ديبة ديال الماليك وتقديس سمع سمع يا ودي غيري يا ودي غيري هازيم خلي عافك هازيم خلي تسالي الفكرة كاملة وارى ما نجمع قال صحبي اسبرك لكن دي ما كيادر عرص يجي ما فهمش هازيم خليه سارعاتين يكمل اصبارك يهدر بيقول اختيران نخليه يكمل واحد دقة قبل まا شوفوا نشوف إلقاد الاطقر ديال سا أصبارك يهدر بي اختيران تخليه يجب شوف كل شي بغوا يعطي المصائح هاهاهاهاهاهو اه بي اللير توحهشنك بي اللير مافهمتش بنا ستدرمع في موضوع هو يقول لك لما يتبرك واذا كذبت؟ واذا كذبت؟ واذا كذبت؟ هو هو يقول لك تفضل والله ما كذبت يكون يقول لك على الحيد الدين كمبليت مو هل تشيه دولة في العالم مخاطر الدين؟ والله هل تشيه لي؟ ما فهميش؟ هو ما فهم والو وإحنا غارقين في الدين تدين دخلنا في العرب حض الله بيالي قلتوا لي دقيقة قلتوا لي دقيقة نكمل فيها ما يخليكم؟ كمل كمل بارك الله وفيك خاص في بيالي أنا كنشوف أنه الاتحاد الروبياتي بعدما أعدم كل ما له علاقة بالدين الرئيس بوتين يتبرك ويدعو إلى حرب دينية هذا بوتين حاليا أنا كنظر لك في الحرب دي الأوكرانية عاليا هي حرب دينية بامتياز فش كنشوف إسرائيل هي حرب دينية بامتياز يعني جميع هاد الناس يستندون على الدين في البقاء ديالهم كيفاش بغيتون نحنا كما غاربة نستهنعوا على الدين علما أن نحنا كنشوف ما علاقة ما لك في الحرب في الموضوع خياس برامان أم رأينا كنسمعك وكيف تفرع في شيء في شيء ناطاق ما بلية لا يتقارن الإسلام مع بوتين هذا ما كنشوف أنا كنشوف نحن أن تكون خاضين أرجع ويقف على النهر المقدس ونزل فيه أريان ويقف على سلويساء ويوقف على الوصول لا تقريبا لا تقريبا لا تقريبا لا تقريبا لا تقريبا ونصبح ونصبح لا تقريبا نحن نتكلم عن المكاسب التي حققها الدول من الدين نحن نحن نحققها من غير الدوارة نفترض أن المغرب يدخل في حرب مع أي دولة كانت كيف سيكون الحشد لهذه الحرب إلا ما كانش سيكون هذا الحشد على أساس ديني إلا ما كانش سيكون غريب ودخله في حرب إلا ما عندناش إديولوجيا نجيبه بها لاشارة كانون بسعرف ما هي لاشارة كانون هذا لاشارة كانون خاصة إديولوجيا ودين بيش جيدة فعليك إلا الغينا هاد الدين ما نقدروش نستقطبه لاشارة كانون ترى ما كان نقدروش على إلغاء الدين يا صاحب التباقي كتعود فيها إلغاء 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 أكنا مسلمين في السبعينات أش أش كان ضرنا في السبعينات الناس كانوا مسلمين ومسلمين وقيت إيه كنت مياه وخمسيلة كنت كنت ضرع المسيرة إحنا كان هادروا على الدين تدخلية تاني المسيرة تقول بأن نحن بغينا لغيو الدين لأمير المؤمنين وانتدى مشكلة عندك معاديك أمير المؤمنين أمير المؤمنين هذا الشيء اللي بغيتك تقلب عليه شيء بالجواب عش تدخل تقول لنا بأن الدين كي يستعملوا الدولة قاعد الدول كي يستعملوا الدين لتخديق الشعوب قالها ماكس قبل منك مئة عمادي والزيادة وكي ماشي شي فكرة جديدة جيبها لنا انتا غي بغيناهم يخدروا الشعوب بغيناهم يخدروا الشعوب يعطيهم الكيف يعطيهم الحشيش شي إسلام ماشي يدخل بنادم 80% يعني اللي تيكد صلاة العيد ولا بنادم كله صيم بغوا كل شي بقى صيم صلاة العيد بغوا صلاة العيد بغوا يدخلوا في الزواج دخلوا في الإسلام المعاملات مع الأفراد المجتمع المرأة والراجل والأطفال دخلوا فيهم الإسلام هذا رأى ما نجيوش نعيشه لله هذا رأى إله مريض اللي غيقول لك أنا أخذك حياتك كلها تضحي بها من أجلي أنا أنا أخذك تعيش كل شي بالدين رأى هذا هو المشكل اللي كان هضرو عليه بغينا إحنا الدين نرجع البلاستو يأخذ بلاستو يخرج من منظومة الزواج اللي بغي يتجوش كي يتجوش بقانون وضعي اللي إحنا كلنا كندسيديو في كماش غادي تجوشوا غادي نفرقوا الإيرت نديروا قانون وضعي ديان نحن علاش غادي نبشوا نجيبوا إحنا واحد الفكر ديال شي ناس كانوا عايشين في القياطن باش نسيروا به موج داما واش فكر ما كتسير به تخيمة وليت انت بغي تسير به سبعة وثلاثين مليون ديال النحس هاد شي اللي كان عدوا حيدوا الدين من من الساحة العامة ديال الناس كل الدين عود شي حاجة خاصة بالإنسان عود الكارو بغي يكون مسيحي بغي يكون يهودي يكون يهودي اللي بغي يكون يكون ولكن ما الشهد شي اللي دير فينا الإسلام الإسلامرى دير فينا غزوة اولينا كان بنوه الجوامع وتمشي للسباطار ما يعطيك تا الداجينة والدول الحمر ما يعطيها ليكفابه كتمشي للسباطار بحيله لدي الحفز من مصخ المدارس ديال نزباب شكني ديالستان اخويا بيان لير بيت غير في نفس سياغ يقول لنا هاد سيداش من اسلام بغاوش ديال الاباضي والشيعة والسنة والتجانيين والدرقويين هاد شي كاكفرش يقول لنا قلينا واحد الحاجة نقول اراك واحد اخر هاد شي يقل لك هي يقول لك انت كافير يكفرك هادا بغايدوز هو ما بغاش يهدر على الاسلام بغايدو بغايدوز هالجمهورية وامير المؤمنين المأسيرة الخدرة كي قلب ده باش يتقبع باش يدوز يدوز من دين السياسة كين بلايس خورين بغيت يتهدر فيلم السياسة كين بلايس دين الجمهوريين بغين يدبحوا المحمد السادس سير عندهم وريح معهم وغادي عجبك ذك شي يكتس معنى احنا هنا يا عندنا واحد مجتمع مقرقب بالدين مقرقب بالدين مقرقب بالدين اوكي مقرقب اشنا هو مقرقب المرأة ويكتغوت على الراجل باش يكون عنده حق تعدد أصيبان وخبر الامي هو الكبير الامي هو الكبير كان هاد روح على الدين يبقى معانا في الدين ايه في الدين في الدين هاد المجتمع اللي انتو ما كتكلموا عليه واللي سواديزون بين قوسين برغين تحروا هاد المجتمع الى فوق لكم وتحروا ما انتو ما في خير عش كي يعني التحرر بالنسبة عليك انتا عش غادي يديروا مثلا الى تحروا مثلا غايبقى عن ناس بعاف المياه دي المجتمع وملكي يلبسوا الطرابش كيف يدو الحيط كيمشوا للزوامة؟ الطربوش الحمر عندك متعايب هدي حضارة مغربية طربوش الحمر هدي حضارة مغربية كيف تكون هدوك كان هدوك كان الطربوش ديال الدين المغرب كله ولا طرابش كلشي ولا دعو الحجاب ما يبغيناش مجتمع بها لك اين 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 ما يبغيناش مجتمع ديني أخي فاضل إذا لم نقول لك نسحبها ولكن نقول أنه هذه الناس الذين نذهب اليوم نسيت نقول لك كيف ستنسى ما التفعيل لا تقوم بمتعين عمل نحن تحرير أم لا لا تحرر أم لا كيف ستحرر أم لا لا أم لا أم لا ستحرر أم لا يتحرروا. ما الذي يوقع فيه؟ عمك اشتشي جابونية خاجة للزنقة عريانا؟ عمك اشتشي واحد كين كحبشي واحدة في فرنسا بالزنقة. انتم ممكن تخدمون ذيك الفوبيا. الفوبيا ديال الحالي. يلا اخير اشتمن الدينة غدي يتعرى وغدي عود الفساد. الفساد عندنا نحن. الفساد مش عندهم عوما. إلا احنا تحرروا غدي عودوا. غدي عودوا انسان بحالهم. كان شي فساد اخويا اخويا دخلنا عليك بالله انا الوليد ديالي اخدم اربعين عام. فاش مرض بالكونسير ما باوش يخلصوا له الدواء. شوف اخويا وش كان شي فساد كتر من هذا انك تعطي حياتك. هذا عايب في النظام وليس عايب في الدين. ايه 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 انا اخويا. ومش متوفير ان مش Plもう مش مشكيه في الدين ولكن عندنا الجوا مع them. عندنا الجوا مع مفرشين بالضربية لا يصيب الحرة حمرة ومنقوشين وصف مخدر المخدر في المقرنصات والمبارنصات وخدموا في عريفية ويخدموا بالمترون عمس أخي أصبرا أخي أصبرا نبنيوا بهم المدارس ونبنيوا بهم المستشفيات رأى عندنا خمسين ألف نسجد وعندنا خمسين ألف طفل ما بلاج ديال يعيشوا في الزنقة هذا أصبرا أخي أبدا بحي مكيبات فيهم تشيق وعد أصبرا أخي أخي أصبر فقد أصبرا أصبرا هذا الدين ليس سبيا فأرى que في مصر كانت واحد المسألة كانوا هذا تعاد الإنسان لماذا تقدر القرانية ذيك العين ذيك الاسمتال للانتي ديال العين كان الإنسان إلا أنت تقدر تقول لك القرانية ذي العين نعطيها اللي محتاجها جاءوا السلافيين حرموها المسألة حرموها وكانوا الناس اللي عندهم مشكل في العين كان منبين أنا أعطيتك غير المثال أنهم زراعات الأعضاء كي يأخذوها من الميتين اللي بغاو يتبرعوا بالأعضاء دينهم حرموه السلافيين ذيك شف مصر أوكي 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 تتنو تجيل القرانية المصنوعة من أندونيسيا الصناعية أوكي تتنو سنين كثير من عشر سنين لكي تبدلهم العين بسبب أنها تتحرمت يعني نعود لكم المسألة ديال العشرينات في مصر كانوا يجيبون الماء من زمزم من الحج وكي يكبون في الآباء حيث كانوا يسمعوا المسألة باللي الماء الزمزم قطرة كتقدر تحول لك ذلك الماء أو لا أعرف شنو أنه يكون له بحال ماء زمزم يعني مع العلم أن الزمزم غير بيرماشي يعني ذلك شيء كي يكتبون رد برا ما بقاش عنده مع عين وذلك شيء مهم ما علينا وكانت نرجبوا تفويد ما هي تفويد هي أنه لذلك سكريمون ديال الإنسان حشاكم كاكاد الإنسان بيبي والله كاكاد الإنسان فش كي يكون في الماء أعزاكم أعزاكم الخالق أنه كيدوز فش كي يكون في الماء أو في المكلا كي يصوق الإنسان أجدك طبيعة أجدك طبيعة تفضل أِيه قلت إليه مهش أنت قلت إليه ما كانت تقل إليه الطبيعة لخلقت الإنسان في الخليق أنت تقمن به حول الإنسان القردة وأن أن الإلهكي خلقت الإنسان من طين فيها تقامن بها عادي عندك بأغلاق في البلاسة مليار دي الناس. يعني هذي عادي عندك ولكن ان الطبيعة في ملايين سنين تخلق الانسان ما كتعملش بها. ولكن في البلاصة الانسان تحول خينزير في البلاصة هذي امن تبيان. ماشي مشكلة. هذي واحد نقطة دي القاملة تنعود لكم. واحد نقطة دي القاملة. الاخوان بين قوسين. واحد نقطة القاملة واحد السيد اشان اشجار دير وقال اعفك خلي لي القاملة دي لك. حيث كبيرة انا عندي قاملة صغيرة جو عندي ضيف. اعطي قاملة كبيرة. دوزت عنده يومين رضي هو تقاريم للجارго. قالي هك الي قاملة ارضي القاملة الكبيرة دي لي وسط منها واحد قاملة صغيرة. قال لي اشهد شيء قال لي قاملة اللي خلتي لي الاكبر لالجارacie ولد الكاملة صغيرة. الفراح عاناخ برفاش اللي لاك جاري hanبني لقد انا نقطة آمنال جاملة جو تولد ما اخداة بشجو الجو. و احد نارتاني غ largo cropsScript قال لي عافيك خلي لي هذه القاملة الكبيرة للي يخذتها عندك النار يأخذها عنده ثاني وميك تلاشردها الاخر يتسمى يرد ليل قاملة دياله نهار يومين سيمهان عشر يوم ويتقى عليه قال الله رحم لك الوالدين ليلة قاملة دياله قاله رامات الله يرحمه قاله واش انتكت طالية ولمالك قال القاملة تموت قاله انت اتقيقتي اتك النار فش ولداتي وانت اتقيقتي اش دابه فش مت المهم ما علينه الحوار المنطقي أخويا هشام الى بداية يكون معك منطقي يكون معي منطقي سينو بخلو نتفلو على باضياتنا شوف في العشرينات الناس جابوا لما من زمزم جابوه كيكبوه في الآبار في مصر والتفويد انتقل الآبار دياله مصر ولو الناس مرض بالتفويد وجاءوا جات الدولة دياله مصر كتكب شي ما تدفع في الآبار وفي المطفيات في مصر باش تحارب التفويد وانتقلوا وانتقلوا لهم وانتقلوا لهم وانتقلوا لهم بشيء ضعلا باش ما يعرفوش دولة البيئة باش ما تكبوش ديك المادة باش ما تخصرش لهم المال اللي تخلط مع الماء الزمزم اللي جابوه وانتقلوا لهم وانتقلوا لهم وانتقلوا لهم تصور الناس مآمنين وانتقلوا بها هذا الطاعون في مصر بسبب المال اللي جابوا منه أنا اقول لك بلي بسبب الدين رأيكين المآس يا أخويا واش فرسك لامار تغيزة كسمعوا بلا مار تغيزة بحث شيخ شعراوي شيخ شعراوي اش قال القاسيدي إنسان ممشيش يدير اش كي تسمى ذاك ديال الكاليد تصفية الدم في الكاليد ذاك الدياليز كلهم إنسان ما يديرش الدياليز حيث الله إلا بغي قتلك رأي قتلك اليوم انتا آمن بالله إلا بغي الله تموت رأي تموت اليوم ما تديرش الدياليز وتخسر فلوسك وتخسر فلوس وولادك وفاش هو مرض رأي تشوف الفيديو دياله رأي دير الأكسيجين وكيداوي راسه رأي تشوف الفيديو لما يغتغيزها تهي كانوا ناس عايشين في الهند وحتى غاندي اللي يقولوا بالليزوين أنا لم يكن أقول خيب هو في الأصل ولكن بسبب ذاك الأديان وذاك شي قتلوا لما يغتغيزها تسببات في قتل بزاف الناس والغاندي تهو لما يغتغيزها خلت الناس ما تشوفوا كهوف مشت الاسيا خلت الناس ما تشوفوا كهوف قتلوا آمنوا بالله ما تأمنوا بهذا الطب بالحديث وتسببات في مقتل ويقع طوال بخينوميل وراء تسيروا بحثوا ما يغتغيزها وبحثوا في غاندي لكي تسبب الناس موت ديال الناس بلا ما نقول لك أنا هذا الشي ديال الكلوناج وش فرصك الكلوناج تحرم مؤخرا عاد أحلل له لا لي كي يقول لك الأخلاق لا اسمح لي يا أخوي يا أصبر أنا زوج المتعارة تحلل عند الشعى ودن السنة وش فرصك لما فرصك وش فرصك زوج المتعار حلال عند السنة والشعى كي يضحكوا بالسنة على الشعارات تحلل قراضاوي واحد العدد ديال العلماء بين قاوسين حلله من بينهم محمد حسن وحويني يحللوا زواج المتعار انه كيتزوج بمرأة وبلا نفقة بلا التحاجة كيمشيون كحافضارها افضار بها وبيدون انه يتحملوا نفقة التحاجة كي يدير معها كونترا ويدير معها كونترا دعمين ولكن شنه هو الشرط هو الصدق والزواج والشهود وكينه في السعودية وكينه في ايران وفرص كاد شو يخسير قلب على الحويني وقلب على محمد حسن وقلب على يعقوب كيتزوج بربعة العيالات التالتة او لا كي خلي وجوج فيكس او لا ثلاثة فيكس الربعة دي ما كي بدلها وش هذا ماشي فسد ها والإيماء فاش كاد قولي يتشرين تمرا في سوق النيخاصة مع رجلها شوف تصور في الإسلام كتشيرها أصبر مش تقول يا إسلام دينه الأخلاق أتشري شوف الإسلام عطاك أنك تشري الأماء مع رجلها اللي عبثتها هو في سوق النيخاصة وتجيبهم الدار وتنعز ما أمرتها بدون عدة بالأول التحاجة وأنك أختم ما بغيتها ما زلت ترجع الرجل هالي هو عب وإلا بغيتها دي ما كتبق وبدون شهود وبدون صدق بدون التحاجة هذا هي الإيماء والأماء لا يوجد العورة بحل الحرائر الأماء تركب العورة وعمر بن الخطة وإنك أحيانا لا يوجد أن تقول لي الله رحميك الولي سير بحث عن الدين شكرا برك الله فيك المترجم الذي كان يتحدث قبل مني نأكد لك على أن هذا التوجه أنا و هذا الناس بما فيهم ما معناه أنا متبعهم من 2003-2004 كانت تحدث عن بدايات مرورا بجميع وسائل التواصل الاجتماعي أنا ليس بأحد الإنسان الذي سيكون لدي الطلاع على هذه المواضيع سوف نوضح لك هذا الناس كان أعرفهم مزيان 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 وكنت معهم أخي الفاضل وأنا فش كنقول الرعي ديلي ما كنقولوش من فراغ كنقولو إلا وراجعت أراسي مزيان مزيان وعرفت الأطراف كلها ما كنت تقول إذا نرجع للموضوع دينا الأساسي أنت تكلمتي وقلتي تعيب على الإسلام الإيماء وتعدد الزوجات وزواج القصيرات وذلك الأفطوانات المشروخة التي من 2004 ونسمع فيها ما بدلتوش هذه الأفطوانات هذا ما بدلتوش ما بدلتوش ما بدلتوش ما بدلتوش يا أخي نحن في مجتمع مغربي إذا لم تتعرفوا المجتمع نحن مفتاح السيطرة على هذا المجتمع بدون الإسلام ونأكد بالضبط أنا بالنسبة لي كمغربي كنشوف في تاريخ هذه السلطة المركزية في المغيب حكمنا الجزائر وحكمنا تونس وحكمنا موريتان وحكمنا معلي وفي وقت سابق حكمنا حتى برتغال وإسبانيا محكمناهمش بالإديولوجية العلمانية حكمناهم بالإديولوجية الدينية أخونا يا أصباب نطرح عليك غير واحد السؤال والله ما نطرح عليك هذا السؤال غير واحد السؤال واش انت بيتغير فيهم واش انت كتع ضبر من الأديان خيبين ولكن ضروري نستعمله الدين باش نتحكمه في الشعب هادي نفهمك ولكن فرق بين انك تقول لي هذا الهدرة وبين تقول لي بالله الدين ارى حق وانه جمع عند الله من الخالق فرق واش الدين صحيح جمع عند الخالق واننا نحن بحاجة للدين وخوله وانه على خطأ غير شرح عليها باش نفهم ومع ما نقضعك شما زال باش محاليا إذا بارك الله وعرفك هو انا في البداية كان عندي اعتقاد انه الدين على خطأ وان الدين فيه مساوئ الدنيا والدين الدنيا والاخرى كان عندي هذا الاتقاد هذا ولكن بمجرد انني بدي كون عندي الطلاع على تاريخ هذه المنطقة اكتشفت اكتشفت ان الناس اللي كنت تابعهم اللي كانوا يحرفوا او يقولوا مساوئ على الدين اكتشفت ان لبعض من هذه الناس عندهم انتماءات وتوجهات اخرى واكتشفت انهم ضد البلاد ضد البلادي اللي انا كبرت فيها ويدعيوا الواحد الاديولوجية اللي هي ضد الاسلام وضد الدين بل اكثر من هذا ويحرضوا انا فش طلعت على التاريخ هذه البلاد وهذه المنطقة هذه اكتشفت انه بالدين بالدين حكمنا مناطق شاسعة في سامة الافريقية واحكمنا حتى الجنوب دي الاوروبا اللي هي البرتغال والاسبان فاش كنشوف انه هاد الدين وكيف ما نعرفوه احنا كاملين ان التاريخ دائما يعيد نفسها هي نفس المعادلة تتغير الارقام ولكنها تبقى نفس المعادلة يعني فاش نشوف انه واحد الاتجاه ياساري المالي كي يحارب واحد الاديولوجية مهما كان مهما كان المسمى دي الاديولوجية سواء كانت الدينية او او ياسارية او رأس مالية او كده الوقت اللي نشوف الناس كي ضربو وحد توجوه اللي هو باشدر نحنا دولة اسمحلي فهمتيني كيف اصبر انا فهمتك ولكن فهمت شوية انت اخويا اصبر تقدر تكون رئيس دولة صراحة انا ما كنت كمش حيط رؤساء الدول والحكام كي يستعملوا بهذا الامر يستعمل دين من عجل الحكم يستعمل مال من عجل الحكم اي حاجة خدملي كي يستعمل انا بني يفيد انك اخدام لي كتير لكي تحكموا شعب كان عندي مشروع وكانوا يخدموا تحت سبع الناس انا مكنش كنوظف الا المتدينين انا مكنش كنوظف فقط المتدينين اصحاب الحياة لانه كنعرفهم ناس يتسيمون بالنازهاء وكي يخاف الله انا انا كمغريبي حتى وان كنتوا موحيد حتى وان كنتوا لديني الوقت اللي سنوظف ناس في المشروع الخاص ديالي لانه برزقي ما سنوظف العلمانيين سنوظف واحد مغريبي مسلم مطاق الله هذه الحقيقة هذا هو امر واقع خليني معه انا غسط انا غسط انا غسط تدخلي اختيمي ايسالي اسبر تدخلي اختيمي مرحبا 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 تفضلي اختيمي تدخلي اختيمي تدخلي اصباح الخير عليكم بغي تعفك نعقب على واحد الكلمة اللي قالها اسبر هي مني كتسمع العلمانين كتلقاهم الملاحيدة كتلقاهم بانهم باجا هما ممتافقينش هاد القادية غير بين القوصين حيث الملاحيدة ممتحدينش على الدين ولا على ايديولوجيا الملاحيدة واحد الناس اللي داروا واحد المجهود شخصي وفكروا ولقوا بان الدين ما صدقش لهم ولا ما تتوافقش مع السمية والافكار ديالهم والاخلاق ديالهم بوان ما احنا مديرينش واحد المشروع ولا واحد السمية والاديولوجيا خصنا نتافق عليها هاداك مجهود شخصي وكل واحد يتبع ذاك الشي اللي كيفكر فيه مخه سافي هادا سديت عليه القوص من قبيلة وانا كان سمعلك اسبر تصدر بزاف على السياسة وبان الدين هو باش الناس سميتو سمحوا لي اللغة العربية عندي شوية ماشي تلتمة ولكن سبروا عليها سميتو باش يقدرو يحتلوا دوال وي سميتو يزيدوا المساحة ديالهم في هذا باش يحكموا الدين مجيش مخصوش كون هدي هي الوظيفة دياله الدين نغمالما إلا جينا نديرو على المفهم الدين كيف ما علموه لنا وكيف ما سميتو باش تكون عندك واحد العلاقة مع الله ودير ذاك شي اللي اللي ينقلك الله تصوم تذكير تدير الخير تدير هادي هاد شي لكي الكوتزوين ديال الدين ولكن انت تهدر على الدين تتستعملوا كيف ما يالله قال كمال تستعملوا باش تدير المسائل الشخصية ديالك اللي هي مسألة انت تدرتها على الدولة وهدر ما بقاش دين هدر بقارة ولا سلاح عندك تتستعملوا باش تتوفر المسائل تدير الشخصية ديالك كيف ما بغيتي وهذا القضية اللي هدرتي هذا بديل انت عندك شركة وكتوضف الناس اللي متدينين لانهم نغمال ما متخلقين انا هدي ما نتفقش معك خدمت في شركة كبار وشفت بان الناس اللي متدينين هما اللي تديروا الافعال سيئة يدوسوا على وحدين باش يزيدوا هما القدام هما اللي تديروا التخرويد هما اللي يديروا بزاف ديال المسائل اللي ما مزيانة ومن بعد مني يقول الله أكبر المدين يمشي يصلي وانا من واحدة تجربة شخصية ديالي واحد المرة بزافة وانا من ادخل وانا من ادخل وانا من ادخل اولا ما اللي سوالني وانا تصلني قلت له لماذا تسوّلني هذا السؤال قلت له قلت له قلت له لأن الناس اللي يكونوا متدينين وهذا واحد الانسان عنده وخجان وفي المظهر وقلت اصبال من وكذلك عنده ذاك المراخ يجبط وهادي وهادي قال للناس اللي يكونوا دين 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 لا تفعلوا الحاجات الخبية وستطيعون ان نتشفهم قلت له لأسيدي أنا ما متدينة ما عندي دين ما نصلي ما نصوم ولكن لا يوجد أن أخلاق لدي أخلاق أو أن أشفر أو أن أقوم بعمل المهم هو أن أتحدثت مع هذا السيد وفي المصاري معه أكتشفت أنه هو الذي يقوم بعمل المسائل الذين يقومون بها وأشك فأنا أخبرهم أخبرهم أنه لا أستطيع أن أقوم بعمل هذا المسائل لا أستطيع أن أقوم بعملها لقد وجدت أنه هو الذي يحترم الناس هو الذي يكذب عليهم و هو الذي يقوم بعملهم و هو الذي يقوم بعملهم يقول لك أنه يقوم بعمل المتدينين وهذا يعني هذا ليس محيار لا أستطيع أن أقوم بعمل المتدينين لا أستطيع أن أقوم بعمل المتدينين عن مددينين في السويد كانت قلت بوم في السويد أنا وقت السيدة دير الزيف مشت تدوز واحد الاترتيان دير دونبوش وفاش باتسلم باوي سلموا معها قلت لهم سبحانيا ما كانتسلمش وقالوا لها فوجها قلوا لها اسمحي لينا تروا خطأ صراحة قلوا لها اسمحي لينا احنا ما يمكنش نضيفه واحدة ما كانتسلمش الاسبري دو غروب ما كانتسلمش قلت لهم في السويد شدعتهم وربحاتهم وعطوها خمسين ألف أورو غرموا الشركة القاضي غرموا الشركة خمسين ألف أورو ولكن ماذا قلت لك صعبي؟ لماذا يخسر ذلك؟ لماذا هذه الربحات ولكن المسلمين خسروا لماذا هذا المرة يرى محمد إبراهيم في السويد ما يعيطوش له نهائي أصلا ما يعيطوش له هذا هو المشكل يعني هذا الشيء اللي يرقى عليك انتدامه هذا السيد اللي يدر معك هذا الجسد تصوره ويكون يرقى عليه نفس الشيء أنه جاء قال لي هذا اللي يدر معه أنت مسلمة يقول لي يقول لي اسمح لي لا أريدك يقول لي لماذا تريد معه هذا العنصرية؟ هو سيقعه سيقعه هذا المرة ينفقه يعني أصبر أنا ما عمرني أنا أصبر إنسان محترم يضرب احترام وصراعة وصراعة ويقعه ويقعه بكل وضوح لا ينفق يعني المسلمين المتدعين يعني يبقى يقول تناقضات بعض المرة يبقى ولكن أصبر يقول الرأي دياله ولكن أخويا أصبر أنا كيف كان أمني بالعلمانية؟ أنا نقول لك أنا أمرني نكون رئيس لم يكن بيش المسؤولية أنا أخدم في ميدان بلا ما نقول لك كان هرب للمسؤولية لماذا؟ هذه المسؤولية كانت بغي واحدة تضحية كانت بغي تكون ديما حاضر هذه مهم كان دير خدمتي وكان نمشي في حالي كان نمشي ديافراسي ووليدتي ولكن باش تكون رئيس ديال دولة ولا تكون مسؤول خاصة تعطي الحقق الجميع الفئات يكونوا مسيحيين يكونوا يهود أراه نقول لك أراه المتدين المتدين صفة عامة المتدين ستبدل لا تنسى أخوية أصبر المتدين في المتدين في القرنة السابع عشر لا تنسى هذا المسؤول من المتدين لا تقبل الاختلاف العلمانية أرى الطورة الفرنسية فالشوقات رامية عامة أجدر وش ريبوا الكنائس ما ريبوا الكنائس المتدين في المسيحية كانت متورطة من الحكم كانت تهرف على أراضي الناس كانت تستعب الناس صورة واحدة متهمة من هزنة في المسيحية كانت تدوها الكنيسة يصبرون به الحويج ديال الناس وشدوا على ظهر هالفلس وهي غير عيشة تأكله كتناس في الكنيسة يعني ومشي هي لونو ما التحاجم فاش دار الطورة الفرنسية ما جاءو شري باش نجحت طورة أنا كيبان لي وأنا ما شوف أخوي أصبر أنا ما شيك أقولك العلمانيين كلهم زوينين والملاحيدة وكلهم زوينين لا ما شيك أقول أنا كي نقول إنسان اللي كي يحترم الرسول يكون ملحيد ولا يكون لي بيكون هو أنه معمره معمره يرد الكيل بما كي الطورة الفرنسية مجاد شريبة كانت تدات عليهم الكنيسة كانت تدات عليهم لا أشدروا هذه الكنيسة خلاوها ولكن حطوها بلاصة حيدو لها الأعراضي أعطوها شوية لفلوس يعني باش يعيشوا ولكن تداتي بلاصة وخلوا الحكم العلمانية ما هو العلمانية ما شيه هو أنشر الكفر لا هو اللي بيكون مثل ما أخويا يكون مثل مرة أنت دابا تمشي الكندا أخويا أصبر في خمس سنين قرر غير شوية التاريخ كندا تجد الجنسيات كندا تقول لي كندا يمية في مية وتصوت وكل شيء واش فرسك في كورونا في السعودية في كورونا دارين في شو بيرمار شيء السعودي خمسات لخمسات غير السعودي تكون مسلم ولا غير مسلم عندك ماكسيموم تلتة درجة لخمسات أنا غير كان قررنا لي كبلي الغرب ليس عادي شوف الغرب كشعب كمنظومة فيه بزفد العادل ولكن كسياسة كحكام ماشي عادلين كدير الحروب أنا هادشي كان كريتيك الغرب لباش ما ما تقولش أنني أن أنا عابد الغرب واذاك شيء وأي حاجة في الغرب الغرب كما بيكون الحال راه ماشي وخدر جرعيم كسياسيا ما أمرنا نقارنوه مع مع البولدان العربية شوف غير نحن أنت اللي كتذر لي على السياسة على المغرب شوف غير شكون المغرب شكون كان يدعموه راه السعودية مؤخرا عاد قلت بلي نبقو نشره الخارطة للمغرب كاملة السعودية راه فلسطين من دمت حرير فلسطينية راه باقة إلى يومين هذا مع بوليزاري وشف رأس كلا مهرس باش نقول لي راه إلى يومين هذا مع ضمنت حرير الفلسطيني كهتحضر في 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 الناس ولا في المسلمين والمسيحيين وشكيل في في الجوهر الإسلام شنو هو؟ الجوهر الإسلام هو التوحيد التوحيد؟ شنو هو التوحيد؟ هو هو ضد التعايش في 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 العلمانية جميل زيان أن القوح في 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 عام دونه فريقا بوجد شو دك ساعة شنو غد يقع. راه المسلم يتقلك علمانيا يا إما إنساني وإنسانيته كتغلب ذاك الوحشية اللي كينة في الإسلام أو ضاعف ما قادرش يطبق. فالإخوان اللي دايرين ذاك الحياة وذاك الترابيش وذاك شي هادو كرا ما تعرفوا شنو هو التاعيوش وما تعرفوا شنوية العلمانية. راه تقولك الدين نموت من أجله كل شي اللي حدايا يصمو يصلي بحالي ولا يموت. باش يجي واحد دا بيقولك لا احنا يا نتعايش مع الآخر راه جميل ولكن رك ضد الإيديولوجيا رك غادي ضد. عادش يبغي تنقول للإخوان. تفخ معك صراحة وي وي وي. اخوانك حمود. اخوانك حسبنا محمد ضرياف واما ستين وتخرج له النار مفهمة وتضوي الليل وذاك شي تاحناك وجاره يهودي. تضرياف وذاك شي تاحناك انت يحسبناك. هد شي لكن تقوليني ما أقرأ. اصابةатоت. هيدا شئ لكم ما تقوليني. نسير القرأ سير القرأ. هدا وتعرف. نقوله واحد الفكرة وغالين مشي نقرأ. ولكن هاد الكلام اللي غنقول والله العظيم ليس القصد منه. ندير لكم الإحباط ولكن سنقوله كيف مما قلت القصد ديرك؟ والله القسم الله أنا كان أمن أنك إنسان يعني أنت ونخليك تكمل أنك إنسان ما كتكذبش أنا من القلائل اللي سمعت أن الإنسان وخاء أنا ما متفقش معك ولكن كان أمن أنك كتهضر من قلبك وسمع لي يكمل مبارك الله فيك إذا كيف مما قلت والسيد اللي كيتهكم عن الكلام اللي قلت في التعليق أنه إنت غادت تحبط نار ولكن صنعت لي يا أخي الفاضيل كان نقول أنه هاد الكلام اللي كنسمه هنا من 2003 ومن 2004 يعني هذا ما يزيد على 20 سنة أش كنلاحظ في المجتمع المغربي؟ كنلاحظ فيه أن هاد المجتمع غادي وكتديا في الحقبة دياري في التاريخ دياري وفاش كنسول الوالد وجدي الله يرحمه كان يقول لي أنه المساجد في العهد الحماية الفرنسية كانت خاوية وحتى بعد من انخضاء المغرب الاستقلال دياله كانت تدين في المغرب كانت مسألة عادية يعني لم يكن هذا الالتزام الديني الحق عند المغربة بينما حاليا الناس تصلي في الشريع المغربة والشباب المغربي وأغلب الناس المرتدين للمساجد هم من الشباب يعني أنتم كنتوا أقلية وحاليا أقلية ستبقاوا أقلية هذا هو الواقع إذا قدرنا الإسقاط على ما واقعه في روسيا في عهد القيصرية الروسية وسقوط القيصرية الروسية جمعوا القيصر وإيسا وعدموهم وتعدوا عليهم وقتلوهم ولكن بسير دايب أشوف المجتمع الروسي ستلقاه متذين أكثر من الفرنسي وهذه الناس مشتشبتين بالأرثوذكسية ديالهم المسألة التي لم تكن قبل بنفس المرطيق وبنفس الإسقاط أقول أنه نظلوا نهضروا نظلوا نصحوا ما يسمى بالانتقاد الدين المغاربة لن يتغير فيهم شيء المغاربة كتزادوا ده باش بغيت تقول ده باش بغيت تقول بغيت تقولنا ما خساش نبقى ونهضروا في الدين لا بغيت نقول أنه ما كناش نتيجة نحن لم نجد لدينا النتيجة نحن نطلب الفردي خاوي نحن نتغير في مجلسة صعبة سمعني هذا الهدران اللي قلتي بحال دبا مثلا في السينات والسبعينات وذك شيء كان الدين قليل وهذا في السينات والسبعينات والثمانينات نصر كانوا متدينين والإسلام كان منتاشر والملاحظة يمكن كانوا قلال يمكن كانوا كتار وما كيهدروش ما يمكناش نعرفو حتى لدابرة كينين بزاف دي الملاحظة اللي معمرهم ما كيهدروه معمرهم ما كيجهروا بالإلحاد ديالهم المشكل اللي وقع فاش كان الإسلام ديال السينات والسبعينات والثمانينات كان الإسلام ديال كل واحد ديها في رأسه راه مسلم كيصوم كيزكي كيصلي ولا ما كيصليش المهم عنده واحد الإيمان في قلبه وهذا كتش حد ما كيحيدوله لأن ذك الساعات كان الإسلام ديال الإنسان بينه وبين الله فوقاش غادي يقول لي هاتش اللي كتهبر عليه انت ديال المسلمين كترو وهاتي وهاتي فاش في التسعينات دخلوا علينا القنوات ديال الشرق الأوسط وبدأت دخل علينا السلافية وذك الشي راح نعرفينه بأنه كان مول من طرف السعودية وقطار وبدأوا بالدولار الصحيح ديك الساعات فاش بدأوا الناس كي يسميتوا فاش كتر الحجاب وبدأت اللحياة وهذا وهذا ماشي هو الإسلام وهذا هو اللي بالعكس جعل الناس كيجهروا بالإلحاد ديالهم لأنه يعني وصل السيلو الزوبة كيما تيقولوا بالناس فاضوا ما لقوش داك الإسلام الزوين اللي كانوا عليه ولو تيكتشفو حد الإسلام اللي ما كانوش عارفينه نعطيك غير مثال لأن الإنسان تيجيب المثال من رأسه أنا كنت مسلمة وكنت كان عندي إيمان واخا ما كنتش زع ما تخاتيكانت وهذا ولكن كان واحد الإيمان في قلبي الله كان خاف ما ندرش حاجة خيبة هادي هادي وزيد عليها الترابي راح تترابي راح عنده اسمية واحد الماكنة كثيرة في التعامل ديال الإنسان راح تلقى واحد الإنسان اللي مسلم والمحرك جيلو غير الخوف ولكن راح ترابي جيلو راح مزمناش بونك تيبقى عنده واحد صارع داخلي وكان واحد الإنسان اللي اسميته الإسلام جيلو يعني عادي المعتاجل ولكن الترابي جيلو هادي題 هاي اللي غالبة عليه هي اللي غالبة عليه وتلقى ما كدير حتى حاجة خيبة ما يسرق ما يخسر الناس ما هادي ما هادي ذاك شي عنده عنده مزيان شنو اللي خرج علينا ذاك السلافية اللي دخلت علينا داخيلة وهي من تمامني بدوتين الناس يكتشفوا المسائل الخيبة اللي كانين في الدين وبدأوا اللي عندهم ذاك امتبتوا دي خيتيك تمشوا يقلبوا عدو تكتشفوا الخبايا ديال الإسلام ومن هفاش بدأوا الناس يخرجوا من الإسلام وبدأوا تياتي يجهروا بالإلحاد ديالهم دونك كون بقى ذاك الإسلام ديال ستينات وسبعينات وثمانيناس قاع مغضلق هاد الموجة ديال الإلحاد وإلا جيتي تشوف كاينين بزاف ديال الناس اللي من اللي دخلوا في الدين بزاف وكاينين منهم اللي كانوا يعني سلافيين وهذا ولكنو قعلهم أن ديكليك وقعلهم داكليك ديال رارة بزاف على ما نسكت رارة وخا ذاك شي كان ترباه فيه وكبر فيه وفي عائلة سلافية ودخلها ووالديه القرى ذاك شي ديال السلافية ودك شي ما أسختان مومان داك الإنسانية دياله ودك الإسبرية كريتيك دياله غلب عليه ونفاجر ونفاجر ودك شي ما أقول هذا الشي اللي قلتي هذا الشي اللي بغيت نشرحه للأصبار بأنه فعلا قبل ما يبدأ البرابول ما كانش الناس كتعرف شنو الدين ومن يبان تقرأوا الناس وذك شي وبدو تيخصا من يبانوا ذك الأعيمة بالكوسيمات و تديروا الرياضة ومحسنين للحياة وذك شي ولا هاد الدين جديد بحل التريند ناس تال الشباب ولا كيعجبهم ولا كيعجبهم ولا كيعجبوا يبان في الحومة بإمنا تلعب الكاراتا وتمشي للبحار وفنسلوق تكيسلي بزاف وذك شي ولا باكج باش يبان زوين وفي القناوات ما كانوا شكية ضرورنا على السبيل والرق والقتل وهذا المشاكل لالإسلام وكانوا تقولنا الإسلام زوين والرسول را كان عنده صديقه جاره يهودي وذك شي وضرياف فالناس عجباها التديون من بعد الناس عاد بدتك تكتشف بأنه أصلا كان اختلافات في الدين هل الناس لم يكن أعرف بأنه كان المداهيم والطيارات هالوهابي هالسلافي هالقرآن كنت تحسبوا مدين واحد عاد وليك يقول لأ والشيخ هدايا ما متتفقش على القضية اللي قال الشيخ حسان وعمر خالد ما متتفقش على القضية اللي قال عمر عبد الكافي هاد الناس بدتك تفاق جيت مع الموجه دي اللانترنت ولا عندك كتشوف هادو اختلفو فيها كتقول لجي نشوف هنا المفسرين شنو قالوا في ذاك الوقت قبل ما يبني لانترنت ما كانش يمكن لكتبشي تشري موجلد البخاري ما عمش حال داير ودك تتقلب على الحديث وكذا طب قليتي كتتسمع صفية كتدخل شكونت صفية كتسمع عائشة كتدخل طق فوقش بزوجة عائشة ولا ذاك شي ساهل توصل له اللي باقي دماغ وعمر بدك الخيخ والتقديس وخايف يتجرأ على الفكرة ويسؤول رح تيقول لك لا اله الله محمد رسول الله نموت ندخل جنة حسن ما نمشي مع هادو ولي زعم على الفكرة وخدم ضماغه ويقول لك احبس الشريف كيفاش الله غادي يقول نقتله وقل ناس بيه ويقولنا مليك يمشي كيب حتكير قعدك شيكين نغي حطيت فيديو قبيل في فيسبوك تنقول له مالها الله سؤول وحت سيدها مات لها بباها وكذا 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 وتزوج بيها بصح هذا يكما كي نشد له ضرق يدجالي ناوتيش من دجالي نارجش عندك في الكتاب الكتاب اللي قالك صلى وصوب نفسه قال نقتله ما نجيبوش حنا بضماغه ولكن ما يزعموش ما يزعموش على الفكرة الخوف والتقديس والتلقين والسيد اللي قالك من الفين ووربعه لهذه عشرين عام وحنا عنا نفس القسطوانة لأن هذه الدين معمره ثابت ما ددت فيه تشيحة بحلي قلبياني قبيلة كل شيء يوقع فيه تغيير اللي دين استاغنا ما زاد فيه تشيحة بيانسوا ستكون عنا نفس القسطوانة لأنه من نفس المسائل اللي اللي جعلونا نكتشفو هذك الخيخ هرا هو مازال كاين ومازال مالقيناش عليها الأجويبة يعني مع النفين غدي نزيدوا كتر مع يتغرب القسطوانة والتعاود لには 2003 ولا تغرب القسطوانة والتعاود له 1400 عام ايه حى مرئ غريب غريب هازيم هازيم واشنتايا هازيم صاحبنا شكرا جلوري شكرا جلوري شكرا جلوري عليك وحشة رعة درجت البرحة أخي الأخير كتكت كتبان من الليل ليل كان نطلقوش فيديو دي الفايد نطلقوه عليه